بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السابع من شرح بن عقيل على الفية بن مالك المضاف إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف لليفسر إذا لم يكوا معتلا كرام وقذا أو يكوا كابنيني وزيدي نفدي جميعها اليابعف فتحها افتدي وتضغم اليابيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عن هديل انقلابها يا أنحسن يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنن ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر كالمفرد وجمعي التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح نحو غلامي وغلماني وفتياتي ودلوي وضبيي وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا فإن كان منقوصا أضغمت ياءه في ياء المتكلم وفتحت ياءه المتكلم فتقول قاصية رفعا ونصبا وجرا وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالتي الجر والنصب فتقول رأيت غلامي وزيدية ومرلت بغلامي وزيدية والأص بغلامين لي وزيدين لي فحلفت النون واللام للإضافة ثم أضغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضا جاء زيدية كما تقول في حالة النصب والجر والأصل زيدوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة كثرة لتصح الياء فصار اللفظ زيدية وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده فتقول زيدايا وغلامايا عند جميع العرب وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعلوه كالمثنى المرفوع فتقول عصايا وفتايا وهذيل تقلب ألفه ياء وتضغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عصايا ومنه قوله سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم فتخرموا لكل جنب مصرع فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص كرامية والمقصور كعصايا والمثنى كغلامايا رفعا وغلاميا نصبا وجرا وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا وهذا معنى قوله فذي جميعها اليابعد فتحها احتذي وأشار بقوله وتضغم الياء إلى أن الواوة في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تضغم في ياء المتكلم وأشار بقوله وإما قبل واو انضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتشتم الياء فإن لم ينضم بل انفتح بطي على فتحه نحو مصطفون فتقول مصطفية وأشار بقوله وألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه يا أندل تسلم نحو غلامايا وعصايا وأشار بقوله وفي المقصور إلى أنه زيلا تقلب ألفا المقصور خاصة فتقول عصيا وأما ما عدا هذه الأربعاء فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلاميا وغلامي انتهى اعمال المصطر بفعله المصطر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله ولسم مصطر عمل يعمل المصطر عمل الفعل في موضعه أحدهما أن يكون نائبا مناب الفعل نحو ضربا زيدا فزيدا منصوب بضربا لنيابته مناب ضرب وفيه ضمير مستثر مرفوع به كما في أضرب وقد تقدم ذلك في باب المصطر والموضع الثاني أن يكون المصطر مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل وهو المراد بهذا الفصل فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال نحو عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا والتقدير من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا ويقدر بما إذا أريد به الحال نحو عجبتك من ضربك زيدا الآن والتقدير مما تضرب زيدا الآن وهذا المصطر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا ومجردا عن الإضافة وأل وهو المنون نحو عجبت من ضرب زيدا ومحلا بالألف واللام نحو عجبت من الضرب زيدا وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى ومن إعمال المنون قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة فيتيما منصوب بإطعام وقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أذلنا هامهن عن المقيل فرؤوس منصوب بضرب ومن إعماله وهو محلى بأل قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخ الأجل وقوله فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع وقوله لقد علمت أولي المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمع فأعداءه منصوب بالنكاية وعروة منصوب بالتأبين ومسمع منصوب بالضرب وأشار بقوله والاسم مصطر عمل إلى أن اسم المصطر قد يعمل عمل الفعل والمراد باسم المصطر ما ساوى المصطر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظاً وتقديراً من بعض ما في فعله دون تعويض كعطاء فإنه مساوي لإعطاء معناً ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله وهو خال منها لفظاً وتقديراً ولم يعوض عنها شيء واحترز بذلك مما خلى من بعض ما في فعله لفظاً ولم يخلو منه تقديراً فإنه لا يكون اسم مصطر بل يكون مصطراً وذلك نحو قتال فإنه مصطر قاتل وقد خلى من الألف التي قبل التائف الفعل لكن خلى منها لفظاً ولم يخلو منها تقديراً ولذلك نطق بها في بعض الموابع نحو قاتل قيتالاً وضارب ضيراماً لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها واحترز بقوله دون تعويض مما خلى من بعض ما في فعله لفظاً وتقديراً ولكن عوض عنه شيء فإنه لا يكون اسم مصطر بل هو مصطر وذلك نحو عيدة فإنه مصطر وعد وقد خلى من الواو التي في فعله لفظاً وتقديراً ولكن عوض عنها التاء وذعم ابن المصنف أن عطاء مصطر وأن همزته حجفت تخسيفاً وهو خلاف ما فرح به غيره من النحويين ومن اعمال اسم المصطر قوله أكفراً بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة فالمئة منصوب بعطائك ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء فامرأته منصوب بقبلة وقوله إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيراً من الآمال إلا ميسرة وقوله بعشرتك الكرامة عد منهم فلا ترياً لغيرهم الألوفة وإعمال اسم المصطر قليل ومن ادعى الإجماعة على جواز إعماله فقد وهم فإن الخلاف في ذلك مشهور وقال الصيمري إعماله شاذ وأنشد أكفراً البي وقال ضياء الدين ابن العلج تلبسير ولا يبعد أن ما قام مقام المصطر يعمل عمله ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياساً انتهى وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله يضاف المصطر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول نحو عجبت من شرب زيد العسل وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل نحو عجبت من شرب العسل زيد ومنه قوله تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاض الصياري فيه وليس هذا الثاني مخصوصاً بالضرورة خلافاً لبعضهم وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً فأعرب من فاعلاً بحج ورد بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع وليس كذلك فمن بدل من الناس والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت وقيل من مبتدأ والخبر محذوف والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك ويضاف المصدر أيضاً إلى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمراً انتهى وجر ما يتبع ما جر ومن راعات الاتباع المحل فحسن إذا أضيت المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجروراً لفظاً مرفوعاً محلاً فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيجر ومراعاة المحل فيرفع فتقول عجبت من شرب زيد الظريف والضريف ومن إتباعه على المحل قوله حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم فرفع المظلوم لكونه نعتاً للمعقب على المحل وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظاً منصوب محلاً فيجوز أيضاً في تابعه مراعاة اللفظ والمحل ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانة مخافة الإفلاس والليانة فالليانة معطوف على محل الإفلاس انتهى اعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفاً بأل أو مجرداً فإن كان مجرداً عمل عمل فاعله من الرفع والنفل إن كان مستقبلاً أو حالاً نحو هذا ضارب زيداً الآن أو غداً وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات لموافقة ضارب ليضربه فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظاً ومعنى وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له معنى لا لفظاً فلا تقول هذا ضارب زيداً أمسي بل يجب إضافته فتقول هذا ضارب زيد أمسي وأجاز الكسائي إعماله وجعل منه قوله تعالى وكلبهم باسط زراعيه بالوسيد فزراعيه منصوب بباسط وهو ماضي وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية انتهى وولي استفهام نو حرف ندى أو نفيا نوجا صفة أو مسندة أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله كأن يقع بعد الاستفهام نحو أضارب زيد عمراً أو حرف النداء نحو يا طالعاً جبلاً أو النفي نحو ما ضارب زيد عمراً أو يقع نعتاً نحو مرس برجل ضارب زيداً أو حالاً نحو جاء زيد راكباً فرساً ويشمل هذين قوله أو جاء صفة وقوله أو مسنداً معناه أنه يعمل إذا وقع خبراً وهذا يشمل خبر المبتدأ نحو زيد ضارب عمراً وخبر ناسخه أو مفعوله نحو كان زيد ضارباً عمراً وإن زيداً ضارب عمراً وظننت زيداً ضارباً عمراً وأعلمت زيداً عمراً ضارباً بكراً انتهى وقد يكون نعتمحذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف قد يعتبد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور ومنه قوله وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدماء فعينيه منصوب بمالئ ومالئ صفة لموصوف محلوف تقديره وكم شخص مالئ ومثله قوله كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعي التقدير كوعل ناطح صخرة انتهى وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضياً ومستقبلاً وحالاً لوقوعه حينئذ موقع الفعل إذ حق الصلة أن تكون جملة فتقول هذا الضارب زيداً الآن أو غداً أو أمسي هذا هو المشور من قول النحويين وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضياً ولا يعمل مستقبلاً ولا حالاً وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقاً وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما المصنف في التسهيل وزعم بنوه بدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضياً ومستقبلاً وحالاً باتفاق وقال بعد هذا أيضاً ارتضى جميع النحويين إعماله يعني إذا كان صلة لأل انتهى فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديه فيستحق ماله من عملي وفي فعيل قلز وفعلي يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعيل فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفعيل وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعيل فمن إعمال فعال ما سمعه سيبويه من قول بعضهم أما العسل فأنا شراب وقول الشاعر أخى الحرب لباساً إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقله فالعسل منصوب بشراب وجلالها منصوب بلباس ومن إعمال مفعال قول بعض العرب إنه لمنحار بوائكها فبوائكها منصوب بمنحار ومن إعمال فعول قول الشاعر عشية سعدى لو تراءت لراهب بدوم تتجر دونه وحجيج قلى دينه واهتاج للشوق إنها على الشوق إخوان العذاء هيوج فإخوان منصوب بهيوج ومن إعمال فعيل قول بعض العرب إن الله سميع دعاء من دعاه فدعاء منصوب بسميع ومن إعمال فعيل ما أنشده سيبويه حذر أموراً لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار وقوله أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرم لين لها فديد فأموراً منصوب بحذر وعرضي منصوب بمزق انتهى وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل ما سوى المفرد هو المثن والمجموع نحو الضاربين والضاربتين والضاربين والضراب والضوارب والضاربات فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط فتقول هذان الضاربان زيداً وهؤلاء القاتلون بكراً وكذلك الباقي ومنه قوله أوالثاً مكة من ورق الحمام أصله الحمام وقوله ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر انتهى وانسبد الإعمال تلواً واخفضي وهو لنصبي ما سواه مقتضي يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيداً فإن كان له مفعولاني وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر فتقول هذا معطي زيد درهماً ومعطي درهم زيداً انتهى وجرر أو انسب تابعاً الذي خفض كمبتغيجاه وما لم نهض يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب نحو هذا ضارب زيد وعمر وعمراً فالجر مراعاة للنفذ والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح والتقدير ويضرب عمراً أو مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور وقد روي بالوجهين قوله الواهب المئة الهجاني وعبدها عوذاً تزجي بينها أطفالها بنصب عبد وجره وقال الآخر هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخى عون بن مخراقي بنصب عبد أطفاً على محل دينار أو على إضمار فعل التقدير أو تبعث عبد رب انتهى وكل ما قرر لثني فاعلي يؤطثم مفعول بلا تفاضلي فهو كفعل صيغ للمفعول فيه معناه كالمعطاء كفافاً يكتفيه جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجرداً عمل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد وإن كان بالألف واللام عامل مطلقاً يثبت لسم المفعول فتقول أمضروب الزيدان الآن أو غداً أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غداً أو أمس وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول فيرفع المفعول كما يرفعه فعله فكما تقول ضرب الزيدان تقول أمضروب الزيدان وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب الآخر نحو المعطى كفافاً يكتفي فالمفعول الأول ضمير مستثر عائد على الألف واللام وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل وكفافاً المفعول الثاني انتهى وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعاً به فتقول في قولك زيد مضروب عبده زيد مضروب العبد فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعاً به ومثله الورع محمود المقاصد والأصل الورع محمود مقاصده ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل فلا تقول مررت برجل ضارب الأبي زيدان تريد ضارب أبوه زيدان أبنية المفادر فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد الفعل الثلاثي يجيء مصدره على فعل قياساً مضطرداً نص على ذلك سيبويه في مواضع فتقول رد رداً وضرب ضرباً وفهم فهماً وزعم بعضهم أنه لا ينقاس وهو غير السديد انتهى وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجو وكشلل أي يجيء مصدر فعل اللازم على فعل قياساً كفرح فرحاً وجوي جواً وشلت يده شللاً وفعل اللازم مثل قعدة له فعول باضطراب كغداً ما لم يكن مستوجباً فعالاً أو فعلاناً فدري أو فعالاً فأول لذي امتناع كأباً والثاني للذي اقتضى تقلباً لدى فعال أو لصوت وشمل سيراً وصوطان الفائل كفهل يأتي مصدر فعل اللازم على فعول قياساً فتقول قعد قعوداً وغدا غدواً وبكر بكوراً وأشار بقوله ما لم يكن مستوجباً فعالاً إلى آخره إلى أنه إنما يأتي مصدره على فعول إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال أو فعلان أو فعال الذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على امتناع كأبا إباءاً ونفر نفاراً وشرد شراباً وهذا هو المراد بقوله فأول لذي امتناع والذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب نحو طاف طوفاناً وجال جولاناً ونزى نزواناً وهذا معنى قوله والثاني للذي اقتضى تقلب والذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء أو صوت فمثال الأول سعل سعالاً وزكم زكاماً ومشى بطنه مشاءاً ومثال الثاني نعب الغراب نعاباً ونعق الراع نعاقاً وأزت القدر أزازاً وهذا هو المراد بقوله لدى فعال أو لصوت وأشار بقوله وشمل سيراً وصوتاً الفعيل إلى أن فعيلاً يأتي مصدراً لما دل على سير ولما دل على صوت فمثال الأول ذمل ذميلاً ورحل رحيلاً ومثال الثاني نعب نعيباً ونعق نعيقاً وأزت القدر أزازاً وصهلت الخيل صهيلاً فعولة فعالة لفعولة كسهل الأمر وزيد جزولة إذا كان الفعل على فعولة ولا يكون إلا لازماً يكون مصطره على فعولة أو على فعالة فمثال الأول سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة ومثال الثاني جزول جزالة وفصح فصاحة وضخم ضصامة انتهى وما أتى مخالفاً لما مضى فبابه النقل كسخط ورضى يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصطر الفعل الثلاثي وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس بل يقتصر فيه على السماع نحو السخط سقطاً ورضي رضاً وذهب ذهاباً وشكر شكراً وعظم عظمة انتهى وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وذكه تذكية وأجملا إجمال من تجملاً تجملاً واستعذ استعادة ثم أقم إقامة وغالباً ذاتا لزم وما يلي الآخر مد وافتحاً مع كثرة الوثال مما افتتحاً بهمز وصل كفطفاً وضم ما يربع في أمثال قد تلملماً ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي وهي مقيسة كلها فما كان على وزن فعل فإما أن يكون صحيحاً أو لا فإن كان صحيحاً فمصدره على تفعيل نحو قدس تقديساً ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليماً ويأتي أيضاً على وزن فعال كقوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابة ويأتي على فعال بتخفيف العين وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابة بتخفيف الذال وإن كان معتلاً فمصدره كذلك لكن تحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء فيصير مصدره على تفعيله نحو زكى تذكية ونذر مجيئه على تفعيل كقوله باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية وإن كان مهموزاً ولم يذكره المصنف هنا فمصدره على تفعيل وعلى تفعيلة نحو خطأ تخطيئاً وتخطئة وجزأ تجزيئاً وتجزئة ونبأ تنبيئاً وتنبيئة وإن كان على أفعل فقياس مصدره على إفعال نحو أكرم إكراماً وعوض عنها تاء التأنيث غالباً نحو أقام إقامة والأفر إقواماً فنقلت حركة الواوي إلى القاف وحذفت وعوض عنها تاء التاء التأنيث ففار إقامة وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة وقوله وغالباً ذات تالز إشارة إلى ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالباً وقد جاء حنفها كقوله تعالى وإقام الصلاة وإن كان على وزن تفعل فقياس مصدره تفعل بضم العين نحو تجمل تجملاً وتعلم تعلماً وتكرم تكرماً وإن كان في أوله همزة وصل كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره سواء كان على وزن انفعل أو استعل أو استفعل نحو انطلق انطلاقاً واصطفى اصطفاءاً واستخرج استخراجاً وهذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتح فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه إلى فائل كلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوماً نحو استعاذة استعاذة والأصل استعواذاً فنقلت حركة الواوي إلى العين وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التأني فصار استعاذة وهذا معنى قوله واستعذ استعاذة ومعنى قوله وضم ما يرضع في أمثال قد تلملم أنه إن كان الفعل على وزن تفعل يكون مصدره على تفعل بضمن رابعه نحو تلملم تلملماً وتدحرج تدحرجاً انتهى فعلال فعللة لفعل واجعل مقيساً ثانياً لا أولاً يأتي مصدر فعللة على فعلال كدحرج ذحراجاً وسرهف سرهافاً وعلى فعللة وهو المقيس فيه نحو دحرج ذحرجة وبهرج ذهرجة وسرهف سرهفة انتهى لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة كل فعل على وزن فاعلة تمصره الفعال والمفاعلة نحو ضارب ضراباً ومضاربة وقاتل قتالاً ومقاتلة وخاصم خصاماً ومخاصمة وأشار بقوله وغير ما مر إلى آخره إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه ومعنى قوله عاد له كان السماع له عديلاً فلا يقدم عليه إلا بثبت كقولهم في مصطر فعل المعتل تفعيلاً نحو باتت تنزي دلوها تنزية والقياس تنزية وقولهم في مصطر حوقل حيقالاً وقياسه حوقلة نحو دحرج دحرجة ومن ورود حيقال قوله يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال الرجال الموت وقولهم قولهم في مصطر تفعل تفعالاً نحو تملقة ملاقاً والقياس تفعل تفعلاً نحو تملقة تملقاً انتخل وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة إذا أريد بيان المرة من مصطر الفعل الثلاثي قيل فعلة بفتح الفاء نحو ضربته ضربة وقتلته قتلة هذا إذا لم يبنى المصطر على تاء التأنيف فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعمة ورحمة فإذا أريد المرة وصف بواحدة وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعلة بكثر الفاء نحو جلس جلسة حسنة وقعد قعدة ومات ميتة إغير ذي الثلاث بيت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة إذا أريد بيان المرة من مصطر المزيد على ثلاثة أحرف زيد على المصطر تاء التأنيف نحو أكرمته إكرامة وذحرجته ذحراجة وشذ بناء فعلة للهيئة من غير التلاثي كقولهم هي حسنة الخمرة فبنوا فعلة من اختمر وهو حسن العمة فبنوا فعلة من تعمر انتهى أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها كفاعل صغسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذى إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيئ به على مثال فاعل وذلك مقيص في كل فعل كان على وزن فعلة بفتح العين متعديا كان أو لازما نحو ضرب فهو ضارب وذهب فهو ذاهب وغذا فهو غاز فإن كان الفعل على وزن فاعلة بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو لازما إن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعل نحو ركب فهو راكب وعلم فهو عالم وإن كان لازما أو كان الثلاثي على فاعلة بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا وهذا هو المراد بقوله وهو قليل في فاعلة وفاعل غير معدى بل قياسه فاعل وأفعل فعلان نحو أشري ونحو الصديان ونحو الأجهري أي إتيان اسم الفاعل على فاعل قليل في فاعل بضم العين كقولهم حمض فهو حامض وفي فاعل بكسر العين غير متعدي نحو أمن فهو آمن وسلم فهو سالم وعقرت المرأة فهي عاقر بل قياس اسم الفاعل من فاعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فاعل بكسر العين نحو نظر فهو نظر وبطر فهو بطر وأشر فهو أشر أو على فعلان نحو عطش فهو عطشان وصدي فهو صديان أو على أفعل نحو نحو سود فهو أسود وجاهر فهو أجهر انتهى وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل كضخم فهو ضخم وشهما فهو شهم وعلى فعيل نحو جمل فهو جميل وشرف فهو شريف ويقل مجيء اسم فاعله على أفعل نحو خضب فهو أخضب وعلى فعل نحو بطل فهو بطل وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المسطوح العين أن يكون على فاعل وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا نحو طابة فهو طيب وشاخة فهو شيخ وشابة فهو أشيب وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل انتهى وزنة المضارع اسم فاعلي من غير ذي التلاف كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم مين زائد قد سبقا وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر يقول زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرط زينة المضارع منه بعد زيادة المين في أوله مضمومة ويكسر ما قبل آخره مطلقا أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل ودحرج يدحرز فهو مدحرج وواصل يواصل فهو مواصل وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج وتعلم يتعلم فهو متعلم فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرط أتيت به على وزن اسم الفاعل ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر نحو مضارب ومقاتل ومنتظر انتهى وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرد زينة مفعول كآت من قفد إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيئ به على زينة مفعول قياسا مضطربا نحو قفدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب ومررت به فهو ممرور به انتهى وناب نقلا عنه ذو فعيلي نحو فتاة أو فتا كحيلي ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح وفتاة كحيل وفتا كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكقول ومقتول ولا ينقاس ذلك في كل شيء بل يقتصر فيه على السماع وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فعيلي وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر فقد قال والده في التسهيل من باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم وقال في باب التذكير والتأنيث وفوق فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا وهذا لا يقتضي نفي الخلاف وقد يعتذر عن ابن المصنف لأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينب عن مفعول يعني نيابة مطلقة أي في كل فعل وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتا كحيل على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبده بجريح وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة انتهى الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحفن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفطيل والصفة المشبهة وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعل هذه نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب والأصل حسن وجهه ومنطلق اللسانه وطاهر قلبه فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية ولسان مرفوع بمنطلق وقلبه مرفوع بطاهر وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات فلا تقول زيد ضارب الأب عمرا تريد ضارب أبوه عمرا ولا زيد قائم الأب غدا تريد زيد قائم أبوه غدا وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه فتقول زيد مضروب الأبي وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة وفوقها من لازم لحاضر تطاهر القلب جميل الظاهر يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد فلا تقول زيد قاتل أبي بكرا تريد قاتل أبوه بكرا بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر ولا تكون إلا للحال وهو المراد بقوله لحاضر فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أنسي ونبه بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر على أن صفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين أحدهما ما وازن المضارع نحو طاهر القلب وهذا قليل فيها والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأبي وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحو منطلق اللسان وعمل اسم فاعل المعد لها على الحد الذي قد حد أي يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعد وهو الرفع والنصب نحو زيد حسن حسن للوجه ففي حسن ضبير مرفوع هو الفاعل والوجه منصوب على التشريه بالمفعول به لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل وهو أنه لابد من اعتمادها كما أنه لابد من اعتماده انتهى وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب ولم تعمل إلا في سببي نحو زيد حسن وجهه ولا تعمل في أجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا انتهى فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون المصحوب أل ومططل بها مضاف أو مجردا ولا تجرر بها مع ألسما من الخلا ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز وسم الصفة المشبهة إما أن تكون بالأرف واللام نحو الحسن أو مجردة عنهما نحو حسن وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل نحو الحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه الخامس أن يكون مجردا من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجه وحسن وجه فهذه اثنة عشرة مسألة والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر فيتحصل حينئذ 36 صورة وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة وانصب وجر مع أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن مصحوب أي المعمول المصاحبة لأل نحو الوجه ومتطف خ بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أل نحو وجه الأبي والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أبي وأشار بقوله ولا تجرر بها مع أل إلى آخره إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجوال بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة نحو الحسن وجه فمعنى كلامه ولا تجرر بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع أل إثما خلى من أل أو خلى من الإضافة لما فيه أل وذلك كالمسائل الأربع وما لم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه والحسن وجه الأبي وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال انتهى التعجب بأفعل انطق بعدما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور بها وتلو أفعل انصبنه كما أو فاخلي لينا وأصدق بهما للتعجب الصيغتان إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول أي انطق بأفعل بعدما للتعجب نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا أو جئ بأفعل قبل مجرور بها نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبوي وأحسن فعل ماضي فاعله ضمير مستفر عائد على ما وزيدا مفعول أحسن والجملة خبر عن ما والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا وكذلك ما أوفى خليلينا وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب للأمر وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به يا المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله وعلى فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه في قوله ومستبدل من بعد غضب صريمة فأحر به من طول فقر وأحرية قاد وأحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف وأشار بقوله وتل وأفعل إلى أن تالي أفعل ينصب لكونه مفعولا نحو ما أوفى خليلينا ثم مثل بقوله وأصدق بهما للصيغة التانية وما قدمناه من أن ما نكرة تامة هو الصحيح والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا وذهب الأخفش إلى أنها موصولة والجملة التي بعدها صلتها والخبر محذوف والتقدير الذي أحسن زيدا شيء عظيم وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير أي شيء أحسن زيدا وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة والجملة التي بعدها صفة لها والخبر محذوف والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم انتهى وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل إذا دل عليه ذليه فمثال الأول قوله أرى أم عمر دمعوها قد تحدر بكاء على عمر وما كان أصبر التقدير وما كان أصبرها فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للدلالة عليه بما تقدم ومثال الثاني قوله تعالى أسمع بهم وأبصر والتقدير والله أعلم وأبصر بهم فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه وقول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغن يوما فأجدري أي فأجدر به فحذف المتعجب منه بعد أفعل وإن لم يقم معطوفا على أفعل مثله وهو شاب انتهى وفي كل الفعلين قدما لزم منع تصرف بحكم حتم لا يتصرف فعلات تعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة فلا يستعمل من أفعل غير الماضي ولا من أفعل غير الأمر قال المصنف وهذا مما لا خلاف فيه انتهى وصغهما من ذي ثلاث صرفة قابل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيلا فعلا يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلات تعجب سروط سبعة أحدها أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان مما زاد عليه نحو دحرج وانطلق واستخرج التاني أن يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسى وليس الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة فلا يبنيان من مات وفني ونحوهما إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء الرابع أن يكون تاما واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو كان وأخواتها فلا تقول ما أكون زيدا قائما وأجازه الكفيون الخامس أن لا يكون منفيا واحترز بذلك من المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء أي من تفع به أو جوازا نحو ما ضربت زيدا السادس أن لا يكون الوصف منه على أفعال واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان كسود فهو أسود وحمر فهو أحمر والعيوب كحول فهو أحوال وعور فهو أعور فلا تقول ما أسوده ولا ما أحمره ولا ما أحوله ولا ما أعوره ولا أعور به السادس أن لا يكون مبنيا للمفعول نحو ضرب زيدا فلا تقول ما أضرب زيدا تريد يستعجب من ضرب أوقع به لألا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه انتهى وأشدد أشد أو شبههما يخلفما بعض الشروط عدمة ومفطر العادن بعد ينتصد وبعد أفعل جره بالبا يجد يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه وينصب مفطر ذلك الفعل العادن الشروطة بعد أفعل مفعولا ويجر بعد أفعل بالبا فتقول ما أشد دحرجته واستخراجه وأشدد بدحرجته واستخراجه وما أقبح عوره وأقبح بعوره وما أشد حمرته وأشدد بحمرته انتهى وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه كقولهم ما أخصاه من اختصر فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول وكقولهم ما أحمقه فبنوا أفعل من فعل الوصف منه على أفعل نحو حمق فهد أحمق وقولهم ما أعساه وأعس به فبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير متصرف انتهى وفعل هذا الباب ليقدم معموله ووصله بملزمة وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه فلا تقول زيدا ما أحسن ولا ما زيدا أحسن ولا بزيد أحسن ويجب وصله بعامله فلا يفصل بينهما بأجنبي فلا تقول فيه ما أحسن معطيك الدرهمة ما أحسن الدرهمة معطيك ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره فلا تقول ما أحسن بزيد مارا تريد ما أحسن مارا بزيد ولا ما أحسن عندك جالسا تريد ما أحسن جالسا عندك فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله الخلاف والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما ونسب الصيمري المنع إلى سيبوي ومما ورد فيه الفصل في النسر قول عمر بن معدي كرب لله در بني سلين ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللزبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها وقول علي كرم الله وجهه وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه أعزز علي أبا ليقضاني أن أراك صريعا مجدلا ومما ورد منه في النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة وقوله خلي لي ما أحرى بذي اليب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر انتهى نعم وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسنين مقارني أل أو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرم ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره مذهب جمهور النحويين أن نعم وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيف الساكنة عليهما نحو نعمة المرأة هند وبئسة المرأة ذعد وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنه مسمان واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير وقول الآخر والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة وقرج على جعل نعم وبئس معمولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور بالحرف لا نعم وبئس والتقدير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير وما هي بولد مقول فيه نعم الولد فحذف الموصوف والصفة وأقيم المعمول مقامهما على بقاء مع بقاء نعم وبئس على فعليتهما وهذا من الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي ولابد لهما من مرفوع هو الفاعل وهو على ثلاثة أقسام الأول أن يكون محلم بالألف واللام نحو نعم الرجل زيد ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير واختلف في هذه اللام فقال قوم هي للجنس حقيقة فمدحت الجنس كله من أجل زيد ثم خصفت زيدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين وقيل هي للجنس مجازا وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة وقيل هي للعهد التالي أن يكون مضافا إلى ما فيه أل كقوله نعم عقب الكرم ومنه قوله تعالى ولنعم دار المتقين الثالث أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو نعم قوما معشره ففي نعم ضمير مستثر يفسره قوما ومعشره مبتدأ وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعم وهو الفاعل ولا ضمير فيها وقال بعض هؤلاء إن قوما حال وبعضهم إنه تمييز ومثل نعم قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا وقول الشاعر لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحني وقول الآخر تقول عرسي وهي لي في عومرة بئس مرأ وإنني بئس المرة انتهى وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعم وأخواتها فقال قوم لا يجوز ذلك وهو المنقول عن سيبويه فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيقه وقوله تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما نحو نعم الرجل فارسا زيد وإلا فلا نحو نعم الرجل رجلا زيد فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا نحو نعم رجلا زيد انتهى وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل تقع ما بعد نعم وبئس فتقول نعم ما أو نعم وبئس ما ومنه قوله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم واختلف فيما هذه فقال قوم هي نكيرة منصوبة على التمييز وفاعل نعم ضمير مستفر وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبوي انتهى ويذكر المخصوص بعد مبتدى أو خبر اسم ليس يبدو أبدا يذكر بعد نعم وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذنب وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأا وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمر ونعم رجلا زيد وبئس رجلا عمر وفي إعرابه وجهان مشهوران أحدهما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد وهو عمر أي الممدوح زيد والمزموم عمر ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول وقيل هو مبتدأ خبره محذوف والتقدير زيد الممدوح انتهى وإن يقدم مشعر به كفا كالعلم نعم المقتنى والمقتفة إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا كقوله تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي نعم العبد أيوب فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لذلالة ما قبله عليه انتهى واجعلك بئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة تستعمل ساء في الذن استعمال بئسة فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئسة وهو المحل بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد والمضمر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلا زيد ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا ويدكر بعدها المخصوص بالذن كما يذكر بعد بئسة وإعرابه كما تقدم وأشار بقوله وجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه سعل على فعل لقفض المبح أو الذن ويعامل معاملة نعم وبئسة في جميع ما تقدم لهما من الأحكام فتقول شرف الرجل زيد ولأم الرجل بكر وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنوه به وفرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجاهل وسمع إلى فعل بضم العين لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كثرة عينها ولم تحولها إلى الضم فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها فتقول علم الرجل زيد وجهل الرجل عمر وسمع الرجل بكر انتهى ومثل نعمة حبذ الفاعل ذا وإن ترد ذم من فقل لا حب ذا يقال في المدح حب ذا زيد وفي الذم لا حب ذا زيد كقوله ألا حب ذا أهل الملى غير أنه إذا ذكرت مي فلا حب ذا هي واختلف في إعرابها فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض وذا فاعل وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذور وتقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد واختاره المصنف وذهب المبرد في المقتضب وابن السراج في الأصول وابن هشام اللخني واختاره ابن أصفور إلى أن حب ذا إسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر فركبت حب مع ذا وجعلتا إسما واحدا وذهب قوم منهم ابن دروستويه إلى أن حب ذا فعل ماض وزيد فاعل فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا وهذا أضعف المذاهب انتهى وأولد المخصوص أيًا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل أي أوقع المخصوص بالممدوح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيف والتثنية والجمع ولا تغير ذا لتغير المخصوص بل يلزم الإفراد والتذكير وذلك لأنها أشبهت المثل والمثل لا يغير فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمتنى والجمع بهذا اللفظ فلا تغيره تقول حب ذا زيد وحب ذا هند والزيدان والهندان والزيدون والهندات فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير ولو خرجت لقيل حب ذي هند وحب ذا الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندات انتهى وما سوى ذا رفع بحبة أو فجر بالبا ودون ذا نظمام الحا كثر يعني أنه إذا وقع بعد حبة غير ذا من الأشماء جاز فيه وجهان الرفع بحبة نحو حبة زيد والجر بباء زائدة نحو حبة لزيد وأصل حبة حبوبة ثم أضغمت الباء في الباء فصار حبة ثم إن وقع بعد حبة ذا وجب فتح الحا فتقول حب ذا وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحا وفتحها فتقول حبة زيد وحبة زيد وروي بالوجهين قوله فقلت قتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتلوا انتهى أفعل التفضيل فاغ من مصوغ لنه للتعجب أفعل للتفضيل وأبل لدء به يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل فتقول زيد أفضل من عمر وأكرم من خالد كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم زيدا ومن تنع بناء فعل التعجب منه تنع بناء أفعال التفضيل منه ولا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج ولا من فعل غير متصرف كنعمة وبئسة ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات وفنية ولا من فعل نقص ككان وأخواتها ولا من فعل منفي نحو ما عاج وما ضرب ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو حمرة وعورة ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجنة وشد منه قولهم هو أخصر من كذا فبنوا أفعل التفضيل من اختصرة وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول وقالوا أسود من حلك الغرابي وأبيض من اللبن فبنوا على أفعل التفضيل شذوذا من فعل الوصف منه على أفعل انتهى وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب فكما تقول ما أشد استخراجه تقول هو أشد استخراجا من زين وكما تقول ما أشد حمرته تقول هو أشد حمرة من زين لكن المصطر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا وها هنا ينتصب تمييزا انتهى وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال الأول أن يكون مجردا الثاني أن يكون مضافا الثالث أن يكون بالألف واللم فإن كان مجردا فلابد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل عليه نحو زيد أفضل من عمر ومررت برجل أفضل من عمر وقد تحدث من ومجرورها للدلالة عليهما كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي وأعز منك وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تفحبه من فلا تقول زيد الأفضل من عمر ولا زيد أفضل الناس من عمر وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها وهو كثير في القرآن وقد تحدث منه وهو غير خبر كقوله دنوتي وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضللة فأجمل أفعل تفضيل وهو منصوب على الحال من التائف دنوتي وحدثت منه من والتقدير دنوتي أجمل من البدري وقد خلناك كالبدري ويلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى هذا أشار بقوله وإن لمن كور يضف أو جرد ألزم تذكيرا وأي وحدا فتقول زيد أفضل من عمر وأفضل رجل وهند أفضل من عمر وأفضل ماء والزيدان أفضل من عمر وأفضل رجل وهند أفضل من عمر وأفضل امرأة والزيدان أفضل من عمر وأفضل رجلين والهندان أفضل من عمر وأفضل امرأتين والزيدون أفضل من عمر وأفضل رجال والهندات أفضل من عمر وأفضل نساء فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا ولا يؤنث ولا يهتنى ولا يجمع وتلم الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن إذا كان أفعل التفضيل بأل لزمت مطابقته لما قبله من الإفراد والتذكير وغيرهما فتقول زيدن الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون باسم الفاعل وأفعل التفضيل والمؤول بالمشتقي كسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا أي المشار إليه وكذا ذو بمعنى صاحب والموصولة نحو مررت برجل ذي مال أي صاحب مال وبزيد ذو قام أي القائم والمنتسب نحو مررت برجل قرشي أي منتسب إلى قريش ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا وهي مؤولة بالنكرة ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم ولا تنعت بها المعرفة فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلق منه النهار وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني فنسلخ صفة للليل ويسبني صفة لللئيم ولا يتعين ذلك لجواز كون نسلخ ويسبني حالي وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لابد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف وقد يحدث للدلالة عليه كقوله وما أدري أغيرهم تنائن وطول الدهر أمال أصابه التقدير أمال أصابوه فحذف الهار وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تجزي فيه فحذف فيه وفي كيفية حذفه قولان أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة والثاني أنه حذف على التدريج فحذف فيه أولا فتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزي انتهى وامنع هنا إيقاع ذا في الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصدي لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تقول مررت برجل ضربه وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري فتقول زيد ضربه ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفتان قال وامنع هنا إيقاع ذا الجملة الطلبية أي يمنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعس وإن كان لا يمتنع في باب الخبر ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الزئب قط ظاهر هذا أن قوله هل رأيت الزئب قط صفة لمذق وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره بل هل رأيت الزئب قط معمول لقول مضمر وهو صفة لمذق والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الزئب قط فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد ضربه زيد مقول فيه ضربه فالجواب أن فيه خلافا فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك ومذهب الأكثرين عدم التزام انتهى ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزم الإفراد والتذكيرا يكثر استعمال المصدر نحو مررت برجل عدل ويلزم حينئذ الإفراد والتذكير فتقول مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبامرأتين عدل وبنساء عدل وانعت به على خلاف الأصل لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه وهو مؤول إما على وضع عدل موضع عادل أو على حدث مضاف والأصل مررت برجل ذي عدل ثم حدث ذي وأقيم عدل مقامه وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازا أو ادعاء انتهى ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فالرقه لا إذا اتلف إذا نعت غير الواحد فإما أن يختلف النعت أو يتفق فإن اختلف وجب التفريق بالعطف فتقول مررت بالزيدين الكريم والبخير وبرجال فقيه وكاسب وشاعر وإن اتفق جيء به مثنا أو مجموعة نحو مررت برجلين كريمين وبرجال كورما انتهى ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثنى إذا نعت معمولان لعاملين متحدين المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعا ونصدا وجرا نحو ذهب زيد وانطلق عمر العاقلان وحدثت زيدا وكلمت عمرا للكريمين ومررت بزيد وجزت على عمر الصالحين فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع فتقول جاء زيد وذهب عمر العاقلين بالنصد على إضمار فعل أي أعني العاقلين وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان وتقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفين أي أعني الظريفين أو الظريفان أي هما الظريفان ومررت بزيد وجاولت خالدا الكاتبين أو الكاتبان انتهى وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا وجب إتباعها كلها فتقول مررت بزيد الفقيه الشائر الكاتب انتهى وقطع أو اتبع إن يكن معين بدونها أو بعضها اقطع معلنا إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعها الإتباع والقطع وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع انتهى وارفع أو انصب إن قطعت مضمرة مبتدأ أو ناصبا لن يظهر أي إذا قطع النعث عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار فعل نحو مررت بزيد الكريم أو الكريمة أي هو الكريم أو أعني الكريمة وقول المصنف لي يظهر معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب ولا يجوز إظهاره وهذا صحيح إذا كان النعث لمدح نحو مررت بزيد الكريم أو ذم نحو مررت بعمر الخبيث أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار نحو مررت بزيد الخياط أو الخياط وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعني الخياط والمراد بالرافع والناصب لفظة هو أو أعني وما من المنعوت والنعث عقل يجوز حذف هو في النعث يقل أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعث مقامة إذا دل عليه دليل نحو قوله تعالى أنعم السابغات أي دروع السابغات وكذلك يحذف النعث إذا دل عليه دليل لكنه قليل ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق أي البين وقوله تعالى إنه ليس من أهلك أي الناجين انتهى التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكذ مع ضمير طابق المؤكدة واجمعهما بأسؤل انتبع ما ليس واحد تكن متبعة التوكيد قسمانج أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي والثاني التوكيد المعنوي وهو على ضربين أحدهما ما يرفع توههم مضاف إلى المؤكد وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان النفس والعين وذلك نحو جاء زيد نفسه فنفسه توكيد لزيد وهو يرفع توههم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله وكذلك جاء زيد عينه ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد نحو جاء زيد نفسه أو عينه وهند نفسها أو عينها ثم إن كان المؤكد بهما مثنا أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما والهندان أنفسهما أو أعينهما والزيدون أنفسهم أو أعينهم والهندات أنفسهن أو أعينهن انتهى وكل نذكر في الشمول وكلا كل تاجني عند الضمير موصلة هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول والمستعمل لذلك كل وكل وكلتا وجميع فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه نحو جاء الركب كله أو جميعه والقليلة كلها أو جميعها والرجال كلهم أو جميعهم والهندات كلهم أو جميعهم ولا تقول جاء زيد كله ويؤكد بكل المثنى المذكر نحو جاء الزيدان كلاهما وبكلتا المثنى المؤنث نحو جاءت الهندان كلتاهما ولابد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل انتهى تعمل أيضا تكل فاعل من عمة التوكيد مثل النافلة أي استعمل العرب للدلالة على الشمول تكل عامة مضافا إلى ضمير المؤكد نحو جاء القوم عامتهم وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد وقد عدها سيبويت وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة لأن أكثر النحويين لم يذكرها انتهى وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمع أي يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قفض الشمول فيؤتى بأجمع بعد كله نحو جاء الركب كله أجمع وبجمعاء بعد كلها نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء وبأجمعين بعد كلهم نحو جاء الرجال كلهم أجمعون وبجمع بعد كلهن نحو جاءت الهندات كلهن جمع انتهى ودون 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 قد يجيء أجمع جمع أجمعون ثم جمع أي قد ورد استعمال العرب أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله نحو جاء الجيش أجمع واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم نحو جاء القوم أجمعون واستعمال جمع غير مسبوقة بكلهن نحو جاء النساء جمع ودعم المصنف أن ذلك قليل ومنه قوله يا ليتني كنت صبيا مرضع تحملني الذلفاء حولا أكتع إذا بكيت قبلتني أربع إذا انظللت الدهر أبكي أجمع انتهى وإن في التوكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شميل مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك نحو صمت شهرا كله ومنه قوله تحملني الدلفاء حولا أكتع وقوله قد فرت البكرة يوما أجمع انتهى واغنب كلتا في متنى وكلا عن وزن فعلاء أو وزن أفعلاء قد تقدم أن المتنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وبكلتا ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك فلا تقول جاء الجيشان أجمعان ولا جاء القبيلتان جمعوان استغناء بكلا وكلتا عنهما وأجاز ذلك الكوفيون انتهى وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لي التزم لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين إلا بعد توكيده بضمير منفصل فتقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم ولا تقول قوموا أنفسكم فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك تقول قوموا كلكم أو قوموا أنتم كلكم وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع بأن كان ضمير نصب أو جر فتقول مررت بك نفسك أو عينك ومررت بكم كلكم ورأيتك نفسك أو عينك ورأيتكم كلكم انتهى وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقول كدرج درج هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد وهو التوكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ بعينه اعتناء به نحو ادرج ادرج قوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دك دك ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد نحو مررت بك بك ورغبت فيه فيه ولا تقول مررت بك ك انتهى كذل حروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكذل أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد نحو إن زيدا إن زيدا قائم وفي الدار في الدار زيد ولا يجوز إن إن زيدا قائم ولا في في الدار زيد فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلا وجير وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده فيقال لك أقام زيد فتقول نعم 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 أو لا لا وألم يقم زيد فتقول بلى بلى انتهى ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل أي يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان نحو كنت أنت أو منصوبا نحو أكرمتني أنا أو مجرورا نحو مررت به هو والله أعلم انتهى العطف العطف إما ذو بيان أو نسق والغرض الآن بيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة العطف كما ذكر ضربان أحدهما عطف النسق وسيأتي والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله نحو أقسم بالله أبو حف عمر فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حف فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة به وخرج بما بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لأنهما لا يوضحان مسبوعهما والبدل الجامد لأنه مستقل إنتهى فأوليا من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي لما كان عطف البيان مشبه للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت فيوافقه في إعراضه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره أو تأنيسه وإفراده أو تثنيته أو جمعه إنتهى فقد يكونان مغنكرين كما يكونان معرفين ذكر أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين قيل ومن تنكيرهما قوله تعالى توقد من شجرة مباركة زيتون وقوله تعالى ويسقى من ماء صديد فزيتونة عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لماء انتهى وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا نحو ضربت أبا عبد الله زيدا واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما أن يكون التابع عطف بيان الأولى أن يكون التابع مفردا معرفة معربا والمسبوع منادى نحو يا غلام يعمر يعمر فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية التكرار العامل فكان يجب بناء يعمر على الضم لأنه لو نفظ بيا معه لكان كذلك الثانية أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل وقد أضيفت إليه صفة بأل نحو أنا الضارب الرجل زيد فيتعين كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا من الرجل لأن البدل على نية تكرار العامل فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو ما أضيف إلى أنا الضارب الرجل زيد قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوع فبشر عص بيان ولا يجوز كونه بدلا إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي وقفض بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي انتهى عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق كخصص بود وثناء من صدق عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها كأخصص بود وثناء من صدق فخرج بقوله المتوسط إلى آخره بقية التوارع انتهى فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أموك فيك صدق ووفا حروف العطف على قسمين أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا أي لفظا وحكما وهي الواو نحو جاء زيد وعمر وثم نحو جاء زيد ثم عمر والثاء نحو جاء زيد فعمر وحتى نحو قدم الحجاج حتى المشات وأم نحو أزيد عندك أم عمر وأو نحو جاء زيد أو عمر والثاني ما يشرك لفظا فقط وهو المراد بقوله وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو مرء لكن طلا هذه الثلاثة تشرك الثانية مع الأول في إعرابه لا في حكم نحو ما قام زيد بل عمر وجاء زيد لا عمر ولا تضرب زيدا لكن عمرا انتهى فعطت بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها فالواو لمطلق الجمع عند البصري فإذا قلت جاء زيد وعمر دل ذلك على جتماعهما في نسبة المجيء إليهما واحتمل كون عمر جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له وإنما يتبين ذلك بالقرينة نحو جاء زيد وعمر بعده وجاء زيد وعمر قبله وجاء زيد وعمر معه فأطف لها اللاحق والسابق والمصاحب ومذهب الكفيين أنها للترتيب ورد بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا انتهى واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كصف هذا وابني اختصت الواو من بين حروف العطف بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه نحو اختصم زيد وعمر ولو قلت اختصم زيد لم يجوز ومثله اختصت هذا وابني وتشارك زيد وعمر ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف فلا تقول اختصم زيد فعمر ولا ثم عمر انتهى والفاء للترتيب لاتصال وثم للترتيب لانفصال اي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به وثم على تأخره عنه منفصلا اي متراخيا عنه نحو جاء زيد فعمر ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوى وجاء زيد ثم عمر ومنه قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطف انتهى واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر انه الصلة اختصت الفاء بانها تعطف ما لا يصلح ان يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح ان يكون صلة لاجتماله على الضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الزباب ولو قلت ويغضب زيد او ثم يغضب زيد لم يجوز لان الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الزباب جال لانك اتيت بالضمير الرابط انتهى بعضا حتى اعطف على كل ولا يكون الا غاية الذي تلى يشترط في المعفوف بحتى ان يكون بعضا مما قبله وغاية له في زيادة او نقص نحو مات الناس حتى الانبياء وقدم الحجاج حتى المشات انتهى وانبها اعطف اثر همز التسوية او همزة عن لفظ اي مغنية ام على قسمين منقطعة وستأتي ومتصلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية نحو سواء علي اقمت ام قعدت ومنه قوله تعالى سواء علينا اجزعنا ام صبرنا والتي تقع بعد همزة مغنية عن اي نحو ازيد عندك ام عمر اي ايهما عندك انتهى وربما اشقطت الهمزة ان كان خف المعنى بحذفها امين اي قد تحدث الهمزة يعني همزة التسوية والهمزة المغنية عن اي عند امن لبشي وتكون ام متصلة كما كانت والهمزة موجودة ومنه قراءة ابن محيص سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم باسقاف الهمزة من انذرتهم وقول الشاعر لعمر كما ادري وان كنت داريا بسبع رمين الجمر ام بثمان اي ابسبع انتهى وبانقصاع وبمعنى بل وفت انتك مما قيدت به خلت اي اذا لم يتقدم على ام همزة التسوية ولا همزة مغنية عن اي فهي منقفعة وتفيد الاضراب كبل فقوله تعالى لا ريب فيهم الرب العالمين ام يقولون افتراه اي بل يقولون افتراه ومثله انها لابل انشاء اي بل هي شاء انتهى خير ابح قسم بأو وابهم واشكك واضراب بها اي ظن نمي اي تستعمل او للتخيير نحو خذ من مالي درهما او دينارا وللاباحة نحو جالس الحسن او ابن سيرين والفرق والفرق الاباحة والتخيير ان الاباحة لا تمنع الجمعة والتخيير يمنعه وللتقسيم نحو الكلمة اسم او فعل او حرف وللابهام على السامع نحو جاء زيد او عمر اذا كنت عالما بالجاء منهما وقفت الابهام على السامع ومنه قوله تعالى وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين وللشك نحو جاء زيد او عمر اذا كنت شاك في الجاء منهما وللاضراب كقوله ماذا ترى في عيال قد برنت بهم لم احص عدتهم الا بعدادي كانوا ثمانين او زادوا ثمانية لولا رجاءك قد قتلت اولادي اي بل زادوا وربما عاقبت الوا واذا لم يلفز النطق للبس منفذ قد تستعمل او بمعنى الوا عند امن اللبس كقوله جاء الخلافة او كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدري اي وكانت له قدرا ومثل ومثل او في القصد اما الثانية في نحو اما دي وام النائية يعني ان اما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده او من التخيير نحو خذ من مالي اما درهما واما دينارا والاباحة نحو جالس اما الحسنة واما بن سيرين والتقسيم نحو الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف والابهام والشك نحو جاء اما زيد واما عمر وليست اما هذه عاطفة خلافا لبعضهم وذلك لدخول الواوي عليها وحرف العاطف لا يدخل على حرف العاطف انتهى واو للاك نفيا ونهيا ولا نداء امرا او ثبات تلا اي انما يؤطف بلاك بعد النفي نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا ويؤطف بلا بعد النداء نحو يا زيد لا عمر والامر نحو اضرب زيدا لا عمرا وبعد الاثبات نحو جاء زيد لا عمر ولا يعطف بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمر ولا لا يعطف بلاك في الإثبات نحو جاء زيد لكن عمرون انتهى وبل كلاك بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها وانقل بها للثان حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي يعطف ببل في النفي والنهي فتكون كلاك في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها نحو ما قام زيد بل عمر ولا تضرب زيدا بل عمرا فقررت النفي والنهي السابقين وأثبتت القيام لعمر والأمر بضربه ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه نحو قام زيد بل عمر واضرب زيدا بل عمرا انتهى وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل واجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين فقوله وآباؤكم معطوفا على الضمير في كنتم وقد فصل بأنتم وورد أيضا الفصل بغير الضمير وإليه أشار بقوله أو فاصل ما وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك وزيد ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح فمن معطوفة على الواو في يدخلونها وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو الهاء من يدخلونها ومثله الفصل بلا نافية كقوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا فآباؤنا معطوف على نا وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو اضرب أنت وزيد ومنه قوله تعالى أشق أنت وزوجك الجنة فزوجك معطوف على الضمير المستتر فيه أشق وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت وأشار بقوله وبلا فصل يريد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل كقوله قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاجل فلا تعسفن رملة فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر فيه أقبلت وقد ورد ذلك في النثر قليلا حكى سبويه رحمه الله تعالى مررت برجل سواء والعدم برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر فيه سواء وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل نحو زيد ما قام إلا هو وعمر وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل نحو زيد ضربته وعمرا وما أكرمت إلا إياك وعمرا وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له نحو مررت بك وبزيد ولا يجوز مررت بك وزيد هذا مذهب الجمهور وأجاز ذلك الكفيون واختاره المصنف وأشار إليه بقوله وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخطب لازما ولا أقول به لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض فمن النثر قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام عطفا على الهائل المجرورة بالباء ومن النظم ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب ثما بك والأيام من عجري بجر الأيام عطفا على الكافي المجرورة بالباء والفاء والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهيا فردت بعط عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوه من التقي قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة ومنها قوله ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر فحدث أفطر والفاء الدالة عليه وكذلك الواو ومنه قولهم راكب الناقة طليحاني أي راكب الناقة والناقة طليحاني وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله ومنه قوله إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلنا العيون والفعل المحذوف معطوف على زججنا انتهى وحذف متبوع بداه نشتبح وعطفك الفعل على الفعلية صح قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه وجعل منه قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم قال الزمخشري التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم وأشار بقوله وعطفك الفعل إلى آخره إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال نحو يقوم زيد ويقعد وجاء زيد ورخب واضرب زيدا وقم انتهى وعطف على اسم شبه فعل فعل وعكسا استعمل تجده سهلا يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه ويجوز أيضا عكس هذا وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم فمن الأول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعة وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقردوا الله ومن الثاني قوله فألفيته يوما يبير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابرة وقوله بات يغشيها بعض باتر يقصد في أسوقها وجائري فمجر معطوف على يبير وجائري معطوف على يقصد انتهى البدل التابع المقصود بالحقن بلا واسطة هو المسمى بدله البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة فالتابع جنس والمقصود بالنسبة فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمر فإن عمرا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل وأخرج المعطوف بالواوي ونحوها فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة انتهى مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل وذال لضرابعز إن قصدا فحب ودون قصد غلط به سلب كذره خالدا وقبله اليدا وعرفه حقه وخذ نبلا مدى البدل على أربعة أقسام الأول بدل الكل من الكل وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى نحو مررت بأخيك زيد وذره خالدا الثاني بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليدا الثالث بدل الاجتمال وهو الدال على معنى في متبوعه نحو أعجبني زيد علمه وعرفه حقه الرابع البدل المباين للمبدل منه وهو المراد بقوله أو كمعفوف ببل وهو على قسمين أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو ويسمى بدل الإضراب وبدل البداء نحو أكلت خبزا لحما قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا ثم بدى لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا وهو المراد بقوله وذال الإضراب عزو إن قصدا صحب أي البدل الذي هو كمعفوف بل أنسبه للإضراب إن قصد متبوعه كما يقصد هو الثاني ما لا يقصد متبوعه بل يكون المقصود البدل فقط وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه ويسمى بدل الغلط والنسيان نحو رأيت رجلا حمارا أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلد أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط لأنه مزيل الغلط الذي سبق وهو ذكر غير المقصود وقوله خذ نبلا مدى يطفح أن يكون مثالا لكل من القسمين لأنه إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضراب وإن قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط انتهى ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اجتمالا كإنك بتهاجك اجتمالا أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل وقتضى الإحاطة والشمول أو كان بدل اجتمال أو بدل بعض من كل فالأول كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا فأولنا بدل من الضمير المجرور بالله وهو ناء فإن لم يدل على الإحاطة انتنع نحو رأيتك زيدا والثاني كقوله ذريني إن أمرك لي طاعة وما ألفيتني حلمي مضاعة فحلمي بدل اجتمال من الياء في ألفيتني والثالث كقوله أوعدني بالسجن والأداهمي رجلي فرجلي شثنة المناسمي فرجلي بدل بعض من الياء في أوعدني وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تنسيله وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا نحو زره خالدا انتهى وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل نحو من ذا أسعيد أم علي ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة انجلة أو اقتضى بعضا أو اجتمالا كإنك بتهاجك استمالا أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل وقتضى الإحاطة والشمول أو كان بدل اجتمال أو بدل بعض من كل فالأول كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو نا فإن لم يدل على الإحاطة امتنع نحو رأيتك زيدا والثاني كقوله ذريني إن أمرك لي طاعة وما ألفيتني حلمي مضاعة فحلمي بدل اجتمال من الياء في ألفيتني والثالث كقوله أوعدني بالسجن والأداهمي رجلي فرجلي شسنة المناسمي فرجلي بدل بعض من الياء في أوعدني وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تنسيله وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا نحو زره خالدا وبدل المضمن الهمزيلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل نحو من ذا أسعيد أم علي وما تفعل أخيرا أم شرا ومتى تأتينا أغدا أم بعد غد انتهى ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل فيستعن بنا بدل من يصل إلينا ومثله قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب فيضاعف بدل من يلقى فإعرابه بإعرابه وهو الجزم وكذا قوله إن علي الله أن تبايعا تأخذ كرها أو تجي أطائعا فتأخذ بدل من تبايعا ولذلك نصب انتهى النداء وللمناد الناء أو كالناء يا وأي وآ كذا أيا ثم هيا والهمد للدان ووال من ندب أو يا وغير والد لبس جتنب لا يخلو المناد من أن يكون مندوبا أو غيره فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي أو قريبا فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وأى وأيا وهيا وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أقبل وإن كان مندوبا وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه فله نحو وزيداه ووظهرا ويا أيضا عند عدم التباسه بغير المندوب فإن التبس تعينت تعينت وامتنعت يا انتهى وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما وذاك في اسم الجنس والمشار له قل لو من يمنعه فانصر عازله لا يدوز حلف حرف النداء مع المندوب نحو وزيداه ولا مع الضمير نحو يا إياك قد كفيتك ولا مع المستغاث نحو يا لزيد وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا فتقول فيه يا زيد أقبل زيد أقبل وفيه عبد الله اركب عبد الله اركب لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل وكذا مع اسم الجنس حتى إن أكثر النحويين منعوه ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عازله أي انصر من يعزله على منعه لورود السماع به فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي يا هؤلاء وقول الشاعر ذر عواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيله أي يا ذا ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل أي يا ليل وأطرق كرة أي يا كرة انتهى وابن المعرف المناد المفرد على الذي في رفعه قد عهد لا يخل المناد من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به فإن كان يرفع بالضمة بني عليها نحو يا زيد ويا رجل وإن كان يرفع بالألف أو بالواوي فكذلك نحو يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجيلون ويكون في محل نصب على المفعولية لأن المنادى مفعول به في المعنى وناصبه فعل مضمر نابت يا منابه فأصل يا زيد أدعو زيدا فقل فأدعو ونابت يا منابه انتهى وانو انضمام ما بنوا قبل النداء وليجرى مجرى ذي بناء جدد أي إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم نحو يا هذا ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة للمحل فتقول يا هذا العاقل والعاقلة بالرفع والنصب كما تقول يا زيد الضريف والضريفة انتهى والمفرد المنكور والمضافة وشبههم صد عادما خلافا تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها به نصب فمثال الأول قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وقول الشاعر أيا راتبا إما عربت فبلغا ندى ماي من نجران ألا تلاقيا ومثال الثاني قولك يا غلام زيد ويا ضارب عمر ومثال الثالث قولك يا طارعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا ثلاثة وثلاثين في من سميته بذلك انتهى ونحو زيد ضم واستحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهم أي إذا كان المنادى مفردا علما ووصف ببن مضاف إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين ابن جاز لك في المنادى وجها البناء على الضم نحو يا زيد بن عمر والفتح إتباعا نحو يا زيد بن عمر ويجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطا انتهى والضم إن لم يلي لابن علما أو يلي لابن علم قد حتم أي إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم وجب ضم المنادى وامتنع فتحه فمثال الأول نحو يا غلام بن عمر ويا زيد الضريف بن عمر ومثال الثاني يا زيد بن أخينا فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة ويجب إثبات ألف ابن والحالة هذه انتهى وضمم أو انصد مضطرارا نوّن مما له استحقاق ضم بيّن تقدم أنه إذا كان المنادى مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بنائه على الضم وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو مضموب وكان له نصبه وقد ورد السماع بهما فمن الأول قول سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام ومن الثاني قوله ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقدك الأواقب وبالطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل في غير اسم الله تعالى وما سمي به من الجمل إلا في ضرورة الشعر كقوله فيلغو لامان اللذان فرّا إياكما أن تعقبان شرّا وأما مع اسم الله تعالى ومحكي الجمل فيجوز فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها وتقول في من اسمه الرجل منطلق يا الرجل منطلق أقبل والأكثر في نداء اسم الله تعالى اللهم بمين مشددة معوضة حرف النداء وشذ الجمع بين المين وحرف النداء في قوله إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم انتهى تابع ذو الضم المضافة دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل أي إذا كان تابع المناد المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللان وجب نصب نحو يا زيد صاحب عمر وما سواهم صد أو ارفع وجعل كمستقل نسقا وبدلا أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه وهو المضاف المصاحب لأل والمفرد فتقول يا زيد الكريم الأبي برفع الكريم ونصبه ويا زيد الضريف برفع الضريف ونصبه وحكم عقص البيان والتوكيد حكم الصفة فتقول يا رجل زيد وزيدا بالرفع والنصب ويا تميم أجمعون وأجمعين وأما عقص النسق والبدل ففي حكم المناد المستقل فيجب ضمه إذا كان مفردا نحو يا رجل زيد ويا رجل وزيد كما يجب الضم لو قلت يا زيد ويجب نصبه إن كان مضافا نحو يا زيد أبا عبد الله ويا زيد وأبا عبد الله كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله انتهى وإيكم مصحوب المانسق ففيه وجهان ورفع ينتقى أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير أل فإن كان بأل جاز فيه وجهان الرفع والنصب والمختار عند الخليل وثيبويه ومن تبعهما الرفع وهو اختيار المصنف ولهذا قال ورفع ينتقى أي يختار فتقول يا زيد والغلام بالرفع والنصب ومنه قوله تعالى يا جبال أودي معه والطير برفع الطير ونصبه وأيها مصحوب البعد الصفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد يقال يا أيها الرجل ويا أي هذا ويا أيها الذي فعل كذا فأي منادى مفرد مبني على الضم وهذا إذا والرجل صفة لأي ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الضريف في قولك يا زيد الضريف بالرفع والنصب ولا فصف أي إلا باسم جنس محلم بأل كالرجل أو باسم إشارة نحو يا أي هذا أقبل أو بموصول محل بأل نحو يا أيها الذي فعل كذا انتهى وذو إشارة كأي فصفة إن كان تركها يفيت المعرفة يقال يا هذا الرجل فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه كما يجب رفع صفة أي وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت المعرفة فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب رفع صفته بل يجوز الرفع والنصب في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثان وضم وافتح ولن تصب يقال يا سعد سعد الأوسي ويا سعد سعد الأوسي يا تيم تيم عدي ويا تيم تيم عدي ويا زيد زيد اليعملات ويا زيد زيد اليعملات فيجب نصب الثاني ويدوز في الأول الضم والنصب فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعني أو على البدلية أو أطف البيان أو على النداء وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني وأن الأصل يا تيم عدي تيم عدي فحُدف عدي الأول لدلالة الثاني عليه انتهى المناد المضاف إلى ياء المتكلم واجعل منادا صح إن يضف لي كعبد عبدي عبدا عبدا عبدي إذا أضيف المناد إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادا وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم وإن كان صحيحا جاز فيه خمسة أوجه أحدها حذف الياء والاستغناء بالكثرة نحو يا عبدي وهذا هو الأكثر الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي وهو دون الأول في الكثرة الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبدة الرابع قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكثرة فتحة نحو يا عبدة الخامس إثبات الياء محركة بالفتح نحو يا عبدي انتهى وفتح نوكسر وحذف ليستمر في يبن أمة يبن عم لا مفر إذا أضيف المناجة إلى مضاف إلى ياء متكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أمة وابن عم فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال وتكسر الميم أو تفتح ستقول يا ابن أمة أقبل ويبن عم لا مفر بفتح الميم أو كسرها وفي النداء أبت أمة عرض واخسر أو افتح ومن اليتاء عوض يقال في النداء يا أبتي ويا أمتي بفتح التاء وكسرها ولا يدوز إثبات الياء فلا تقول يا أبتي ويا أمتي لأن التاء عوض من الياء ولا يجمع بين العوض والمعوض منه انتهى أسماء لازمت النداء وفل بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا واضطرد في سب ننثى وزن يا خبات والأمر هكذا من الثلاث وشاع في سب الذكور فعل ولا تقص وجر في الشعر فل من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء نحو يا فل أي يا رجل ويا لؤمان للعظيم اللؤم ويا نومان للكثير النوم وهو مسموع وأشار بقوله واضطرد في سب الأنثى إلى أنه ينقص في النداء استعمال فعال مبنيا على الكسر في ذنب الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي نحو يا خباتي ويا فشاقي ويا لكاعي وكذلك ينقص استعمال فعال مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر نحو نزال وضراب وقتال أي انزل وضرب واقتل وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به ثب الزكور نحو يا فسق ويا غذر ويا لكع ولا ينقاس ذلك وأشار بقوله وجرة الشعر فلو إلى أن بعض الأثناء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء كقوله تظل منه إبلي بالهوجل في لجة أنسف فلانا عن فلي انتهى الاستغاثة إذا استغيث اسم منادا خفضة باللام مفتوحا كيا للمرتضة يقال يا لزيد لعمر فيجر المستغاث بلام مفتوحة ويجر المستغاث له بلام مخصورة وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادة واقع موكع المضمر واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله انتهى واستحمع المعفوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكثر ائتيا إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر فإما أن تتكرر معه يا أو لا فإن تكررت لزم الفتح نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر وإن لم تتكرر لزم الكثر نحو يا لزيد ولعمر لبكر كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا اكسر 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 اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له انتهى ولام مستغيت عاقبة ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف تحذف لام المستغاث وتؤتر ألف في آخره عوضا عنها نحو يا زيد لعمر ومثل المستغاث المتعجب منه نحو يا للداهية ويا للعجب فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث وتعاقب اللام في اسم المتعجب منه ألف فتقول يا عجب لزيد انتهى الندبة مال منادج عن لمن جوب وما نكر لم يندب ولا ماء بهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر المندوب هو المتفجع عليه نحو وزيد او المتوجع منه نحو وظهراه ولا يندب الا المعرفة فلا تندب النكرة فلا يقال وارج لا ولا المبهم كثم الاشارة نحو وهذا ولا الموصول الا ان كان خاليا من ال واشتهر بالصلة كقولهم ومن حفر بئر زمزما ومن منتهى المندوب صله بالالف متلوها ان كان مثلها حذف كذاك تنويل الذي به كمل من صلة او غيرها ملت الامل تلحق اخرا مناد المندوب ال نحو وزيدا لا تبعد ويحدث ما قبلها ان كان ال كقولك وموسى فحدث ال موسى واتي بالالف للدلالة على الندبة او كان تنوينا في اخر الصلة او غيرها نحو ومن حفر بئر زمزما ونحو يا غلام زيدا انتهى والشكل حتما اوله مجانس ان يكن الفتح بوهم لابس اذا كان اخر ما تلحقه الف الندبة فتحة لحقته الف الندبة من غير تغيير الله فتقول واغلام احمدا وان كان غير ذلك وجب فتحه الا ان اوقع في لبس فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام الزيد واغلام زيدا وفي زيد وزيدا ومثال ما يوقع فتحه في لبس واغلام هوه واغلام كيه واغصه واغلام كيه بكثر الكاف واغلامه بضم الها فيجب 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 قلب الف الندبة بعد الكثرة ياء وبعد الضمة واوا لانك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكثرة وفتحت واتيت بألف الندبة فقلت واغلام كا واغلام ها لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره أي إذا شكل آخر المدوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس نحو وغلامه وغلامكيه وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره وأوله ألفا ندبة نحو وزيدا ووغلام زيدا انتهى وواقفا زدهاء سكت إن تريد وإن تشأ فالمد والها لا تزد أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت نحو وزيدا أو وقف على الألف نحو وزيدا ولا تثبت الهاء في الوصف إلا ضرورة كقوله ألا يا عمر عمراه وعمر بن الزبيراه انتهى وقائل وعبديا وعبدا من سند الياذا سكون أبدا أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبديا بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة وإذا ندب على لغة من يحدث الياء ويستغني بالكثرة أو يقلب الياء ألفا والكثرة فتحة ويحدث الألف ويستغني بالفتحة أو يقلبها ألفا ويبقيها قيل وعبدا ليس إلا وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقول وعبديا ليس إلا والحاصل إنه أنه إنما يجوز الوجهان أعني وعبديا ووعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف انتهى الترخيم ترخيما نحذف آخر المنادة كياسعى في من دعا سعادة الترخيم في اللغة ترقيق الصوت ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نذر أي رقيق الحواشي وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء نحو ياسعى والأصل ياسعاه وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد وحظلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإثناد متم لا يخل المنادة من أن يكون مؤنثا بالهاء أو لا فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علما كجارية زائدا على ثلاثة أحرف كما مطل أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشات فتقول يا فاطمة ويا جارية ويا شاء ومنه قولهم يا شد جني أي أقيمي بحذف تاء الترخيم للتأنيذ ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعده وأشار بقوله وحظولا إلى آخره إلى القسم الثاني وهو ما ليس مؤنثا بالهاء فذكر أنه لا يرخم إلا بشروطه الأول أن يكون رباعيا فأكثر الثاني أن يكون علما الثالث أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إثنان وذلك كعثمان وجعفر فتقول يا عثمة ويا جعفة وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وما ركب تركيب إثناد نحو شاب قرناها فلا يرخم شيء من هذه وأما ما ركب تركيب مسج فيرخم بحذف عجوزه وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه فتقول في من اسمه معدي كرب يا معدي انتهى ومع الآخر احذف الذي تلى إن زيد لينا ساكنا مكملة أربعة ففاعدا والخلف فيه واو ويائم بهما فتحنق فيه أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا أي حرف لين ساكنا رابعا ففاعدا وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين فتقول يا عثم ويا منصو ويا مسكو فإن كان غير زائد كمختار أو غير لين كقمطر أو غير ساكن كقنور أو غير رابع كمجيد لم يجوز حرفه فتقول يا مختى ويا قمط ويا قنوة ويا مجي وأما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغرنيق ففيه خلاف فمذهب الفراء والجرمي أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور فتقول عندهما يا فرعا ويا غرنة ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك فتقول عندهم يا فرعا ويا غرني انتهى والعجز حدث من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل تقدم أن المركب تركيب مج يرخم وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجزه فتقول في معدي كرب يا معدي وتقدم أيضا أن المركب تركيب إثناد لا يرخم وذكر هنا أنه يرخم قليلا وأن عمرا يعني سيبويه وهذا اسمه وكنيته أبو بشر وسيبويه لقب نقل ذلك عنهم والذي نص عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسر جواز ذلك فتقول في تأبط شرا يا تأبط انتهى وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا ثم مما فتقول على الأول في ثمود يا ثمو يا ثمي على الثاني بيا يجوز في المرخم لغتان إحداهما أن ينوى المحذوف منه والثانية أن لا ينوى ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكون فتقول في جعفر يا جعفة وفي حارث يا حاري وفي قمطر يا قمط وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخر بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا فتبنيه على الضم وتعامله معاملة الاسم التام فتقول يا جعف ويا حار ويا قمط بضم الفاء والراء والطاء وتقول في ثمود على لغة من ينتظر الحرف يا ثمو بواو ساكنة وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمي فتقلب الواو ياءا والضم تكثرة لأنك تعامله معاملة الاسم التام ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها الضمة إلا ويجب قلب بسم الله الرحمن الرحيم الشريط التاسع من شرح بن عقيل على ألفية بن مالك تتمة نوني التوقيت واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواوياء كثعين سعيا واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو خشيا يا هند بالكسر ويا قوم خشو وضم وقث مسويا الفعل المؤكد بن يون إن استصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة حرك ما قبل الألف بالفتح وما قبل الواوي بالضم وما قبل الياء بالكسر ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء ويبقى إن كان ألفا فتقول يا زيداني هل تضرباني ويا زيدون هل تضربن ويا هند هل تضربن والأصل هل تضربانن وهل تضربونن وهل تضربينن فحذفت النون لتوالي الأمثال ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين فصار هل تضربن وهل تضربن ولم تحدث الألف لخفتها فصار هل تضرباني وبقيت الضمة دالة على الواوي والكسرة دالة على الياء هذا كله إذا كان الفعل صحيحا فإن كان معتلا فإما أن يكون آخره ألفا أو واوا أو ياء فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو يائه وضم ما بقي قبل واو الضمير وكسر ما بقي قبل ياء الضمير فتقول يا زيدون هل تغزون وهل ترمون ويا هند هل تغزين وهل ترمين فإذا ألحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح فتحذف نون الرفع وواو الضمير أو ياءه فتقول يا زيدون هل تغزن وهل ترمن ويا هند هل تغزن وهل ترمن هذا إن أسند إلى الواوي والياء وإن أسند إلى الألف لم يحذف آخره وبقيت الألف وشكل ما قبلها بحركة تجانس الألف وهي الفتحة فتقول هل تغزواني وهل ترمياني وإن كان آخر الفعل ألفا فإن رفع الفعل غير الواوي والياء كالألف والضمير المستثير انقلبت الألف التي في آخر الفعل ياء وفتحت نحو اسعياني وهل تسعياني واسعيان يا زيدون وإن رفع واوا أو ياء هذفت الألف وبقيت الفتحة التي كانت قبلها وضمت الواو وكسرت الياء فتقول يا زيدون خشون ويا هند خشين هذا إن لحقته نون التوخين وإن لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء بل تسكنهما فتقول يا زيدون هل تخشون ويا هند هل تخشين ويا زيدون ويا زيدون خشون ويا هند خشي انتهى ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف فلا تقول اضربان بنون مخففة بل يجب التشديد فتقول اضربان بنون مشددة مكسورة خلافا ليونس فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف ويجب عنده كسرها انتهى وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسند إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي الأمثال فتقول اضرب نان بنون مشددة مكسورة قبلها ألف انتهى وحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدم وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا وقفا كما تقول في قفا قفا إذا ولي الفأل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن وجب حذف النون لالتقاء الساكن فتقول اضرب الرجل بفتح الباء والأصل اضربا فحذفت نون التوكيد لملاقات الساكن وهو لام التعريف ومنه قوله لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة أي بعد ضمة أو كثرة ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد فتقول في اضرب يا زيدون إذا وقفت على الفعل اضربوه وفي اضرب يا هندو اضربي فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد وكذلك الياء فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة أبدلت النون في الوقف أيضا ألفا فتقول في اضربا يا زيدو اضربا انتهى ما لا ينفرف الصرف تنوين أتى مبين معنا به يكون الاسم أمكن الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا وغير متمكن وإن لم يشبه الحرف سمي معربا ومتمكنا ثم المعرب على قسمين أحدهما ما أشبه الفعل ويسمى غير منصرف ومتمكنا غير أمكن والثاني ما لا يشبه الفعل ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكن وعلامة المنصرف أن يجرب الكثرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما وأن يدخله الصرف وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن وذلك المعنى هو عدم شباهه الفعل نحو مرت بغلام وغلام زيد والغلام واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أذرعات ونحوه فإنه تنوين جمع المؤنة السالم وهو يفحب غير المنصرف كأذرعات وهندات على ممرأة وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة واحترز بقوله أو تعويض من تنوين جوار وغواش ونحوهما فإنه عوض من الياء والتقدير جواري وغواشي وهو يفحب غير المنصرف كهذين المثالين وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين ويجر بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه أل نحو مررت بأحمد فإن أضيف أو دخلت عليه أل جر بالكثرة نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتين والعلل التسع يجمعها قوله عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها أرف ووزن فعل وهذا القول تقريب وما يقوم مقام علتين منها اثنان أحدهما أرف التأنيث مقصورة كانت كحبلة أو ممدودة كحمراء والثاني الجمع المتناهي كمساجد ومصابيح وسيأتي الكلام عليها مفصلا انتهى فأرف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيف ما وقع قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا أي سواء كانت الألف مقصورة كحبلة أو ممدودة كحمراء على من كان ما هي فيه كزكرياء أو غير علم كما مثل انتهى وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم أي يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك مخصوما بتاء التأنيث وذلك نحو السكران وعطشان وغضبان فتقول هذا سكران ورأيت سكران ومررت بسكران فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون والشرط موجود فيه لأنك لا تقول للمؤنثة سكران وإنما تقول سكر وكذلك عطشان وغضبان فتقول امرأة عطش وغضب ولا تقول عطشان ولا غضبان فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلان صرفت فتقول هذا رجل سيفان أي طويل ورأيت رجلا سيفان ومررت برجل سيفان فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة سيفانة أي طويل ووصف ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيت بتاء كأشهل أي وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية أي غير عارضة إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل ولم تقبل التاء نحو أحمر وأخضر فإذا قبلت التاء صرفت نحو مررت برجل أرمل أي فقير فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة أرمل بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان إذ يقال للمؤنثة حمراء وخضراء ولا يقال أحمرة وأخضرة فمنعا للصفة ووزن الفعل وإن كانت الصفة عارضة كأربع فإنه ليس صفة في الأصل بل اسم عدد ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة أربع فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف وإليه أشار بقوله وألغين عارض الوسطية كأربع وعارض الإثمية فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصف منصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع أي إذا كان استعمال الإثم على وزن أفعل صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فألغيه أي لا تعتد به في منع الصرف كما لا تعتد بعروض الإثمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم للقي فإنه صفة في الأصل لشيء فيه ثواد ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل وأشار بقوله وأجدل إلى آخرين إلى أن هذه الألفاظ أعني أجدلا بالصقر وأخيلا لطائر وأفعى للحية ليست بالصفات فكان حقها ألا تمنع من الصرف ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها فتخيل في أجدل معنى القوة وفي أخيل معنى التخيل وفي أفعى معنى الخبث فمنعها لوزن الفعل وصفة المتخيلة والكثير فيها الصرف إذ لا وصفية فيها محققة انتهى ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وتلاثة وأخر ووزن مثنى وتلاثة كهما في واحد لأربع فليعلم لما يمنع صرف الاسم العدل والصفة وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل كثلاث ومثنى فثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة ومثنى معدولة عن اثنين اثنين فتقول جاء القوم ثلاثة أي ثلاثة ثلاثة ومثنى أي اثنين اثنين وسمع التعمال وهذين الوزنين عن فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة واربعة نحو أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاثة ومثلث ورباع ومربع وسمع أيضا في خمسة وعشرة نحو خماس ومخمس وعشار ومعشر وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة نحو سداثة ومستس وسبعة ومثبع وثمان ومثمن وتسعة ومثسع ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر التي في قولك مررت بنسوة أخرى وهو معدول عن الآخر وتلخص من تلام المصنف أن الصفة تمنع مع الألف والنون الزائدتين ومع وزن الفعل ومع العدل انتهى وكل جمع مشبه المفاعل أو المفاعل بمنع كافلة هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع وهي الجمع المتناهي وضابطه كل جمع بعد ألف تفسيره حرطان أو ثلاثة أوصفها ساكن نحو مساجد ومصابيح ونبه بقوله مشبه مفاعلا أو المفاعل على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع وإن لم يكن في أوله مين فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك فإن تحرك الثاني صورفة نحو صياقلة ودع تلال منه كالجوار رفعا وجرا أجره كثار إذا كان هذا الجمع أعني الصيغة منتهى الجمع معتلى الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص كثار فتنونه وتقدر رفعه أو جره ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة وأما في النصد فتثبت الياء وتحركها بالفك بغير تنوين فتقول هؤلاء جوار وغواش ومررت بجوار وغواش ورأيت جواري وغواش والأصل في الجر والرفع جواري وغواش وجواري وغواش فحذفت الياء وعوض منها التنوين ولثراويل بهذا الجمع شبه نقطباء عموم المنع يعني أن الثراويل لما كان صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشباهه به ودعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه واختار المصنف أنه لا ينصرف ولهذا قال شبه نقطباء عموم المنع وإن به سمي أو بما لحق به فلانصراف منعه يحق أي إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكونه على زينته كشراحيلة فإنه يمنع من الصرف للعالمية وشبه العجمة لأن هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زينته فتقول في من اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل هذا مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد وكذا البواقض والعلم امنع صرفه مركبة تركيب مسج نحو معدي كربة مما يمنع صرف الاسم العالمية والتركيب نحو معدي كرب وبعل بكة فتقول هذا معدي كرب ورأيت معدي كربة ومررت بمعدي كربة فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف للعالمية والتركيب وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب العلم انتهى كذاك حاوي زائدي فعلان كغطفان وكأصبهان أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان كغطفان وأصبهان بفتح الهمزة وكسرها فتقول هذا غطفان ورأيت غطفان ومررت بغطفان فتمنعه من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون انتهى كذا مؤنة بهاء مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لسم ذكر وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنعوء حق ومما يمنع صرفه أيضا للعالمية والتأنيث فإن كان العلم مؤنة بالهاء امتنع من الصرف مطلقا أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنة كفاطمة زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل ألم يكن كذلك كثبة وقلة علمين وإن كان مؤنة بالتعليق أي بكونه علم أنثى فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب وسعاد علمين فتقول هذه زينب ورأيت زينب ومررت بزينب وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع أيضا كثقرة وإن كان ساكن الوسط فإن كان أعجميا كجور اسم بلد أو منقول من مذكر إلى مؤنة كزيد اسم امرأ منع أيضا فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر ففيه وجهان المنع والصرف والمنع أولى فتقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند انتهى والعجمي والوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع ويمنع صرفه لإسم أيضا العجمة والتعريف وشرطه أن يكون علما في اللسان الأعجمي وزائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم فتمنعه من الصرف للعالمية والعجمة فإن لم يكن الأعجمي علما في لسان العجم بل في لسان العرب أو كان نكرة فيهما كلجام علما أو غير علم صرفته فتقول هذا لجام ورأيت لجاما ومررت بلجام وكذلك تصرف ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف سواء كان محرك الوسط كشتر أو ساكنه كنوح ولوط انتهى كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب تأحمد ويعلى أي كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما وهو على وزن يخص الفعل أو يغلب فيه والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد في غيره إلا ندورا وذلك كفعل وفعل فلو سميت رجلا بضرب أو كلم منعته من الصرف فتقول هذا ضرب أو كلم ورأيت ضرب أو كلم ومرأت بضرب أو كلم والمراد بما يغلب فيه أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم فالأول كإسمد وإصبع فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم كضرب واسمع ونحويهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي هذا أحمد ويزيد ورأيت أحمد ويزيد ومررت بأحمد ويزيد فيمنع للعالمية ووزن الفعل فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف فتقول في رجل اسمه ضرب هذا ضرب ورأيت ضرب ومررت بضرب لأنه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصره أي ويمنع الصرف الاسم أيضا للعالمية وألف الإلحاق المقصورة كعلق وأرطى فتقول فيهما علمين هذا علق ورأيت علق ومررت بعلق فتمنعه من الصرف للعالمية وشبه ألف الإلحاق لألف التأنيس من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه أعني حال كونه علما لا يقبل ثاء التأنيس فلا تقول في من اسمه علق علقاتا كما لا تقول في حبل حبلاتا فإن كان ما فيه ألف الإلحاق ممدودة شعباء فإنك تصرف ما هي فيه على من كان أو نكره انتهى والعلم امنع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد أو كثعل والعدل والتعريف مانع عن سحر إذا به التعيين قفضا يعتبر يمنع صرف الاسم للعالمية أو شبهها وللعدل وذلك في ثلاثة مواضع الأول ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العالمية والعدل وذلك نحو جاء النساء جمع ورأيت النساء جمع ومررت بالنساء جمع والأصل جمعوات لأن مفرده جمعاء فعدل عن جمعوات إلى جمع وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمع هن فأشبه تعريفه تعريف العالمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه الثاني العالم المعدول إلى فعل كعمر وزفر وثعل والأصل عامر وزاثر وثاعل فمنعه من الصرف للعالمية والعدل الثالث سحر إذا أريد من يوم بعينه نحو جئتك يوم الجمعة سحر فسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه العالمية وذلك أنه معدول عن السحر لأنه معرفة والأصل في التعريف أن يكون بأل فأدل به عن ذلك وصار تعريفه مشبها لتعريف العالمية من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف وابن على الكثر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تمين وصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أترى أي إذا كان علم المؤنث على وزن فعال كحذام ورقاش فللعرب فيه مذهبان أحدهما وهو مذهب أهل الحجاد بناؤه على الكثر فتقول هذه حذام ورأيت حذام ومررت بحذام والثاني وهو مذهب بني تمين إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعالمية والعدل والأصل حاذمة وراقشة فعدل إلى حذام ورقاش كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاش وإلى هذا أشار بقوله وهذا نظير جشما عند تمين وأشار بقوله وصرفا ما نك إلى أن ما كان منعه من الصرف للعالمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العالمية بتنكيره صورفا لزوال إحتى العلتين وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف وذلك نحو مع ديكرب وغطفان وفاطمة وإبراهيم وأحمد وعلق وعمر أعلاما فهذه ممنوعة من الصرف للعالمية وشيء آخر فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد سببيها وهو العالمية فتقول ربما عدي كرد رأيت وكذا الباقي وتلخص من كلامه أن العالمية تمنع الصرف مع التركيب ومع زيادة الألف والنون ومع التأنيس ومع العجمة ومع وزن الفعل ومع ألف الإلحاق المقصورة ومع العدل انتهى وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي كل منقوص كان نظيره في الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض وينصب بفتحة من غير تنوين وذلك نحو قاض على امرأة فإن نظيره من الصحيح ضارب على ممرأة وهو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيت فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيت وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخر هياء قبلها كثة فيعامل معاملته فتقول هذه قاض ومررت بقاض ورأيت قاضية كما تقول هؤلاء جوار ومررت بجوار ورأيت جوار انتهى والاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف وذلك كقوله تبصر خليلي هل ترى من ضعائن وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى ثلاثلا وأغلالا وسعيرا فصرف ثلاثل لمناسبة ما بعده وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون وهم أكثر البصريين واستشهدوا لمنعه بقوله ومن من ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض فمنع عامر من الصرف وليس فيه سوى العالمية وإلى هذا أشار بقوله والمصروف قد لا ينصر انتهى اعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد إذا جرد الفعل المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع واخترف في رافعه فذهب قوم إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب فارتفع لذلك وقيل فارتفع لتجرده من الناصب والجازم وهو اختيار المصنف وبلن انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد ينصب المضارع اذا صحبه حرف ناصب وهو لن او كي او ان او اذا نحو لن اضرب وجئت كي اتعلم واريد ان تقوم واذا اكرمك في جواب من قال لك اثيك واشار بقوله لا بعد علم الى انه ان وقعت ان بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين وجب رفع الفعل بعدها وتكون حينئذ مخففة من التقيل نحو علمت ان يقوم التقدير انه يقوم فخففت وحذف اسمها وبقي خبرها وهذه هي غير الناصبة للمضارع لان هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعه وتلك ثنائية لفظا ووضعه وان وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان جاذ في الفعل بعدها وجهان احدهما النصب على جعل ان من نواصل المضارع الثاني الرفع على جعل ان مخففة من التقيل فتقول ظننت ان يقوم وان يقوم والتقدير مع الرفع ظننت انه يقوم فخففت ان وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الفعل وفاعل وبعضهم اهمل ان حملا على ما اختها حيث استحقت عملة يعني ان من العرب من لم يعمل ان الناصبة للسال المضارع وان وقعت بعد ما لا يدل على يقين او الجحان فيرفع الفعل بعدها حملا على اختها ماء المصطرية لاشترافهما في انهما يقدران بالمصطر فتقول اريد ان تقوم كما تقول عجبت مما تفعل انتهى ونصب باذن المستقبل ان صدرت والفعل بعد موصل او قبله اليمين وانصب وارفع اذا اذا من بعد عطف وقع تقدم ان من جملة نوافذ المضارع اذا ولا ينصب بها الا بشروط احدها ان يكون الفعل مستقدلا الثاني ان تكون مصدرة الثالث ان لا يفصل بينها وبين منصوبها وذلك نحو ان يقال انا اتك فتقول اذا اكرمك فلو كان الفعل بعدها حالا لم ينصب نحو ان يقال احبك فتقول اذا اظنك صادقا فيجب رفع اظن وكذلك يجب رفع الفعل بعدها ان لم تتصدر نحو زيد اذا نحو اذا نحو ينصب نحو نحو واذا اكرمك وكذا يجب رفع الفعل بعدها ان فصل بينها وبين نحو اذا زيد وان وان عد لا فان اعمل مظهرا او مضمرا وبعد نفي كان حتما اضمرا كذاك بعد او اذا يصلح في موضعها حتى او الا ان خفي اختفت ان من بين نواصب المضارع لانها تعمل مظهرة ومضمرة فتظهر وجوبا اذا وقعت بين لام الجر ولا النافية نحو جئتك لان لا تضرب زيدا وتظهر جوازا اذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحبها لا النافية نحو جئتك لأقرأ ولان اقرأ هذا اذا لم تصدقها كان المنفية فان سبقتها كان المنفية وجب اضمار ان نحو ما كان زيد ليفعل ولا تقول لان يفعل قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ويجب اضمار ان بعد او المقدرة بحتى او الا فتقدر بحتى اذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقض شيئا فشيئا وتقدر بلا ان لم يكن كذلك فالاول كقول لأستسهلن الصعب او ادرك المنى فمن قادت الامال الا لصابري اي لأستسهلن الصعب حتى ادرك المنى فادرك منصوب بان المقدرة بعد او التي بمعنى حتى وهي واجبة الاضمار والثاني كقول وكنت اذا غمزت قناة قوم كثرت كعوبها او تستقيم اي كثرت كعوبها الا ان تستقيم فتستقيم منصوب بان بعد او واجبة الاضمار وبعد حتى هكذا اضمار ان حتم كجد حتى تسر ذا حزن ومما ومما يجب اضمار ان بعد حتى نحو سرت حتى ادخل البلد فحتى حرف جر وادخل منصوب بان المقدرة بعد حتى هذا اذا كان الفعل بعدها مستقبلا فان كان حالا او مؤولا بالحال وجب رفعه واليه الاشارة بقوله وتلو حتى حال نوم اول بهرف عنا وانصب المستقبل فتقول سرت حتى ادخل البلد بالرفع ان قلته وانت داخل فذلك ان كان الدخول قد وقع وقفت به حكاية تلك الحال الماضية نحو كنت سرت حتى ادخلها انتهى وبعد فجواب نفيا او طلب محضين ان وسترها حتم نفض يعني ان ان تنصب وهي واجبة الحذف الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض او طلب محض فمثال النفي ما تأتينا فتحدثنا قال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ومعنى كون النفي محض ان يكون خالصا من معنى الاثبات فان لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء نحو ما انت لا تأتينا فتحدثنا ومثال الطلب وهو يشمل الامر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والثمانية فالامر فالامر نحو ايتني فاكرمك ومنه يا ناق سيري عنقا فسيحا الى سليمان فنستريحا والنهي نحو لا تضرب زيدا فيضربك ومنه قوله تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي والدعاء نحو رب انصرني فلا اخذل ومنه رب وفقني فلا اعدل عن سنن الساعين في خير سنن والاستفهام نحو هل تكرم زيدا فيكرمك ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا والعرض نحو الا تنزل عندنا فتصيب خيرا ومنه قوله يا ابن الكرام الا تدن فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع والتحضيض نحو لولا تأتينا فتحدثنا ومنه قوله تعالى لولا اخرتني الى اجل قريب فاتصدق واكم من الصالحين والتمني نحو ليت لي مالا فاتصدق منه ومنه قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيمة ومعنى ان يكون الطلب محضا ان لا يكون مدلولا عليه باسم فعل ولا بنفض الخبر فان كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء نحو فه فأحسن اليك وحسبك الحديث فينام الناس انتهى والواو كالفاء ان تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع يعني ان المواضع التي ينصب فيها المضارع باضمار الوجوب بعد الفاء ينصب فيها كلها بأن مضمرة وجوب بعد الواو اذا قصد بها المصاحبة نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقوله فقلت دعي وادعو ان اندى لصوت ان ينادي داعيان وقوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم وقوله الم اكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والاخاء واحترز بقوله ان تفد مفهوم مع عما اذا لم تفد ذلك بل اردت التشريك بين الفعل والفعل او اردت جعل ما بعد الواوي خبرا لمبتداء محلوف فانه يجوز حينئذ من نصبه ولهذا جاز فيما بعد الواوي في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة اوجه الجزم على التشريك بين الفعلين نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن والثاني الرفع على اضمار مبتدأ نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن اي وانت تشرب اللبن والثالث النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن اي لا يكن منك ان تأكل السمك وانت شرب اللبن فينصب هذا الفعل بان مضمرة انتهى وبعد غير النفي جزما اعتمد ان تسقط الفا والجزاء قد قصد يجوز في جواب غير النفي من الاشياء التي سبق ذكرها ان تجزم اذا سقطت الفاء وقصد الجزاء نحو زرني ازرك وكذلك الباقي وهل هو مجزوم بشرط مقدر اي زرني فانت زرني ازرك او بالجملة قبله قولان ولا يجوز الجزم في النفي فلا تقول ما تأتينا تحدثنا انتهى وشرط جزم بعد نهي ان تضع ان قبل لا دون تخالف يقع لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي الا بشرط ان يصح المعنى بتقدير دخول ان الشرطية على لا فتقول لا تدن من الاسد تسلم بجزم تسلم اذ يصح ان لا تدن من الاسد تسلم ولا يجوز الجزم في قولك لا تدن من الاسد يأكلك اذ لا يصح ان لا تدن من الاسد يأكلك واجاز الكسائي ذلك بناء على انه لا يشترط عنده دخول ان على لا فجزمه على معنى ان تدن من الاسد يأكلك انتهى والامر ان كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبل قد سبق انه اذا كان الامر مدلولا عليه باسم فعل او بنفظ الخبر لم يجوز نصبه بعد الفاء وقد صرح بذلك هنا فقال متى كان الامر بغير الصيغة فعل ونحوها فلا ينتصب جوابه لكن لو اسقط الفاء جزمته كقولك صه احسن اليك وحسبك الحديث ينم الناس وإليه اشار بقوله وجزمه قبل انتهى والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما الى التمني ينتسب اجاز الكفيون قاطبة ان يعامل الرجاء معاملة التمني فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني وتابعهم المصنف ومما ورد منه قوله تعالى لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع في قراءة من نصب الطلع وهو حص عن عاصم انتهى وان على اسم خالص فعل عطف تنصبه ان ثابت او منحذف يجوز ان ينصب بان محذوفة او مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص اي غير مقصود به معنى الفعل وذلك كقوله ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف فتقر منصوب بان محذوفة وهي جائزة الحذ لان قبله اسما صريحا وهو لبس وكذلك قوله اني وقتلي سليكا ثم اعقله كالتور يضرب لما عافت البقر فاعقله منصوب بان محذوفة وهي جائزة الحذ لان قبله اسما صريحا وهو قتلي وكذلك قوله لولا توقع معتر فارضيه ما كنت اوثر اترابا على تربي فارضيه منصوب بان محذوفة جوازا بعد الفاء لان قبلها اسما صريحا وهو توقع وكذلك قوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيرسل منصوب بان الجائزة الحذف لان قبله وحيا وهو اسم صريح فان كان الاسم غير صريح اي مقصودا به معنى الفعل لم يجز النصب نحو الطائر فيغضب زيد الذباب فيغضب يجب رفع لانه معصوف على طائر وهو اسم غير صريح لانه واقع موقع الفعل من جهة انه صلة لال وحق الصلة ان تكون جملة فوقع طائر موضع يطير والاصل الذي يطير فلما جيء بال عدل عن الفعل لاسم الفاعل لاجل ال لانها لا تدخل الا على الاسماء انتقل وشد حذف ان ونصب في سوا ما مر فقبل منهما عدل روا لما طرغ من ذكر الاماكن التي ينصب فيها بان محذوفة اما وجوبا واما جوازا ذكر ان حذف ان والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه ومنه قولهم مره يحفرها بنصب يحفر اي مره اي يحفرها ومنه قولهم خذ اللص قبل يأخذك اي قبل اي يأخذك ومنه قوله الا اي هذا الذاجري احضر الوغى وان اشهد اللذات هل انت مخلدي في رواية من نصب احضر اي ان احضر عوامل الجزم بلا ولا من طالب انضع جزم في الفعل هكذا بلم ولما وجزم بان ومن وما ومهما اي متى ايان اين اذما وحيث ما انا وحرف اذما ربنا سوء يجز به وما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله ومهما نحو وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ومهما 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 كقوله متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي ومهما كقوله ايان منك تأمن غيرنا واذا لم تدرك الامن منا لم تزل حذرة واينما كقوله اينما الريح تميلها سمل واذما نحو قوله وانك اذما تأتما انت اامر به تلف من اياه تأمر آتيا وحيثما نحو قوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الازمان وانا نحو قوله خليلي انا تأتيان تأتي اخا غير ما يرضيك ما لا يحاول وهذه الادوات التي تجزم فعلين كلها اسماء الا ان واذما فانهما حرفان وكذلك الادوات التي تجزم فعلا واحدا كلها حرف فعلين يقتضين شرط قدم يتلو الجزاء وجواب وسم يعني ان هذه الادوات المجكورة في قوله وجز بان الى قوله وان يقطضين جملتين احداهما وهي المتقدمة تسمى شرطا والثانية وهي المتأخرة تسمى جوابا وجزاء ويجب في الجملة الاولى ان تكون فعلية واما الثانية فالاصل فيها ان تكون فعلية ويجوز ان تكون سمية نحو ان جاء زيد اكرمته وان جاء زيد فله الفضل وماضيين او مضارعين تلفيهما او متخالفين اذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على اربعة انحاء الاول ان يكون الفعلان ماضيين نحو ان قام زيد قام عمر ويكونان في محل جزم ومنه قوله تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم والثاني ان يكون مضارعين نحو ان يقم زيد يقم عمر ومنه قوله تعالى وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله والثالث ان يكون الاول ماضيا والثاني مضارعا نحو ان قام زيد يقم عمر ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها والرابع ان يكون الاول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل ومنه قول الشاعر من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من يقم ليلة القبر غفر له ما تقدم من ذنبه وبعد ماض رفعك الجزا حسن ورفعه بعد مضارع وهن اي اذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن فتقول ان قام زيد يقم عمر ويقوم عمر ومنه قوله وان اتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم وان كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فيهما ورفع الجزاء ضعيف كقوله يا اقرع ابن حابث يا اقرع انك ان يسرع اخوك تسرع واقرم بفاحت من جوابا لو جعل شرطا لان او غيرها لم ينجعل اي اذا كان الجواب لا يصح ان يكون شرطا وجب اقترانه بالفاق وذلك كالجملة الاسمية نحو ان جاء زيد فهو محسن وكفعل الامر نحو ان جاء زيد فاضربه وكالفعلية المنفية بما نحو ان جاء زيد فما اضربه ولن نحو ان جاء زيد فلن اضربه فان كان الجواب يفصح ان يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن ولا مقرونا بحرك التنفيذ ولا بقد وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرونا بقد لم يجب اقترانه بالفاق نحو ان جاء زيد يجئ عمر او قام عمر انتهى وتخلف الفاق اذا المفاجأة كان تجد اذا لنا مكافأة اي اذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاق ويدوز اقامة اذا الفجائية مقام الفاق ومنه قوله تعالى وان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل وهو ان تجد اذا لنا مكافأة انتهى والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفا او الواو بتثليت قم اذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفا او الواو جاز فيه ثلاثة اوجه الجزم والرفع والنصب وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء بجزم يغفر ورفعه ونصبه وكذلك روية بالثلاثة قوله فان يهلك ابو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش اجب الظهر ليس له سنام روية بجزم نأخذ ورفعه ونصبه وجزم نصب لفعل إسرافا أو واول بالجملتين اكتنفا إن وقع إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز نصبه وجزمه نحو إن يقم زيد ويخرج خالد أكرمك بجزم يخرج ونصبه ومن النصب قوله ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضم انتهى والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه وذلك عندما يدل دليل على حذف نحو أنت ظالم إن فعلت فحذف جواب الشرط لدلالة أنت ظالم عليه والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم وهذا كثير في لسانهم وأما عكسه وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل ومنه قوله فطلقها فلست لها بكفئ وإلا يعلو مفرقك الحسام أي وإلا تطلقها يعلو مفرقك الحسام انتهى واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا وجواب الشرط إما مجزوم أو مقرون بالفا وجواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع أكد باللام والنون نحو والله لأضربن زيدا وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد نحو والله لقد قام الزيد وإن كان جملة إسمية فبإن واللام أو اللام وحدها أو بإن وحدها نحو والله إن زيدا لقائم والله لزيد قائم ووالله إن زيدا قائم وإن كان جملة فعلية منفية فينفى بما أو لا أو إن نحو والله ما يقوم زيد ولا يقوم زيد وإن يقوم زيد والإسمية كذلك فإذا جتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه فتقول إن قام زيد والله يقوم عمر فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه وتقول والله إن يقوم زيد ليقوم من عمر فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه انتهى وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر أي إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما وحذف جواب المتأخر هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر فإن تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقا أي سواء كان متقدما أو متأخرا فينجاب الشرط ويحدف جواب القسم فتقول زيد إن قام والله أكرمه وزيد والله إن قام أكرمه انتهى وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم أي وقد جاء قليلا ترجح الشرط على القسم عند جتماعهما وتقدم القسم وإن لم يتقدم ذو خبر ومنه قوله لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلف عن دماء القوم ننتفل فلا ملأ موطئة لقسم المحدوف والتقدير والله لئن وإن شرط وجوابه لا تلفن وهو مجزوم بحذف الياء ولم يوجب القسم بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه ولو جاء على الكثير وهو إجابة القسم لتقدمه لقيل لا تلفين بإثبات الياء لأنه مرفوع انتهى فصل لو لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل لو تستعمل استعمالين أحدهما أن تكون مصطرية وعلامتها صحة وقوع أن موقعها نحو وذبت لو قام زيد أي قيامه وقد سبق ذكرها في باب الموصول الثاني أن تكون شرطية ولا يليها غالبا إلا ماض معنا ولهذا قال لو حرف شرط في مضي وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت وفسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وفسرها غيره بأنها حرف امتناع الامتناع وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة والأولى الأصح وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى وإليه أشار بقوله ويقل إيلاؤها مستقبلا ومنه قوله تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وقوله ولو أن ليلة الأخيلية تسلمت علي ودون جندل وففائح لسلمت تسليم البشاشة أو ذقى إليها فضا من جانب القبر فائح انتهى وهي في الاختصاص بالفعل كإن لكن لو أن بها قد تقتر يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم كما أن إن الشرطية كذلك ولكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها نحو لو أن زيدا قائم لقمت واخترف فيها والحالة هذه فقيل هي باقية على اختصاصها وأن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل محذور والتقدير لو ثبت أن زيدا قائم لقمت أي لو ثبت قيام زيد وقيل زالت عن الاختصاص وأن وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ والخبر محذور والتقدير لو أن زيدا قائم ثابت لقمت لو قيام زيد ثابت وهذا مذهب سيبوي انتهى وإن مضارع تلاها صريفا إلى المضي نحو لو يفي كفا قد سبق أن لو هذه لا يليها في الغالب إلا ما كان ماضيا في المعنى وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضي كقوله رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا أي لو سمعوا ولابد للو هذه من جواب وجوابها إما فعل ماض أو مضارع منفي بلم وإذا كان جوابها مثبتا فالأكثر قطرانه باللام نحو لو قام زيد لقام عمر ويدوز حذفها فتقول لو قام زيد قام عمر وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام فتقول لو قام زيد لم يقم عمر وإن نفي بما فالأكثر تجرده من اللام نحو لو قام زيد ما قام عمر ويدوز قطرانه بها نحو لو قام زيد لما قام عمر انتهى أما ولولا ولوما أما كمهما يكو من شيء وفا لتلوي تلويها وجوبا ألفا أما حرف تفصيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكو من شيء والمذكور بعدها جواب الشرط فلذلك لزمته الفاء نحو أما زيد فمنطرق والأصل مهما يكو من شيء فزيد منطرق فأنيبت أما مناب مهما يكو من شيء فصار أما فزيد منطرق ثم أخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطرق ولهذا قال وثال تلوي تلويها وجوبا ألفا وحذف ذلفا قل في نتر إذا لم يكو قول معها قد نبذ سبق أن هذه الفاء ملتزمة الذكر وقد جاء حذفها في الشعر كقوله فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكد أي فلا قتال وحذفت في النتر أيضا بكثرة وبقلة فالكثرة عند حذف القول معها كقوله عز وجل فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم والقليل ما كان بخلافه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد ما بال رجال يسترطون شروطا ليست في كتاب الله هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال بحذف الفاء والأصل أما بعد فما بال رجال فحذفت الفاء انتهى لولا ولوما يلزمان لبتدى إذا امتناعا بوجود عقدا للولا ولوما استعمالان أحدهما أن يكون دال لين على امتناع الشيء لوجود غيره وهو المراد بقوله إذا امتناعا بوجود عقدا ويلزمان حينئذ الابتداء فلا يدخلان إلا على المبتداء ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا ولا بد لهما من جواب فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا وإن كان منفيا بلم لم يقترن بها نحو لولا زيد لأكرمتك ولوما زيد لأكرمتك ولوما زيد ما جاء عمر ولوما زيد لم يجئ عمر فزيد في هذه المثل ونحوها مبتدأ وخبره محذوف وجوبا والتقدير لولا زيد موجود وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب البتداء انتهى وبهم التحضيض مز وهلا ألا ألا وأولي ينهى الفعل أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا ولوما وهو الدلالة على التحضير ويختصان حينئذ بالفعل نحو لولا ضربت زيدا ولوما قتلت بكرا فإن قصدت بيهما التوبيخ كان الفعل ماضيا وإن قصدت بيهما الحد على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه أي ليمثر وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلك فتقول هلا ضربت زيدا وألا فعلت كذا وألا مخففة كألا مشددة انتهى وقد يليها اسم بفعل مضمري علق أو بظاهر مؤخر قد سبق أن أدوات التحضيض تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم وذكر في هذا البيت أنه قد يقع الاسم بعدها ويكون معمولا لفعل مضمر أو لفعل مؤخر عن الاسم فالأول كقوله هل التقدم والقلوب صحاح فالتقدم مرفوع بفعل محلوف وتقديره هل وجد التقدم ومثله قوله تعدون عقر الني بأفضل مجدكم بني ضوطر لولا الكمية المقنعة فالكمية مفعول بفعل محلوف والتقدير لولا تعدون الكمية المقنعة والثاني كقولك لولا زيدا ضربت فزيدا مفعول ضربت انتهى الإخبار بالذي والألف واللام ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر وما سواهما توسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة نحو الذي ضربته زيدا فذا ضربت زيدا كان فدري المأخذ هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه كما وضعوا باب التمرين في الصرف لذلك فإن قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي فظاهر هذا النظر أنك تجعل الذي خبرا عن ذلك الاسم لكن الأمر ليس ذلك بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم والمخبر عنه إنما هو الذي كما ستعرف فقيل إن الباء فيه بالذي بمعنى عن فكأنه قيل أخبر عن الذي والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك فجئ بالذي واجعله مبتدأا واجعل ذلك الاسم خبرا عن الذي واخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم واجعل الجملة صلة الذي واجعل العائد على الذي الموصول ضميرا تجعله عوضا عن ذلك الاسم الذي صيرته خبرا فإن قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا فتقول الذي ضربته زيد فالذي مبتدأ وزيد خبره وضربته صلة الذي والهاء في ضربته خلق عن زيد الذي جعلته خبرا وهي عائدة على الذي انتهى وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت أي إذا كان الاسم الذي قيل لك أخبر عنه مثنا فجئ بالموصول مثنا كالذين وإن كان مجموعا فجئ به كذلك كالذين وإن كان مؤنة فجئ به كذلك كالتي والحاصل أنه لا بد من مطابقة الموصول للإسم المخبر عنه به لأنه خبر عنه ولا بد من مطابقة الخبر للمخبر عنه إن مفردا فمفرد وإن مثنا فمثنا وإن مجموعا فمجموع وإن مذكرا فمذكر وإن مؤنة فمؤنة فإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربة الزيدين قل اللذان ضربتوهما الزيدان وإذا قيل أخبر عن الزيدين من ضربة الزيدين قلت الذين ضربتهم الزيدون وإذا قيل أخبر عن هند من ضربة هند قلت التي ضربتها هند انتهى قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتما كذل غنى عنه بأجنبي بمضمر شرط فراع ما رعوا يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط أحدها أن يكون قابلا للتأخير فلا يخبر بالذي عما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام نحو من وما الثاني أن يكون قابلا للتعريف فلا يخبر عن الحال والتمييز الثالث أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا كالهائف زيد ضربته الرابع أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر فلا يخبر عن الموصوف دون صفته ولا عن المضاف دون المضاف إليه فلا تخبر عن رجل وحده من قولك ضربت رجلا ضريفا فلا تقول الذي ضربته ضريفا رجل لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا وحينئذ يلزم وصف الضمير والضمير لا يصف ولا يصف به فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لانتفاء هذا المحتور كقولك الذي ضربته رجل ضريف وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده فلا تخبر عن غلام وحده من قولك ضربت غلام زيد لأنك تضع مكانه ضميرا كما تقرر والضمير لا يضاف فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه جاز ذلك لانتفاء المانع فتقول الذي ضربته غلام زيد انتهى وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وق الله البطل يخبر بالذي عن الاسم الواقع في جملة اسمية أو فعلية فتقول في الإخبار عن زيد من قولك زيد قائم الذي هو قائم زيد وتقول في الإخبار عن زيد من قولك ضربت زيدا الذي ضربته زيد ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم إلا إذا كان واقعا في جملة فعلية وكان ذلك الفعل مما يصح أن يصاغ منه صلة الألف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية ولا عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف كالرجل من قولك نعم الرجل إذ لا يصح أن يستعمل من نعم صلة الألف واللام وتخبر عن الاسم الكريم من قولك وقى الله البطل فتقول الواق البطل الله وتخبر أيضا عن البطل فتقول الواقيه الله البطل انتهى وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل الوصف الواقع صلة لأل إن رفع ضميرا فإما أن يكون عائدا على الألف واللام أو على غيرها فإن كان عائدا عليها استثر وإن كان عائدا على غيرها انفصل فإذا قلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة فإن أخبرت عن الثائف بلغت قلت المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا ففي المبلغ ضمير عائد على الألف واللام فيجب استثاره وإن أخبرت عن الزيدين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان فأنا مرفوع بالمبلغ وليس عائدا على الأرف واللام لأن المراد بالأرف واللام هنا مثنى وهو المخبر عنه فيجب إبراز الضمير وإن أخبرت عن العمرين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون فيجب إبراز الضمير كما تقدم وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن رسالة من المثال المذكور لأن المراد بالألف واللام هنا الرسالة والمراد بالضمير الذي ترفعه صلة أل المتكلم فتقول المبلغ ها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة انتهى العدد ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدها إلى عشرة إن كان المعدود بها مذكرا وتثبت إن كان مؤنثا ويضاف إلى جمع نحو عندي ثلاثة رجال وأربع نساء وهكذا إلى عشرة وأشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة فتقول عندي ثلاثة أفلس وثلاث أنفس ويقل عندي ثلاثة فلوس وثلاث نفوس ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فأضاف ثلاثة إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقرأ فإن لم يكن للإسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه نحو ثلاثة رجال انتهى ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قد ردف قد سبق أن ثلاثة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع وذكر هنا أن مئة وألفا من الأعداد المضافة وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد نحو عندي مئة رجل وألف درهم وورد إضافة مئة إلى جمع قليلا ومنه قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم ثلاثة مئة سنين بإضافة مئة إلى سنين والحاصل أن العدد المضاف على قسمين أحدهما ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو من ثلاثة إلى عشرة والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف وتثميتهما نحو مئة درهم وألف درهم وأما إضافة مئة إلى جمع فقليل انتهى وأحد ذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقلد التأنيف إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كثرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فسع القصد ولثلاثة وتسعة وما بينهما انركبا ما قدما لما صرغ من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المركب فيركب عشرة مع ما دونها إلى واحد نحو أحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر وأربعة بسم الله الرحمن الرحيم الشريط العاشر من شرح بن عقيل على ألفية بن مالك كم وتأين وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرينك كم شخصا سما وأجزا تجره من مضمرا إن ونيت كم حرف جر مظهرا كم اسم والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليها ومنه قولهم على كم جزع سقفت بيتك وهي اسم لعدد مبهم ولابد لها من تمييز نحو كم رجلا عندك وقد يحذف للدلالة نحو كم صمت أي كم يوما صمت وتكون استفهامية وخبرية فالخبرية سيذكرها والاستفهامية يكون مميزها كمميز عشرين وأخواته فيكون مفردا منصوبا نحو كم درهما قبط ويجوز جره بمن مضمرة إن وليت كم حرف جر نحو بكم درهما اشتريت هذا أي بكم من درهما فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه انتهى واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذيني أو به صلم تصب تستعمل كم للتكثير فتميز بجمع مجرور كعشرة أو بمفرد مجرور كمئة نحو كم غيمان ملكتا وكم درهما أنفقتا والمعنى كثيرا كثير كذا وكأي ومميزها منصوب أو مجرور بمن وهو الأكثر نحو قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه وملكت كذا درهما تعمل كذا مفردة كهذا المثال ومركبة نحو ملكت كذا كذا درهما ومعطوفا وكم لها صدر الكلام استفهامية كانت أو خبرية فلا تقول ضربت كم رجلا ولا ملكت كم غلمان وكذلك تأيّن بخلاف كذا نحو ملكت كذا درهما الحكاية احكي بأي مال منكور سؤل عنه به ووقف نحكي مال منكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل ومنيني بعد لي الفان ببنيني وثك تعدلي وقل لمن قال أثت بنت منه والنون قبل تلم ثمنا مسكنة والفتح نزر وصل التا والألث بمن بإثر ذا بنسوة كلث وقل منونى ومنينى مسكنة انطيعوا من ففنة وانتصل فلفظ من لا يختلف ونادر منونى في نظم عرف إن سئل بأي عن منكور منكور في كلام سابق حقي في أي مال ذلك المنكور من إعراض وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا فتقول لمن قال جاء لي رجل أي ولمن قال رأيت رجلا أي ولمن قال مررت برجل أي وكذلك تفعل في الوصل نحو أي يا فتى وأي يا فتى وأي يا فتى وتقول في التأنيث أية وفي التثنية أيان وأيتان رفعا وأيين وأيتين جرا ونصبا وفي الجمع أيون وأيات رفعا وأيين وأيات جرا ونصبا وإن سئل عن المنكور المذكور بمن حقي فيه ما له من إعراض وتشبع الحركة التي على النون فيتولد منها حرق مجانس لها ويحكى فيها ما له من تأنيث وتذكير وتثنية وجمع ولا تفعل بها ذلك كله إلا وقفا فتقول لمن قال جاءني رجل من ولمن قال رأيت رجلا من ولمن قال مررت برجل من وتقول في تثنية المذكر منان رفعا ومنين نصبا وجرا وتسكتن النون فيهما فتقول لمن قال جاءني رجلان منان ولمن قال رأيت رجلين منين ولمن قال مررت برجلين منين وتقول للمؤنثة منه رفعا ونصبا وجرا فإذا قيل أتت بنت فقلت منه رفعا وكذا في الجر والنصب وتقول في تثنية المؤنث منتان رفعا ومنتين جرا ونصبا بسكون النون التي قبل التاء وسكون نون التثنية وقد ورد قليلا فتح النون التي قبل التاء نحو منتان ومنتين وإليه أشار بقوله والفتح نذر وتقول في جمع المؤنث منات بالألف والتاء الزائدتين كهندات فإذا قيل جاء نسوة فقل منات وكذا تفعل في الجر والنصب وتقول في جمع المذكر رفعا منون رفعا ومنين نصبا وجرا بسكون النون فيهما فإذا قيل جاء قوم فقل منون وإذا قيل مررت بقوم أو رأيت قوما فقل منين هذا حكم من إذا حكي بها في الوقف فإذا وصلت لم يحك فيها شيء من ذلك لكن تكون بلفظ واحد في الجميع فتقول من يا فتاة لقائل جميع ما تقدم وقد ورد في الشعر قليلا منون وصلا قال الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم فقال الجن قلت عموا ظلامة فقال منون أنتم والقياف من أنتم انتهى والعلم حكينه من بعد من إن عريت من عاطف بهقترا يجوز أن يحكى العلم بمن إن لم يتقدم عليها عاطف فتقول لمن قال جاءني زيد من زيد ولمن قال رأيت زيدا من زيدا ولمن قال مررت بزيد من زيد فتحكي في العلم المذكور بعد من ما للعلم المذكور في الكلام السابق من الأعراض ومن مبتدأ والعلم الذي بعدها خبر عنها أو خبر عن الاسم المذكور بعد من فإن سبق من عاطف لم يجد أن يحكى في العلم الذي بعدها ما قبلها من الأعراض بل يجب رفعه على أنه خبر عن من أو مبتدأ خبره من فتقول لقائلي جاء زيد أو رأيت زيدا أو مررت بالزيد ومن زيد ولا يحكى من المعارف إلا العلم فلا تقول لقائل رأيت غلام زيد من غلام زيد بنصب غلامة بل يجب رفعه فتقول من غلام زيد وكذلك في الرفع والجر انتهى التأنيف علامة التأنيف تاء أو ألف وفي أسام قدر التاك الكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير أصل الاسم أن يكون مذكرا والتأنيف فرع عن التذكير ولكون التذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير ولكون التأنيف فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه وهي التاء والألف المقصورة أو الممدودة والتاء أكثر في الاستعمال من الألف ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف ويستدل على تأنيف ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثا نحو الكتف نهشتها والعين كحيثها وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث نحو أكلت كتفا مشوية وكرد التاء إليه في التصغير ككتيفة ويديا انتهى ولا تلي فارقة فعولة أصلا ولا المفعال والمفعيلة كذا كمفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر وأكثر ما يكون ذلك في الصفات كقائم وقائمة وقاعد وقاعدة ويقيل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل ورجولة وإنسان وإنسانة وامرئ وامرأة وأشار بقوله ولا تلي فارقة فعولة الأبيات إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء وهو ما كان من الصفات على فعول وكان بمعنى فاعل وإليه أشار بقوله أصلا واحترز بذلك من الذي بمعنى مفعول وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني وذلك نحو الشكور وصبور بمعنى شاكر وصابر فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور بلا تاء نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور فإذا كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيف نحو ركوبة بمعنى مركوبة وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال كامرأة مهذار وهي الكثيرة الهذر وهو الهذيان أو على مفعيل كامرأة معطير من عطرة المرأة إذا استعملت الطيب أو على مفعال كمغشم وهو الذي لا يتنيه شيء عما يريده ويهواه من شجاعته وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرط بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه نحو عدو وعدوة وميقان وميقانة ومسكين ومسكينة وأما فعيل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيف نحو رجل كريم وامرأة كريمة وقد حذفت منه قليلا قال الله تعالى من يحيي العظامة وهي رميم وقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وإن كان بمعنى مفعول وإليه أشار بقوله كقتيل فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه لحقته التاء نحو هذه ذريحة ونطيحة وأكيلة أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة السبوع وإن لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفه حذفت منه التاء غالبا نحو مررت بامرأة جريح وبعين تحيل أي مجروحة ومقحولة وقد تلحقه التاء قليلا نحو خصلة زميمة أي مذمومة وفعلة حميدة أي محمودة انتهى وألف التأنيث ذات قصري وذات مد نحو أنثى الغري والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولى ومرطى ووزن فعلى جمعى أو مصطرا أو صفة كشبعة وكحبارة سمها سبطرا ذكرى وحثيتا مع الكفرة كذا كخليطة مع الشقارة وعزل غير هذه استندارة قد سبق أن ألف التأنيث على ضربين أحدهما المقصورة كحبلة وسكرى والثاني الممدودة كحمراء وغراء ولكل منهما أوزان تعرف بها فأما المقصورة فلها أوزان مشهورة وأوزان نادرة فمن المشهورة فعل نحو أربى للداهية وشعبى لموضع ومنها فعل اسما كبهمة لنبت أو صفة كحبلة والطولة أو مصطرا كرجعة ومنها فعل اسما كبردة لنهر بدمشق أو مصطرا كمرطة لضرب من العدوي أو صفة كحيدة يقال حمار حيدة أي يحيد عن ظله لنشاطه قال الجوهري ولم يجئ في نعوت المذكر شيء على فعل غيره ومنها فعل جمعا كفرع جمع صريع أو مصطرا كدعوة أو صفة كشبع وكثلى ومنها فعال كحبار لطائر ويقع على الذكر والأمثى ومنها فعل كسمها للباطل ومنها فعل كثبطر لضرب من المشي ومنها فعل مصطرا كذكرى أو جمعا كضربة جمع ضربان وهي ذويبة كالهرة منتنة الريح تزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يدل الثوب وكحجلة جمع حجل وليس في الجموع ما هو على وزن فعل غيرهما ومنها فعيلة كحسيثة بمعنى الحسن ومنها فعل نحو كفر لوعاء الطلع ومنه فعيل نحو خليط للاختلاط ويقال وقعوا في خليطة أي اختلط عليهم أمرهم ومنها فعال نحو شقار لنفه انتهى لندها فعلاء أفعلاء متلث العين وفعلاء ثم فعالا فعللا فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فإن فعلاء أخذا لأرف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها فمنها فعلاء اسما كفهراء أو صفة مذكرها على أفعل كحمراء وعلى غير أفعل كديمة هطلاء ولا يقال سحاب أهطل بل سحاب هطل وقولهم فرس أو ناقة روغاء أي حديدة القياب ولا يوصف بها المذكر منهما فلا يقال جمل أروغ وكمرأة حسناء ولا يقال رجل أحسن والهطل تتابع المطر والدمع وسيلان يقال هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا ومنها أفعلاء متلث العين نحو قولهم باليوم الرابع من أيام الأسبوع أربعاء بضم الباء وفتحها وكسرها ومنها فعلاء نحو حقرباء لأنثى العقارب ومنها فعالاء نحو قصاصاء للقصاص ومنها فعلاء كطرفصاء ومنها فاعلاء كعاشراء ومنها فاعلاء كقاصعاء لجحر من حجرة اليربوع ومنها فعلياء نحو كبرياء وهي العظمة ومنها مسعولاء نحو مشيوخاء جمع شيخ ومنها فعلاء مطلق العين أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها ومنها فعلاء مطلق العين أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها نحو دبوقاء للعذرة وخيلاء للتكبر وجنفاء اسم مكان وسيراء لبرد فيه خطوط صفر انتهى المقصور والمندود إذا اسم استوجب من قبل الطرف فاتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخري فبوت قفر بقياس ظاهري كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء المقصور هو الاسم الذي حرك إعرابه ألف لازمة فخرج بالاسم الفعل نحو يرضى وبحرف إعرابه المبني نحو إذا وبلا زمة المثنى نحو الزيدان فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصب والمقصور على قسمين قياسي وسماعي فالقياسي كل اسم معتل له نظير في الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فاعلة فإنه يكون فعلا بفتح الفاء والعين نحو أسف أسفا فإن كان معتلا وجب قصره نحو جوية جوا لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخره ونحو فعلا في جمع فعلة بكثر الفاء وفعلا في جمع فعلة بضم الفاء نحو ميرا جمع مريا ومدا جمع مديا فإن نظيرهما من الصحيح قرب وقرب جمع قرب وقرب لأن جمع فعلة بكثر الفاء يكون على فعل بكثر الأول وفتح الثاني وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني والدمى جمع دمية وهي الصورة من العاج ونحو انتهى وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف كمصطر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتأة لما فرغ من المقصور شرع في الممدود وهو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة نحو حمراء وفساء ورداء فخرج بالاسم الفعل نحو يشاء وبقوله تلي ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تلي ألفا غير زائدة كماء وآء جمع آئة وهو شجر والممدود أيضا كالمقصور قياسي وسماعي فالقياسي كل معتل له نظير من الصحيح الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخره وذلك كمصطر ما أوله همزة وصل نحو ارعواء وارتأر تئاء واستقص استقصاء فإن نظيره من الصحيح انطلق انطلاقا واقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا وكذا مصطر كل فعل معتل يكون على وزن أفعل نحو أعطى إعطاءا فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجة وكالحذا هذا هو القسم الثاني وهو المقصور السماعي والمندود السماعي وضابطوهما أن ما ليس له نظير اضطرد فتحما قبل آخره فقصره موقوف على السماع وما ليس له نظير اضطرد زيادة ألف قبل آخره فمده مقصور على السماع فمن المقصور السماعي الفتاة واحد الفتيان والحجى العقل والسرى التراغ والسنى الضوء ومن الممدود السماعي الفتاة حداثة السن والسناء الشرف والسراء كثرة المال والحذاء النعي وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع لا خلاف بين البصريين والكفيين في جواز قصر الممدود للضرورة واخترف في جواز مد المقصور فذهب البصريون إلى المنع وذهب الكفيون إلى الجواز واستدلوا بقوله يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء فمدى اللهاء للضرورة وهو مقصور انتهى كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصفحا آخر مقصوص تثنج عله يا إن كان عن ثلاثة مرتقية كذلذي لي أصله نحو الفتى والجامد الذي أميل كمتى في غير ذا تقلب واون الألف وأولها ما كان قبل قد ألف الاسم المتمكن إن كان صحيحا آخر أو كان منقوصا لحقته علامة التثنية من غير تغيير فتقول في رجل وجارية وقاضي رجلان وجاريتان وقاضيان وإن كان مقصورا فلابد من تغييره على ما نذكره الآن وإن كان ممدودا فسيأتي حكمه فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت ياءا فتقول في ملها ملهياني وفي مستقصا مستقصياني وإن كانت ثالثة فإن كانت بدلا من الياء كفتا ورحا قلبت أيضا ياءا فتقول فتياني ورحياني وكذا إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلة فتقول في متى علما متياني وإن كانت ثالثة بدلا من واو كعصا وقفا قلبت واوا فتقول عصواني وقفواني وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل كإلى علما فتقول إلى واني فالحاصل أن ألف المقصور تقلب ياءا في ثلاثة مواضع الأول إذا كانت رابعة فصاعدا الثاني إذا كانت ثالثة بدلا من ياء الثالث إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلة وتقلب واو في موضعين الأول إذا كانت ثالثة بدلا من الواو الثاني إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل وأشار بقوله وأولها ما كان قبل قد أليف إلى أنه إذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور أعني قلب الألف ياء أو واوا لحقتها علامة التثنية التي سبق ذكرها أول الباب وهي الألف والنون المكسورة رفعا والياء المفتوح ما قبلها والنون المكسورة جرا ونصدا انتهى وما كصحراء بواو ثنية ونحو علباء كثاء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شد على نقل قصر لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في الكلام على ذكر كيفية تثنية الممدود والممدود إما أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث أو الإلحاق أو بدلا من أصل أو أصلا فإن كانت بدلا من ألف التأنيث فالمشور قلبها واوا فتقول في صحراء وحمراء صحراوان وحمروان وإن كانت للإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل نحو كثاء وحياة جاز فيها وجهان أحدهما قلبها واوا فتقول علبا وان وكسا وان وحيا وان والثاني ابقاء الهمزة من غير تغيير فتقول علباء وكساء وحيا آن والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة وإبقاء الهمزة في المبدلة من أصل أولى من قلبها واوا وإذا كانت الهمزة الممدودة أصلا وجب إبقاؤها فتقول في قراء ووضاء قراء آني ووضاء آني وأشار بقوله وما شذ على نقل قصر إلى أن ما جاء من تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر اقتصر فيه على السماع كقولهم في الخوزل الخوزلاني والقياس الخوزلياني وقولهم في حمراء حمراياني والقياس حمراواني انتهى واحدث من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل والفتح أبقي مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية وتاء ذتا ألزمن تنحية إذا جمع صحيح الآخر على حد المثنى وهو الجمع بالواو والنون لحقته العلامة من غير تغيير فتقول في زيد زيدون وإن جمع المنقوص هذا الجمع قد فتياؤه وضم ما قبل الواو وكثر ما قبل الياء فتقول في قاض قاضون رفعا وقاضين جمرا ونصرا وإن جمع المندود هذا الجمع عمل معاملته في التثنية فإن كانت الهمزة بدلا من أصل أو للإلحاق جاد فيه وجهان إبقاء الهمزة وإبدال هواوا فيقال في كساء علما كساءون وكساوون وكذاك وكذلك علبا وإن كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها فتقول في قراء قراءون وأما المقصور وهو الذي ذكره المصنف فتحذف ألفه إذا جمع بالواو والنون وتبقى الفتحة دالة عليها فتقول في مصطفى مصطفى رفعا ومصطفين جرا ونصرا بفتح الفاء مع الواوي والياء وإذا جمع بألف وتاء قلبت ألفه كما تقلب في التثنية فتقول في حبليات وفي فتى وعصى علمي مؤنة فتيات وعصوات وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حين إذا حثوها فتقول في فتاة فتيات وفي قناة قنوات والسالم العين الثلاثي يثمن أن إتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنة بدى مختتما بالتاء أو مجردا وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد روو إذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكنها المؤنة المخصوم بالتاء أو المجرد عنها بألف وتاء أتبعت عينه فاءه في الحركة مطلقا فتقول في دعد دعدات وفي جسنة جفنات وفي جمل وبسرة جمولات وبسوات بضم الفاء والعين وفي هند وكسرة هندات وكسرات بكسر فاء والعين ويدوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح فتقول جملات وجملات ويسرات ويسرات وهندات 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 وكسرات وكسرات ولا يدوز ذلك بعد الفتحة بل يجب الإتباع واحترز بالثلاثي من غيره كجعفر على المؤنت وبالاسم عن الصفة كضخمة وبالصحيح العين من معتلها كجوزة وبالساكن العين من محركها كشجرة فإنه لا إتباع في هذه كلها بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع فتقول جعفرات وبخمات وجوزات وشجرات واحترز بالمؤنث من المذكر كبدر فإنه لا يجمع بالألف والتق ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كثر جروة يعني أنه إذا كان المؤنث المذكور مكسور الفائي وكانت لا مهواوا فإنه يمتنع فيه إتباع العين للفاء فلا يقال في ذروة ذريوات بكثر الفاء والعين استثقالا للكثرة قبل الواو بل يجب فتح العين أو تسكينها فتقول ذروات أو ذروات وشذ قولهم جيريوات بكثر الفاء والعين وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كانت الفاء مضمومة ولا مياء نحو زبية فلا تقول زبوية بضم الفاء والعين استثقالا للضمة قبل الياء بل يجب الفتح أو التسكين فتقول زبيات أو زبيات ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس من تمى يعني أن ما جاء من جمع هذا المؤنث على خلاف ما ذكر عد نادرا أو ضرورة أو لغة لقوم فالأول كقولهم في جيريوات بكثر الفاء والعين والثاني كقوله وحملت زفرات الضحى فأطقتها ومالي بزفرات العشي يداني فسكن عين زفرات ضرورة والقياس فتحها إتباعا والثالث كقوله ذيل في جوزة وبيضة ونحوهما جوازات وبيضات بفتح الفاء والعين والمشهور في لسان العربي تسكين العين إذا كانت غير صحيحة جمع التكسير أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال أو مقدر كفلك للمفرد والجمع والضمة التي في المفرد كضمة قفل والضمة التي في الجمع كضمة أسدين وهو على قسمين جمع قلة وجمع كثرة فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية وقد يستعمل كل منهما في موضع الآخر مجازا وأمثلة جمع القلة أفعلة كأسلحة وأفعل كأفلس وفعلة كفتية وأفعال كأفراس وما عدا هذه الأربعة من أمثلة جموع التكسير فجموع كثرة وبعض ذي بكثرة وضعنية فيه كأرجل والعكس جاء كفص فيه قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرجل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفئذة وقد يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة كرجل ورجال وقلب وقلوب لفعل نسما صح عينا أفعله وللرباعي اسما أيضا يجعله إن كان كالعناق والذراع فيه مد وتأنيت وعد الأحرف أفعل جمع لكل اسم ثلاثيا على فعل صحيح العين نحو كلب وأكلب وضبي وأضب وأصله أضبي فقلبت الضمة كثرة لتصح الياء فصار أضبي فعمل معاملة قاض وخرج بلسم الصفة فلا يجوز ضخم وأضخم وجاء عبد وأعبد لاستعمال هذه الصفة لاستعمال الأسماء وخرج بصحيح العين المعتل العين نحو ثوب وعين وشذ عين وأعين وثوب وأثوب وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث رباعي قبل آخره مدة كعناق وأعنق ويمين وأيمن وشذ من المذكر شهاب وأشهب وغراب وأضرب وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صردان قد سبق أن أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين وذكر هنا أن ما لم يضطرد فيه من الثلاثي أفعل يجمع على أفعال وذلك كثوب وأثواب وجمل وأجمال وعضض وأعضاد وحمل وأحمال وعنب وأعناب وإبل وآبال وقفل وأقفال وأما جمع فعل الصحيح العين على أفعال فشاد كفرخ وأفراخ وأما فعل فجاء بعضه على أفعال كرطب وأرطاب والغالب مجيئه على فعلان كصرد وفردان ونغر ونغران في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مضطرد والزمه في فعالي والزمه في فعالي والزمه في فعالي مصاحبي تضعيفي والزمه في نوع إعلالي أفعالة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مدة نحو قذال وأقذل ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة والتزم أفعالة في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعالي أو فعال كبتاة وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقضية وفناء وأفية فعل لنحو أحمر وحمر وفعلة جمعا بنقل يدرى من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعال والمؤنث منه فعلاء نحو أحمر وحمر وحمراء وحمر ومن أمثلة جمع القلة فعلة ولم يضطرد في شيء من الأبنية وإنما هو محفوظ ومن الذي حفظ منه فتى وفتية وشيخ وشيخة وغلام وغلمة وصبي وصبية وفعل لثنان رباعي بمد قد زيد قبل لا منع لا لم فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرث ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرد في كل ثنان رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث نحو قذال وقذل وحمار وقمر وقراع وقرع وزراع وزرع وقضيد وقضب وعمود وعمود وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرد نحو عنان وعن وحجاج وخجج وإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مضطرد نحو سرير وسرور وذلول وذلول ولم يسمع من المضاعف الذي مدته ألف سوى عنان وعن وحجاج وخجج ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لسم على فعلة أو على فعلة أنثى الأفعل فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرف والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لسم على فعلة نحو كثرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومران وقد يجيء جمع فعلة على فعل نحو لحية ولحن وحية وحلن في نحو رام ذو الطراد فعلة وشاع نحو كامل وكملة ومن أمثلة جمع الكثرة فعلة وهو مضطرد في كل وصف على فعل معتل اللام لمذكر عاقل كرام ورمات وقاض وقضات ومنها فعلة وهو مضطرد في وصف على فعل صحيح اللام لمذكر عاقل نحو كامل وكملة وساحر وسحرة واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة للتمثيل بما اجتمل عليها وهو رام وكامل فعلة لوص كقتيل وزم وهالك وميت به قمن من أمثلة جمع الكثرة فعلة وهو جمع لوص على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع كقتيل وقتل وجريح وجرح وأسير وأسرى ويحمل أو يحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فاعل كزمين وزمنا ومن فاعل كهالك وهلك ومن فاعل كميت وموتى وأسعل نحو أحمق وحمق لفعل اسم صح لا من فعله والوضع في فعل وفعل قل له من أمثلة جمع الكثرة فعله وهو جمع لفعل اسم صحيح اللام نحو قرط وقرطة ودرج ودرجة وكوز وكوزة ويحفظ في اسم على فعل نحو قرد وقردة أو على فعل نحو غرد وغردة وفعل لفاعل وفائلة وفين نحو عادل وعابلة ومثله الفعال فيما ذكر وذان في المعل لا من ندر من أمثلة جمع الكثرة فعال وهو مقيص في وصف صحيح اللام على فاعل أو فاعلة نحو ضارب وضرب وصائم وصوم وضاربة وضرب وصائمة وصوم ومنها فعال وهو مقيص في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر نحو صائم وصوام وقائم وقوام وندر فعل وفعال في المعتل اللام المذكر نحو غاز وغزة وسار وسر وعاف وعفا وقالوا غزاء في جمع غاز وسراء في جمع سار وندر أيضا في جمع فاعلة كقول الشاعر أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد يعني جمع صادة فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه اليا منهما من أمثلة جمع الكثرة فعال وهو مضطرد في فعل وفعلة اسمين نحو كعب نحو كعب وكعاب وثوب وثياب وقفعة وقصاء أو الصين نحو صعب وصعاب وصعبة وصعاب وقل فيما عينه ياء نحو ضيث وضياء وضيعة وضياء وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا ومثل فعلي ذتا وفعل مع فعل فقبلي أي اضطرد أيضا فعال في فعل وفعلة ما لم يكن لامها معتلا أو مضاعفا نحو جبل وجبال وجمل وجمال ورقبة ورقاب وتمرة وثمار واضطرد أيضا فعال في فعل وفعل نحو ذئذ وذئاب ورمح ورماح واحترز من المعتل اللام كفتا ومن المضاعف كطلن وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنساه أيضا اضطرد واضطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء أو مجردة عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض وشاع في وصف على فعلانه أو أنثيه أو على فعلانه ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفي أي واضطرد أيضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلان أو على فعلانة أو على فعلة نحو عطشان وعطاش وعطشا وعطاش وندمانة وندام وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان أو على فعلانة نحو خمصان وخماص وخمصانة وخماص والتدم فعال في كل وصف على فعيل أو فعيلة معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال انتهى وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يطرد في فعل اسما مطلق الفا وفعل لهو للفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع معما ضاهاهما وقل في غيرهما ومن انثلة جمع الكثرة فعول وهو مطرد في اسم ثلاثي على فعل نحو كبد وكبود ووعل ووعول وهو ملتدم فيه غاربا واطرد فعول ايضا في اسم على فعل بفتح الفا نحو كعب وقعوب وفلس وفلوس او على فعل بكثر الفا نحو حمل وحمول وضرس وضروس او على فعل بضم الفا نحو جند وجنود وبرد وبرود ويحفظ فعول في فعل نحو اسد واسود ويفهم كونه غير مضطرد من قوله وفعل له ولم يقيده بالطراب واشار بقوله وللفعال فعلان حصل الى ان من انثلة جمع الكثرة فعلانا وهو مضطرد في اسم على فعل نحو غلام وغلمان وغراب وغربان وقد سبق انه مضطرد في فعل كصرد وسردان واضطرد فعلان ايضا في جمع معين هواو من فعل او فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان وقاع وقيعان وتاج وتيجان وقل فعلان في غير ما ذكر نحو اخ واخ واخوان وغزال وغزال فعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يفطرد في فعل اسما مطلق الفا وفعل لهو للفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما ومن انثلة جمع الكثرة فعول وهو مضطرد في اسم ثلاثي على فعل نحو كبد وكبود ووعل ووعول وهو ملتزم فيه غالبا واقترد فعول ايضا في اسم على فعل بفتح الفا نحو كعب وقعوب وفلس وفلوس او على فعل بكثر الفا نحو حمل وحمول وضرس وضروس او على فعل بضم الفا نحو جند وجنود وضرد وبرود ويحفظ فعول في فعل نحو اسد واسود ويفهم كونه غير مضطرد من قوله وفعل له ولم يقيده بالطرار واشار بقوله وللفعال فعلان حصل الى ان من امثلة جمع الكثرة فعلانا وهو مضطرد في اسم على فعل نحو غلام وغيمان وغراب وغربان وقد سبق انه مضطرد في فعل كصرد وفردان واضطرد فعلان ايضا في جمع معين هواو من فعل او فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان وقاع وقيعان وتاج وتجان وقل فعلان في غير ما ذكر نحو اخ واخ واخوان وغزال وغزال وفعل نسما وفعيلا وفعل غير معل للعين فعلان شمل من ابنية جمع الكثرة فعلان وهو مقيص في اسم صحيح العين على فعل نحو ظهر وظهران وبطن وبطنان او على فعيل نحو قضيب وططبان ورغيف وروفان او على فعل نحو ذكر وذكران وحمل وحملان ولكريم وبخيل فعل كذالما ضاهاه ما قد جعل وناب عنه افعلا لا منوى مضعف وغير ذاك قل من امثلة جمع الكثرة فعل وهو مقيص في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل نحو ضريف وظرفاء وكريم وكرماء وبخيل وبخلاء واشار بقوله كذالما ضاهاهما الى ان ما شابه فعيلا في كونه دالا على معنى هو كالغيزة يجمع على فعلاء نحو عاقل وعقلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء نحو شديد وأشداء وولي وأولياء وقد يجيء أفعلاء جمعا لغير ما ذكر نحو نصيب وأنصباء وهين وأهوناء انتهى فوائل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعلاء وشد في الفارس مع ما مات له من أمثلة جمع كثرة فوائل وهو لسم على فوعل نحو جوهر وجواهر أو على فاعل نحو طابع وفوابع أو على فاعلاء نحو قاصعاء وقواصع أو على فاعل نحو كاهل وكواهل وفاعل أيضا جمع لوصف على فاعل إن كان لمؤنة عاقل نحو حائض وحوائض أو لمذكر ما لا يعقل نحو صاهل وفواهل فإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل وشد فارس وفوارس وسابق وثوابق وفواعل أيضا جمع لفاعل نحو صاحبة وصواحب وفاطمة وفواطم وبفعائل جمعا فعالة وشبهه ذاتاء نوم زالة من أمثلة جمع الكثرة فعائل وهو لكل سن رباعي بمدة قبل آخره مؤنثا بالتاء نحو سحابة وسحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائف وصحيفة وصحائب وحلوبة وحلائب أو مجردا منها نحو شمال وشمائل وعقاب وعقائب وعجوز وعجائز وبالفعالي والفعالة جمعا صحراء والعذراء والقيسة بعا من أمثلة جمع الكثرة فعالي وفعالة ويشتركان فيما كان على فعلاء اسما كصحراء وصحاري وصحارا أو صفة كعذراء وعذاري وعذارة واجعل فعالي لغير ذي نسب جددك الكرسي تتبع العرب من أمثلة جمع الكثرة فعالي وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب نحو كرسي وكرسي وبردي وبردي ولا يقال بصري وبصري وبفعالي له وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقا من غير ما مضا ومن خماسي جرد لاخرمس بالقياس والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العاد الرباع احذفهما لم يكلينا اثره اللذ ختم من أمثلة جمع الكثرة فعالي وشبهه وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان فيجمع بفعالي كل اسم رباعي غير مزيد فيه نحو جعفر وجعافر وزبرج وزبارج وبرث وبراث ويجمع بشبهه كل اسم رباعي مزيد فيه كجوهر وجواهر وصيرف وصيارف ومسجد ومساجد واحترز بقوله من غير ما مضا من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره وأشار بقوله ومن خماسي جرد الآخرا في بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعالي لقياسا ويحذف خامسه نحو سفارج في سفرجل وفرازد في فرزدق وخوار في خبرنق وأشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد بأن كان من حروف الزيادة كنون خورنق أو كان من مخرج حروف الزيادة كذالي فرزدق فيجوز أن يقال خوارق وفرازق والكثير الأول وهو حذف الخامس وإبقاء الرابع نحو خوار وفرازد فإن كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجوز حذفه بل يتعين حذف الخامس فتقول في سفرجل سفارج ولا يجوز سفارل وأشار بقوله وزائد العاد الرباع البيت إلى أنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه حرف حدف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر فتقول في سبطرة سباطر وفي فدوكس فداكس وفي مدحرج دحارج فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف بل يجمع الاسم على فعاليل نحو قرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل وعصفور وعصافير والسين والتا منك مستدع أزل إذ ببن الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقى والهمز وليا مثله إن سبقى إذا اجتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهاية ما ترتقي إليه الجموع وهو فعال وفعاليل خذفت الزيادة فإن أمكن جمعه على احتصيغتين بحذف بعض الزوائد وإبقاء البعض فله حالتان إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر والثاني أن لا يكون كذلك والأولى هي المؤمنة ستأتي في البيت الذي في آخر الباب ومثال الأولى مستدع فتقول في جمعه مداع فتحذف السين والتاء وتبقي المين لأنها مصدرة ومجردة للدلالة على معنى وتقول في ألندد ويلندد ألادة ويلادة فتحذف النون وتبقي الهمزة من ألندد والياء من يلندد لتصدرهما ولأنهما في موضع يقعان فيه داللي على معنى نحو أقوم ويقوم بخلاف النون فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى الأفضل والألندد واليلندد الخصم يقال رجل ألندد ويلندد أي خصم مثل الألد ولياء للوا وحذف جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتم إذا اجتمل الاسم على زيادتين وكان حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع وحذف الأخرى لا يتأتى معه ذلك حذف ما يتأتى معه صيغة الجمع وأبقي الآخر فتقول في حيزبون حذارين فتحذف الياء وتبقي الواو فتقلب الياء لسكونها وانتسار ما قبلها وأوسرت الواو بالبقاء لأنها لو حذفت لم يغني حذفها عن حذف الياء لأن بقاء الياء مفوت لصيغة منتهى الجمع والحيزبون العجوز وخيروا في زائدي سرندة وكل ما ضاهاه كالعلندة يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين نزية على الآخر كنت بالخيار فتقول في سرندة سراند بحذف الألف وإبقاء النون وسراد بحذف النون وإبقاء الألف وكذلك علندة فتقول علاند وعلاد ومثلهما حبانط فتقول حبانط وحباط لأنهما زيادتان زيدة معا للإلحاق بسفرجا ولا مزية لإحداهما على الأخرى وهذا شأن كل زيادتين زيدتان للإلحاق والسرندة الشديد والأنثى سرندات والعلندة بالفتح الغليظ من كل شيء وربما قيل جمل علندة بالضم والحبانط القصير البطين يقال رجل حبانطا بالتنوين وامرأة حبانطات انتهى التصغير فعيل نجعل الثلاثي إذا صغرته نحو كذي في قذا فعيل مع فعيل لما ساقك جعل درها من دريهما إذا صغر الاسم المتمكن ضم أوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة ويقتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثيا فتقول في فلس فليس وفي قذا قذي وإن كان رباعيا فأكثر فعل به ذلك وكسر ما بعد الياء فتقول في درهم دريهم وفي أصفور عصيفير فأمثلة التصغير ثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعيل وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أنثلة التصغير صل أي إذا كان الاسم مما يصغر على فعيعيل أو على فعيعيل توصل إلى تصغيره بما سبق أن يتوصل به إلى تكسيره على فعالل أو فعاليل من حذف حرف أصلي أو زائد فتقول في سفرجل سفيرج كما تقول فارج وفي مستدع مديع كما تقول مداع فتحذف في التصغير ما حدثت في الجمع وتقول في علند عليند وإن شئت قلت عنيد كما تقول في الجمع علاند وعلاد وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف أي يجوز أن يعوض من ما حدث في التصغير أو التكسير يا قبل الآخر فتقول في سفرجل سفيرج وسفاريج وفي حبنط حبينيط وحبانيط وحائد عن القياس كلما خالف في البابين حكما رسما أي قد يجيء كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده فيحفظ ولا يقاس عليه كقولهم في تصغير مغرب مغيربان وفي عشية عشيشية وقولهم في جمع رهط أراهط وفي باطل أباطيه لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح حتم كذا كما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق أي يجب فتح ما ولياء التصغير إن وليته تاء التأنيث أو ألفه المقصورة أو المندودة أو ألف أفعال جمعا أو ألف فعلان الذي مؤنته فعلا فتقول في ثمرة تميرا وفي حبلا حبيلا وفي حمراء حميراء وفي أجمال أجيمال وفي سكران سكيران فإن كان فعلان من غير باب سكران لم يفتح ما قبل ألفه بل يكسر فتقلب الألف ياء فتقول في سرحان سريحين كما تقول في الجمع سراحين ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن حرف إعراض فتقول في درهم دريهم وفي عصفور عصيفير فإن كان حرف إعراض حرك لحركة الإعراض نحو هذا فليس ورأيت فليسا ومررت بفليس وألف التأنيس حيث مدى وتاؤه منصص لين عدى كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا وقدر انفصال ما ذل على تثنية أو جمع تصحيح جلا لا يعتد في التصغير بألف التأنيس الممدودة ولا بتاء التأنيس ولا بزيادة ياء النسب ولا بعجز المضاف ولا بعجز المركب ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جمع التصحيح ومعنى كون هذه لا يعتد بها أنه لا يضر بقاؤها مفصولة عياء التصغير بحرفين أصليين فيقال فيه جخدباء جخيدباء وفي حوضله حنيظله وفي عبقري عبيقري وفي بعلبك بعيل بك وفي عبد الله عبيد الله وفي زعفران زعيفران وفي مسلمين مسيلمين وفي مسلمين مسيلمين وفي مسلمات مسيلمات انتهى وألف التأنيس ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبت وعند تصغير حبار خيري بين الحبيرى فدري والحبيري أي إذا كانت ألف التأنيس للمقصورة خامسة فصاعدا وجب حذفها في التصغير لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيعل أو فعيعيل فتقول في قرقر قريقر وفي لغيزة لغيغيز فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة المزيدة وإبقاء ألف التأنيس فتقول في حبارى حبيرى وجاز أيضا حذف ألف التأنيس وإبقاء المدة فتقول حبير واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصد وشد في عيد للجمع من ذا مال تصغير علم والألف الثاني المزيد يجعل واوان كذا ما الأصل فيه يجهل أي إذا كان ثاني اسم المصغر من حروف اللين وجب رده إلى أصله فإن كان أصله الواو قلب واوان فتقول في قيمة قويمة وفي باب بويب وإن كان أصله الياء قل بياء فتقول في موقن مييق وفي ناب نييب وشد قولهم في عيد عييد والقياس عويد بقلب الياء واوان لأنها أصله لأنه من عاد يعود فإن كان ثاني لإسم المصغر ألفا مجيدة أو مجهولة الأصل وجب قلبها واوان فتقول في ضارب ضوير وفي عاج عويج والتكسير فيما ذكرناه كالتصغير فتقول في باب أبواب وفي ناب أدياب وفي ضاربة ضوارب وكمل المنقوصة التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف فإذا صغر هذا النوع من الأسماء فلا يخلو إما أن يكون ثنائيا مجردا عن التاء أو ثنائيا ملتبسا بها أو ثلاثيا مجردا عنها فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو ملتبسا بها رد إليه في التصغير ما نقص منه فيقال في دم دمي وفي شفة شفيهة وفي عدة وعيد وفي ماء مسمى به موي وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثه غير تاء التأنيث صغر على لطظه ولم يرد إليه شيء فتقول في شاك السلاح شويك وَمَنْ بِتَرْخِينٍ يُصَغِّرُكْتَفَةَ بِالأَصْلِ كَالْعُطَيْفِ يَعْنِ الْمِعْطَفَةَ من التصغير نوع يسمى وفي سوداء سويدة وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيع فتقول في قربات قريطس وفي عصفور عصيفر واختنبت التأنيث ما فغرت من مؤنث عار ثلاثي كثن ما لم يكن بالتا يرادى لبسي كشجر وبقر وخمسي وشذ ترك دون لبس وندر لحاكت فيما ثلاثيا كثر إذا صغر الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث لحقته التاء عند أمن اللبس وشذ حذفها حينئذ فتقول في سن سنينة وفي دار دويرة وفي يد يدي فإن خيث اللبس لم تلحق التاء فتقول في شجر وبقر وخمس شجير وبقير وخميس بلا تاء إذ لو قلت شجيرة وبقيرة وخميسة لالتبث بفصغير شجرة وبقرة وخمسة المعدود به مذكر ومما شذ فيه الحذف عند أمن اللبس قولهم في زود وحرب وقوس ونعل ذويد وحريب وقويس ونعيل وشذ أيضا لحاك التاء فيما زاد على ثلاثة أحرف كقولهم في قدام قديديمة انتهى وصغروا شذودا للذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي التصغير من خواص الأسماء المتمكنة فلا تصغروا المبنيات وشذ تصغير الذي وفروعه وذا وفروعه قالوا في الذي الذي وفي التي التي وفي ذا وتا ذا وتا انتهى النثر يا أنك يا الكرسي زادوا للنثر وكل ما تليه كثره وجب إذا أريد إضافة شيء إلى بلد أو قبيلة أو نحو ذلك جعل آخره ياء مشددة مكسورا ما قبلها فيقال في النثر إلى دمشقي وإلى تمين تميني وإلى أحمد أحمدي ومثله مما حواه حذف وتا تأنيث أو مدته لا تثبث وإن تكن تربع ذاتان سكا فقلبها واوا وحذفها حسا يعني أنه إذا كان في آخر الاسم يا أنكياء الكرسي في كونها مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا وجب حذفها وجعل ياء النسب موضعها فيقال في النسب إلى الشافعي شافعي وفي النسب إلى مرمي مرمي وكذلك إذا كان آخر الاسم تاء التأنيث وجب حذفها للنسب فيقال في النسب إلى مكة مكي ومثل تاء التأنيث في وجوب الحذف للنسب ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فصاعدا كحبارا وحباري أو رابعة متحركا ثاني ما هي فيه كجمزا وجمزي وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه كحبلة جاز فيها وجهان أحدهما الحذف وهو المختار فتقول حبلي والثاني قلب هواوا فتقول حبلوي لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتما والألف الجائز أربعا أزل كذاك يل منقوص خامسا عزل والحذف فيها رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعني أن ألف الإلحاق المقصورة كألف التأنيث في وجوب الحذف إن كانت خامسة كا وحبارك وجواز الحذف والقلب إن كانت رابعة كعلقا وعلقي وعلقوي ولكن المختار هنا القلب عكس ألف التأنيث وأما الألف الأصلية فإن كانت ثالثة قلبت واوا كعفا وعفوي وفتا وفتوي وإن كانت رابعة قلبت أيضا واوا كملهوي وربما حدثت كملهي والأول هو المختار وإليه أشار بقوله وللأصلي قلب يعتمى أي يختار يقال اعتميت الشيء أي اخترته وإن كانت خامسة فصلة وجب الحذف كمصطفي في مصطفى وإلى ذلك أشار بقوله جائز أربعا أزل وأشار بقوله كذاك يا المنقوص إلى آخره إلى أنه إذا نسب إلى المنقوص فإن كانت ياؤه ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها نحو الشجوي في شج وإن كانت رابعة قدفت نحو قاضي في قاض وقد تقلب واوا نحو قاضوي وإن كانت خامسة ففاعدا وجب حذفها كمعتدي في معتد ومستعلي في مستعلي والحبركة القراد والأنثى حبركات والعلقى نبت واحده علقات انتهى وأولد القلب في وفعل عينه مفتح وفعل إذا قلبت يا المنقوص سواوا وجب فتح ما قبلها نحو شجوي وقاضوي وأشار بقوله وفعل إلى آخره إلى أنه إذا نسب إلى ما قبل آخره كثرة وكانت الكثرة مسبوقة بحرف واحد وجب التخفيف بجعل الكثرة فتحة قال في وفي دؤيل دؤالي وفي إبل إبلي انتهى وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي قد سبق أنه إذا كان آخر لاسمياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب فيقال في الشافعي شافعي وفي مرمي مرمي وأشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى ما هي أين أصلا والأخرى زائدة فمن العرب من يكتفي بحذف الزائدة منهما ويبقي الأصلية ويقلب هواوا فيقول في المرمي مرموي وهي لغة قليلة والمختار اللغة الأولى وهي الحذف سواء كانتا زائدتين أم لا فتقول في الشافعي شافعي وفي مرمي مرمي انتهى إن فتح ثانيه يجب واردده واردده عنه قلب قد سبق حكم الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين وأشار هنا إلى أنها إذا كانت مسبوقة بحرف واحد لم يُحذف من الاسم في النسب بل يُفتح ثانيه ويُقلب ثالثه هواوا ثم إن كان ثانيه ليس بدلا من هواوا لم يُغير وإن كان بدلا من هواوا قل بواوا فتقول في حي حيوي لأنه من حييته وفي طي طووي لأنه من طويته انتهى وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب يُحذف من المنسوب إليه ما فيه من علامة تثنية أو جمع تصحيح فإذا سميت رجلا زيداني وأعربته بالألف رفعاً وبالياء جراً ونصداً قلت زيدي وتقول فيمن اسمه زيدون إذا أعربته بالحروف زيدي وفيمن اسمه هندات هندي انتهى وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولاً بالألف قد سبق أنه يجب كثر ما قبل ياء النسب فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كثره في النسب ياء مكسورة مضغم فيها ياء وجب حذف الياء المكسورة فتقول في طيب طيبي وقياس النسب في طيء طيئي لكن تركوا القياس وقالوا طائي بإبدال الياء ألفاً فلو كانت الياء المضغم فيها مفتوحة لم تحذف نحو هبيخي في هبيخ والهبيخ الغلاء بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الحادي عشر من شرح بن عقيل على ألفية بن مالك في الوقف تا تأنيث لاسم هاجعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كان فعلاً وقف عليه بالتاء نحو هند قامت وإن كان اسماً فإن كان مفرداً فلا يخلو إما أن يكون ما قبلها ساكناً صحيحاً أو لا فإن كان ما قبلها ساكناً صحيحاً وقف عليه بالتاء نحو بنت وأخت وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو فاطمة وحمزة وفتاة وإن كان جمعاً أو شبهه وقف عليه بالتاء نحو هندات وهيهات وقل الوقف على المفرد بالتاء نحو فاطمة وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء نحو هنداء وهيهات انتهى وقف بها السك على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل وليس حتماً في سوى ما كعي أو كيعي مجزوماً فراع ما رعوا يجوز الوقف بهاء السك على كل فعل حذف آخره للجزم أو الوقف كقولك في لم يعطي لم يعطه وفي أعطي أعطه ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زائد فالأول كقولك في عي وقي عه وقه والثاني كقولك في لم يعي لم يقي لم يعه ولم يقي وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها إن تقف وليس حتماً في سوى من خفض باسن كقولك اقتضاء مقتض إذا دخل على مال استفهامية جار وجب حذف ألفها نحو عما تسأل وبما جئت واقتضاء مقتضى زيد وإذا وقف عليها بعد دخول الجار فإما أن يكون الجار لها حرفاً أو اسماً فإن كان حرفاً جاز إلحاقها السكت نحو عمه وثيمه وإن كان اسماً وجب إلحاقها نحو اقتضاء مه ومجيء مه ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزمة ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذة في المدام استحسن يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشفه حركة إعراب كقولك في كيف كيفه ولا يوقف بها على ما حركته إعرابية نحو جاء زيد ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي ولا على ما حركته البنائية غير لازمة نحو قبل وبعد والمناد المفرد نحو يا زيد ويا رجل واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل وشذ وصلها بما حركته البنائية غير لازمة كقولهم في من علو من علوه واتحسن إلحاقها بما حركته دائمة لازمة وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نسرا وفشا منتظما قد يعطى الوصل حكم الوقف وذلك كثير في النظم قليل في الشعر ومنه في النسر قوله تعالى لم يتسنه وانظر ومن النظم قوله نثل الحريق وافق القصبة فضعف الباء وهي موصولة لحرص الإطلاق وهو الألف الإمالة الألف المبدل من يا في طرف أم الكذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما تليهها التأنيث ملها عدمة الإمالة عبارة عن أن ينحى بالفتحة نحو الكثرة وبالألف نحو الياء وتمال الألف إذا كانت طرفا بدلا من ياء أو صائرة إلى الياء دون زيادة أو شذوذ فالأول كألف رمى ومرمى والثاني كألف ملها فإنها تصير ياء في التثنية نحو ملهيان واحترز بقوله دون مزيد أو شذوذ مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصغير نحو قفي أو في لغة شاذة كقول هذيل في قفا إذا أضيف إلى ياء المتكلم قفيا وأشار بقوله ولما تليهها التأنيث ملها عدمة إلى أن الألف التي وجد فيها سبب الإمالة تمال وإن وليتها هاء التأنيث كفتا وهكذا بدل عين الفعل إن يأل إلى فلت كماضي خفود أي كما تمال الألف المتطرفة كما سبق تمال الألف الواقعة بدلا من عين فعل يصير عند إسناده إلى فاء الضمير على وزن فلت بكثر الفاء سواء كانت العين واو الكخافة أو ياء كباعة وكدانة فيدوز إمالتها كقولك خفت ودنت وبعت فإن كان الفعل يصير عند إسناده إلى التاء على وزن فلت بضم الفاء امتنعت الإمالة نحو قال وجال فلا تملها كقولك قلت وجلت كذاك تال الياء والفصل اغتفر بحرف نوم مع ها كجيب ها أدر كذاك تمال الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو بيان أو منفصلة بحرف نحو يسار أو بحرفين أحدهما ها نحو أدر جيب ها فإن لم يكن أحدهما هاء امتنعت الإمالة لبعد الألف عن الياء نحو بيننا والله أعلم كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل هاك لا فصل يعد فدرهما كمن يمله لم يصد أي كذلك تمال الألف إذا وليتها كسرة نحو عالم أو وقعت بعد حرف يلي كسرة نحو كتاب أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن نحو شملال أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء نحو يريد أن يضربها وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين الذين وقعا بعد الكثرة أولهما ساكن نحو هذان ذرهماك والله أعلم وحرف الاستعلاء يكف مظهرة من كسر نويا وكذا تكفرا إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسك نسر الكثر كالمطواع مر حروف الاستعلاء سبعة وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والضاء والغين والقاف وكل واحد منها يمنع الإمالة إذا كان سببها كثرة ظاهرة أو ياء موجودة ووقع بعد الألف متصلا بها كثاخط وحاصل أو مفصولا بحرف كنافخ وناعق أو حرفين كمناشيط وموافق وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مكسورة وهي المظلومة نحو هذا عذار والمكتوحة نحو هذان عذاران بخلاف المكسورة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وأشار بقوله كذا إذا قدم البيت إلى أن حرف الاستعلاء المتقدمة يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كثرة فلا يمال نحو صالح وظالم وقاتل ويمال نحو طلاب وغلاب وإصلاح وكف مستعل ورن ينكف بكثرة كغارما لا أجف يعني أنه إذا جتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع الراء المكسورة غلبتهم المكسورة وأميلة الألف لأجلها فيمال نحو على أبطارهم ودار القرار وفهم منه جواز إمالة نحو حمارك لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لترك الإمالة وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة فإمالتها مع عدم المقتضي لتركها أولى وأحرى ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر بخلاف سبب المنع فإنه قد يؤثر منفصلا فلا يمال أتى قاسم بخلاف أتى أحمد وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمناسبة ألف قبلها مجتملة على سبب الإمالة كإمالة الألف الثانية من نحو عمادا لمناسبة الألف الممالة قبلها وكإمالة ألف تلا كذلك ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة فلا يمال غير المتمكن إلا سماعا إلا ها ونا فإنهما يمالان قياسا مضطردا نحو يريد أن يضربها ومر بنا والفتح قبل كثر راء في طرف أملك للأيسر مل تكفى الكلف كذالذي تليه ها التأنيث فيه وقف إذا ما كان غير ألف تمال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلا ووقفا نحو بشرر وللأيسر مل وكذا يمال ما وليه ها التأنيث من نحو قيمة ونعمة انتهى التصريف حرف وشبهه من الصرط بريد وما سواهما بتصريف حري التصريف عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلان وشبه ذلك ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال فأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل وم الله وق زيدا ومنتهث من خمس تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا الاسم قسمان مزيد فيه ومجرد عن الزيادة فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعا وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف نحو إحرنجام وشهيهاب والمجرد من الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع وهو إما ثلاثي كفلس وإما رباعي كجعفر وإما خماسي وهو غايته كسفرجل وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسروز التفكين ثانيه تعم العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير منها وحينئذ فالاسم الثلاثي إما أن يكون مضموم الأول أو مكسوره أو مفتوحه وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحه أو ساكنه فتخرج من هذا إثنى عشر بناء حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة وذلك نحو قفل وعنق ودئل وصرد ونحو علم وحبك وإبل وعنب ونحو فلس وفرس وعبد وكبد وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل يعني أن من الأبنية الاثنى عشر بناءين أحدهما مهمل والآخر قليل فالأول ما كان على وزن فعل بكسر الأول وضمن الثاني وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات حبك والثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني كدئل وإنما قبل ذلك في الأسماء لأنهم قفدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسم فاعله كضرب وقتل وافتح وضم وكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا الفعل ينقسم إلى مجرد وإلى مزيد فيه كما انقسم الاسم إلى ذلك وأكثر ما يكون عليه المجرد أربعة أحرف وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى ستة والثلاثي المجرد أربعة أوزان ثلاثة لفعل الفاعل وواحد لفعل المفعول فالتي لفعل الفاعل فعل بفتح العين كضربة وفعل بكسرها كشربة وفعل بضمها كشرفة والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمنة ولا تكون الفاء في المبني للفاعل إلا مفتوحة ولهذا قال المصنف وافتح وضم وكسر الثاني فجعل الثاني مثلثا وثكت عن الأول فعلم أنه يكون على حالة واحدة وتلك الحالة هي الفتح وللرباعي المجرد ثلاثة أوزان واحد لفعل الفاعل كذحرجة وواحد لفعل المفعول كذحرجة وواحد لفعل الأمر كذحرج وأما المزيد فيه فإن كان ثلاثيا صار بالزيادة على أربعة أحرف كضاربة أو على خمسة كانطلق أو على ستة كستخرجة وإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة كتدحرجة أو على ستة كإحرنجمة لسم مجرد رباع فعلل وفعلل 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 ومع فعل فعلل وإن على فمع فعلل حوا فعلل كذا فعلل وفعلل وما غاية للزيادة أو النقص تمى الاسم الرباعي المجرد له ستة أوزات الأول فعلل بفتح أوله وثالثه وسكون ثاني نحو جعفر الثاني فعلل بكثر أوله وثالثه وسكون ثاني نحو زبريج الثالث الثالث فعلل بكثر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه نحو درهم وهجرع الرابع فعلل بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو برثن الخامس فعلل بكثر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه نحو هزبر السادس فعلل بضم أوله وفتح ثالثه وسكون ثانيه نحو جخدر وأشار بقول إلى أبنية الخماسي وهي أربعة الأول فعلل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه نحو سفرجل الثاني فعلل بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكثر رابعه نحو جحمرش الثالث فعلل بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكثر رابعه نحو قذعمل الرابع فعلل بكثر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه نحو قرطعب وأشار بقوله وما غير إلى آخره إلى أنه إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر فهو إما ناقص وإما مزيد فيه فالأول كيد ودم والثاني كاستخراج واقتدار والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي الحرف الذي يلزم تطاريف الكلمة هو الحرف الأصلي والذي يسقط في بعض تطاريف الكلمة هو الزائد نحو ضارب ومضروب بظن فعل قابل الأصول فيه وزن وزائد بلفظه اكتفي وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي إذا أريد وزن الكلمة قُبلت أصولها بالفاء والعين واللام فيقابل أولها بالفاء وثانيها بالعين وثالثها باللام فإن بقي بعد هذه الثلاثة أصل عُبر عنه باللام فإن قيل ما وزن ضرب فقل فعل وما وزن زيد فقل فعل وما وزن جعفر فقل فعلل وما وزن فستق فقل فعلل وتكرر اللام على حسب الأصول وإن كان في الكلمة زائد عُبر عنه بلقظه فإن قيل ما وزن ضارب فقل فعلل وما وزن جوهر فقل فوعلل وما وزن مستخرج فقل مستفعلل هذا إذا لم يكن الزائد ضعف حرف أصلي فإن كان ضعفه عُبر عنه بما عُبر عن ذلك الأصلي وهو المراد بقوله وإن يكن الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن مال الأصلي فتقول في وزن إغدودنا افعو على فتعبر عن الدار الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدار الأولى لأن الثانية ضعفها وتقول في وزن قتل فعل ووزن كرم فعل فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول ولا يجوز أن تعبر عن هذا الزائد بلفظه فلا تقول في وزن إغدودنا افعودلا ولا في وزن قتل فاعتلا ولا في وزن كرم فعرلا واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلملم المراد بسمسم الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه ولم يكن أحد المكررين صالحا للسقوط فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بأنها أصول فإذا صلح أحد المكررين للسقوط ففي الحكم عليه بالزيادة خلاف وذلك نحو لملم أمر من لملمة أو كفكف أمر من كفكفة فاللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسقوط بدليل صحة لم وكفة فاختلف الناس في ذلك فقيل هما مادتان وليس كفكف من كفة ولا لملم من لمة فلا تكون اللام والكاف زائدتين وقيل اللام زائدة وكذلكاف وقيل هما بدلان من حرف مضاعف والأصف لمم وكفة ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في لملمة وكاف في كفكفة انتهى فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين إذا صحبت الألف ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها نحو ضارب وغضى فإن صحبت أصلين فقط فليست زائدة بل هي إما أصل كإلا وإما بدل من أصل كقال وباع وليا كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيئ ووعوع أي كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتهما إلا في الثنائي المكرر فالأول كفيرة ويعمل وجوهر وعجوز والثاني كيؤيئ لطائر ذي مخلب ووعوعة مصطر وعوع إذا صوت فالياء والواو في الأول زائدتان وفي الثاني أصليتان وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا أي كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف الأصول كأحمد ومكرم فإن سبقا أصلين حكم بأصالتهما كإبل ومهد انتهى كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظ هاردت أي كذلك يحكم على الهمزة بالزيادة إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين نحو حمراء وعاشراء وقاصعاء فإن تقدم الألف حرفاني فالهمزة غير زائدة نحو كساء ورداء فالهمزة في الألف بدل من واو وفي الثاني بدل من ياء وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد كماء ودا والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غض انفر أصالة كفي النون إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين حكم عليها بالزيادة كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك وذلك نحو الزعفران وثكران فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية نحو مكان وزمان ويحكم أيضا على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفان كغضنفر والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة تزاد التأو إذا كانت للتأنيث كقائمة وللمضارعة نحو أن تتفعل أو مع السين في الاستفعال وفروع نحو استخراج ومستخرج واستخرج أو مطاوعة أو مطاوعة تفعل نحو علمته فتعلم أو فعلله كتدحرج والهاء وقفا كلمة ولم تراه واللام في الإشارة المشتهرة تزاد الهاء في الوقف نحو لما ولم تراه وقد سبق في باب الوقف بيان ما تزاد فيه وهو ما الاستفهامية المجرورة والفعل المحذوف اللام للوقف نحو ره أو المجزوم نحو لم تراه وكل مبني على حركة نحو كيفه إلا ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل والمنادى نحو يا زيد والفعل الماضي نحو ضرب واضطرد أيضا زيادة اللام في أسماء الإشارة نحو ذلك وتلك وهناك وامنع زيادة بلا قيد ثبث إن لم تبين حجة كحضلت إذا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها قولك سألتمونيها خاليا عما قيدت به زيادته فاحكم بأصالته إلا إن قام على زيادته حجة بينة كثقوط همذة شمأل في قولهم شملت الريح شمولا إذا هبت شمالا وكثقوط نون حنظل في حضلة الإبل إذا آداها أكل الحنظل وكثقوط تاء ملكوت في الملك فصل في زيادة همزة الوصل للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا بتدي به كستثبت لا يبتدأ بساكن كما لا يوقف على متحرك فإذا كان أول الكلمة ساكنا وجب الإتيان بهمزة متحركة توصلا للنطق بالساكن وتسمى هذه الهمزة همزة وصل وشأنها أنها تثبت في الرتداء وتسقط في الدرج نحو استثبت أمر للجماعة بالاستثبات وهو لفعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاث كخش وانض وانفذا لما كان الفعل أصلا في التصريف اختص بكثرة مجيء أوله ساكنا فاحتاج إلى همزة الوصل فكل فعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة أحرفين يجب الإتيان في أوله بهمزة الوصل نحو استخرج وانطلق وكذلك الأمر منه نحو استخرج وانطلق والمصدر نحو استخراج وانطلاق وكذلك تجب الهمزة في أمر الثلاثي نحو إخشى وانضي وانفذ من خشية ومضى ونفذا وثن نفت ابن ابن من سمع واثنين ومرء وتأنيث تبع ويمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل ولم تحفظ همزة الوصل في الأسماء التي ليست مصادر لفعل زائد على أربعة إلا في عشرة أسماء اسم وست وابن وابن من واثنين وامرئ وامرأة وابنة واثنتين ويمن في القسم ولم تحفظ في الحروف إلا في أل ولما كانت الهمزة مع أل مفتوحة وكانت همزة الاستفهام مفتوحة لم يجد حذف همزة الاستفهام لألا يلتبس الاستفهام بالخبر بل وجب إبدال همزة الوصل ألفا نحو آه الأمير قائم أو تسهيلها ومنه قوله آه الحق إن دار الرباب تباعدت أو إن بت حبل أن قلبك طائر الإبدال أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نصر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت فيه هذا الباب عقده المصنف لبيان الفروف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا وهي تسعة أحرف جمع أهل المصنف رحمه الله تعالى في قوله هدأت موطيا ومعنى هدأت سكنت وموطيا اسم فاعل من أوطأت الرحلة إذا جعلته وطيئا لكنه خفف همزته بإبدال هياء لانفتاحها وكثر ما قبلها وأما غير هذه الحروف فإبدالها من غيرها شاذ أو قليل فلم يتعرض المصنف له وذلك كقولهم في إضطجع إلطجع وفي أصيلان أصيلال فتبدل الهمزة من كل واو أو ياء تطرفتا ووقعتا بعد ألف زائدة نحو دعاء وبناء والأصل دعاء وبناء فإن كانت الألف التي قبل الياء أو الواو غير زائدة لم تبدل نحو آية وراية وكذلك إذا لم تتطرف الياء أو الواو كتباين وتعاون وأشار بقوله وفي فاعل ما أعل عينا ذقت فيه إلى أن الهمزة تبدل من الياء والواو قياسا متبعا إذا وقعت كل منهما عين اسم فاعل وأعلت في فعله نحو قائل وبائع وأصلهما قاول وبائع ولكن أعلوا حملا على الفعل فكما قالوا قال وباعة فقلبوا العين ألفا قالوا قائل وبائع فقلبوا عين اسم الفاعل همزة فإن لم تعل العين في الفعل صحت اسم الفاعل نحو عاور فهو عاور وعين فهو عاين والمد زيد ثالثا في الواحد همز يرا في مثلك القلائد تبدل الهمزة أيضا مما ولي ألف ألف الجمع الذي على مثال مفاعل إن كان مدة مزيدة في الواحد نحو قلادة وقلائد وفحيفة وفحائث وعجوز وعجائز فلو كان غير مدة لم تبدل نحو قصورة وقساور وهكذا إن كانت مدة غير زائدة نحو مفاذة ومفاوذ ومعيشة ومعايش إلا فيما سمع فيحفظ ولا يقاس عليه نحو مصيبة ومصائف كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلك جمع نيفا أي كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط بينهما مدة مفاعل كما لو سميت بنيف ثم كثرته فإنك تقول نيائف بإبدال الياء الواقعة بعد ألف الجمع همزة ومثله أول وأوائل فلو توسط بينهما مدة مفاعلة انتنع قلب الثاني منهما همزة كفواويسة ولهذا قيد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بمدة مفاعل وافتح ورد الهمزة يا فيما أعل لا من وفي مثله راوة جعل واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه ووفيا أشد قد سبق أنه يجب إبدال المدة الزائدة في الواقع همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع نحو صحيفة وصحائف وأنه إذا توسط ألف مفاعلة بين حرفين لي لين كلب الثاني منهما همزة حونية ونيائش وذكر هنا أنه إذا اعتلت لام أحد هذين النوعين فإنه يخفق بإبدال كثرة الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء فمثال الأول قضية وقضايا وأصله قضائي بإبدال مدة الواحد همزة كما فعل في صحيفة وصحائف فأبدلوا كثرة الهمزة فتحة فحينئذ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قضاء فأبدلت الهمزة ياء فصارت قضايا ومثال الثاني زاوية وزوايا وأصله زوائي بإبدال الواوي واقعة بعد ألف الجمع همزة كنيف ونيائف فقلبوا كثرة الهمزة فتحة فحينئذ قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت زواء ثم قلبوا الهمزة ياء فصارت زوايا وأشار بقوله وفي مثله راوة جعل واوا إلى أنه إنما تبدل الهمزة ياء إذا لم تكن اللام واوا سلمت في المفرد كما مثل فإن كانت اللام واوا سلمت في المفرد لم تقلب الهمزة ياء بل تقلب واوا ليشاكل الجمع واحده وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف وذلك نحو قولهم هراوة وهراوة وأصله هرائيو كصحائف فقلبت كثرة الهمزة فتحة وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هراء ثم قلب الهمزة واوا فصار هراوة وأشار بقوله وهمزا أول الواوين رد إلى أنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعلة نحو أواصلة جمع واصلة والأصل وواصل بواوين الأولى فاء الكلمة والثانية بدلا من ألف فاعلة فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعلة لم يجب الإبدال نحو ووفية وورية أصله وافى ووارى فلما بني للمفعول احتيج إلى ضم ما قبل الألف فأبدلت الألف واوا ومد نبدل ثانية الهمزين منه كلمة يسكن كآثر وقت منه إن يفتح إسر ضمن أو فتح قلب واوا ويا أن إسر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أفر ما لم يكن لفظا أتم فذاك يا أن مطلقا جا وأأم ونحوه وجهين في ثانيه أم إذا اجتمع في كلمة همزة ثاني وجب التخفيف إن لم يكن في موضع العين نحو سآل ورآس ثم إن تحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما وجب إبدال الثانية مدة تجانس الحركة الأولى فإن كانت حركتها فتحة أبدلت الثانية ألفا نحو آثرت وإن كانت ضمة أبدلت واوا نحو أوثر وإن كانت كثرة أبدلت ياء نحو إيثار وهذا هو المراد بقوله ومد نبدل البيت وإن تحركت ثانيتهما فإن كانت حركتها فتحة وحركت ما قبلها فتحة أو ضمة قلبت واوا فالأول نحو أوادم جمع آدم وأصله أآدم والثاني نحو أويد من تصدير آدم وهذا هو المراد بقوله يفتح ثر ضمن وفتح قلب واوا وإن كانت حركة ما قبلها كثرة قلبت ياء نحو إيام وهو مثال إصبع من أمة وأصله إئمم فنقلت حركة المين الأولى إلى الهمزة التي قبلها وأضغمت الميم في المين فصار إيام ثم قلبت الهمزة الثانية ياء فصارت إيام وهذا هو المراد من قوله ويا أنسر كثر ينقلب وأشار بقوله ذو الكثر مطلقا كذا إلى أن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة تقلب ياء مطلقا أي سواء كانت التي قبلها مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة فالأول نحو أين مضارع أن وأصلها أئن فغففت بإبدال الثانية من جنس حركتها فصار أين وقد تحقق نحو أئن بهمزتين ولم تعامل بهذه المعاملة في غير الفعل إلا في أئمة فإنها جاءت بالإبدال والتفصيح والثاني نحو إيم مثل إصبع من أمة وأصله إئم فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية وأضغمت الميم في الميم فصارت إئم فخففت الهمزة الثانية بإبدالها من جنس حركتها فصارت إئم والثالث نحو أين أصل أئن فالأصل أئنن لأنه مضارع أئننته أي جعلته يئن فدخله النقل والإدغام ثم قفف بإبدال ثاني همزتيه من جنس حركتها فصار أين وأشار بقوله وما يضم واوا أصير إلى أنه إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة قلبت واوا سواء انفتحت الأولى أو انكثرت أو انضمت فالأول نحو أوب جمع أب وهو المرأة أصله أأبوب لأنه أفعل فنقلت حركة عينه إلى فائه ثم أدغم فصار أأب ثم قففت ثانية الهمزتين بإبدالها من جنس حركتها فصارت أوب والثاني نحو إيوم مثال إصبع من أمة والثالث نحو أوم مثال أبلم من أمة وأشار بقوله ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء إلى أن الهمزة الثانية المضمومة إنما تصير واوا إذا لم تكن طرفا فإن كانت طرفا سيرت ياء مطلقا سواء انضمت الأولى أو انكثرت أو انفتحت أو سكنت فتقول في مثال جعفر من قرأ قرأ ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرأيا فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قرأ وتقول في مثال زبرج من قرأ قرئ ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرئيا كالمنقوص وتقول في مثال برس من قرأ قرؤ ثم تقلب الضمة التي على الهمزة الأولى كثرة فتصير قرئيا مثل القاضي وأشار بقوله وأأم ونحوه وجهين في ثانيه أم إلى أنه إذا انضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها وكانت الهمزة الأولى للمتكلم جاز لك في الثانية وجهان الإبدال والتحقيق وذلك نحو أأم مضارع أم فإن شئت أبدلت فقلت أأم وإن شئت حققت فقلت أأم وكذا ما كان نحو أأم في كون أولى همزتيه للمتكلم وكثرت ثانيتهما ويجوز في الثانية منهما الإبدال والتحقيق نحو أين مضارع أنه فإن شئت أبدلت فقلت أينه وإن شئت حققت فقلت أأنه انتهى ويا أقلب ألفا كثرا ثلا أو يا أتصغير بواو ذفعل في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أي ضر أو في مصطر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحوال إذا وقعت الألف بعد كثرة وجب قلبها ياء كقولك في جمع مصباح ودينار مصابيح ودنانير وكذلك إذا وقعت قبلها ياء التصغير كقولك في غزال غزيل وفي قذال غزيل وأشار بقوله دواو ذفعل في آخر إلى آخر البيت إلى أن الواوة تقلب أيضا ياء إذا تطرفت بعد كثرة أو بعد ياء التصغير أو وقعت قبلتاء التأنيث أو قبل زيادتي فعلان مكسورا ما قبلها فالأول نحو رضي وقوية أصلهما رضي وقوية لأنهما من الرضوان والقوة فقلبت الواو ياء والثاني نحو جري تصغير جر وأصله جري فجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء والثالث نحو شجية وهي اسم فاعل للمؤنث وكذا شجية مصغرا وأصله شجيوة من الشجوي والرابع نحو غزيان وهو مثال ضريبان من الغزوي وأشار بقوله ذا أيضا رأوا في مطر المعتل عينا إلى أن الواوة تقلب بعد الكثرة ياء في مصدر كل فعل اعتلت عينه نحو صام صياما وقام قياما والأصل صوام وقوام فأعلت الواو في المصدر حملا له على فعله فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر نحو لاوذ لواذا وجاور جوارا وكذلك تصح إذا لم يكن بعدها ألف وإن اعتلت في الفعل نحو حال حولا وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عنه أي أي متى وقعت الواو عين جمع وأعلت في واحده أو سكنت وجب قلبها ياء إن انكثر ما قبلها ووقع بعدها ألف نحو ديار وثياب أصلها ديوار وثواب فقلبت الواوياء في الجمع الانكثار ما قبلها ومجيء الألف بعدها مع كونها في الواحد إما معتلة كدار أو شبيهة بالمعتل في كونها حرفلين ساكنا كثوب وصححوا فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيال إذا وقعت الواو عين جمع مكسورا ما قبلها واعتلت في واحده أو سكنت ولم يقع بعدها ألف وكان على فعلة وجب تصحيحها نحو عود وعودة وكوز وكوزة وشدة ثور وثيرة ومن هنا يعلموا أنه إنما تعتل في الجمع إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقريره لأنه حكم على فعلة بوجوب التصحيح وعلى فعل بجواز التصحيح والإعلال فالتصحيح نحو حاجة وحوج والإعلال نحو قامة وقيم ودينة وديم والتصحيح فيها قليل والإعلال غالب انتهى والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب إبدالواو بعد ضم من ألف وياك موقن بذا لها اعترف إذا وقعت الواو طرفا رابعة فصاعدا بعد فتحة قل بتياء نحو أعطيت أصله أعطوت لأنه من عطى يعطو إذا تناول فقلت الواو في الماضي يا أن حملا على المضارع نحو يعطي كما حمس المفعول نحو معطيان على اسم الفاعل نحو معطيان وكذلك يرضيان أصله يرضيان لأنه من الرضوان فقربت واوه بعد الفتحة يا أن حملا لناء المفعول على لناء الفاعل نحو يرضيان وقوله ووجب إبدالواو بعد ضم من ألف معناه أنه يجب أن يبدل من الألف واو إذا وقعت بعد ضمة كقولك في بايع بويع وفي ضارب ضورب وقوله وياك موقن بذا لها اعترف معناه أن الياء إذا سكنت أفرد بعض ضمة وجب إبدال هواوا نحو موقن وموسر أصلهما ميقن ومجسر لأنهما من أيقن وأيسر فلو تحركت الياء لم تعل نحو هيا ويكثر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما يجمع فعلاء وأفعل على فعل بضم الفاء وسكون العين كما سبق في التكسير كحمراء وحمر وأحمر وحمر فإذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة تصح الياء نحو هيماء وهيم وبيضاء وبيض ولم تقل بالياء واوا كما فعلوا في المفرد كموقن استفقالا لذلك في الجمل وواوا نسر ضمن رد اليامة ألفية لا مفعل نوم قبل تا كتائبان من رمى كمقدرة كذا إذا كسبوا آن صيّره إذا وقعت الياء لا مفعل أو من قبل تا التأنيث أو زيادتي فعلان وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قلبها واوا فالأول نحو قضو الرجل والثاني كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن مقدرة فإنك تقول مرموة والثالث كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن السبعان فإنك تقول رموان فتقلب الياء واوا في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها وإن تكن عينا لفعلى وصفى فذاك بالوجهين عنهم يلفى إذا وقعت الياء على صفة على وزن فعلى جاز فيها وجهان أحدهما قلب الضمة كثرة لتصح الياء والثاني إبقاء الضمة فتقلب الياء واوا نحو الضيقى والكيسى والضوقى والكوسى وهما الأنيث الأضيق والأكلف فصل من لا نفعل اسمن أتى الواوا بدل يا إنك تقوى غالبا جاذا البدل تبدل الواوا من الياء الواقعة لا مسمن على وزن فعلى نحو تقوى فهو تقيا لأنها من تقيت فإن كانت فعلى صفة لما لم تبدل الياء واوا نحو صدية وخزية ومثل تقوى فتوى بمعنى الفتية وبقوى بمعنى البقية واحترز بقوله غالبا مما لم تبدل الياء فيه واوا وهي لا مسمن على فعلى كقولهم للرائحة رية بالعكس جاء لام فعلى وصفة وكون قصوى نادرا لا يخفى أي تبدل الواوا الواقعة لاما لفعلى وصفا ياءا نحو الدنيا والعليا وشذ قول أهل الحجاز القصوى فإن كانت فعلة اسمن سلمت الواوا كحزوى انتهى فصل إِنْ يَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاوٍ وَيَا وَاتَّصَلَ وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِيَا فَيَاءَنِ الْوَا وَقْلِبَنَّ مُدْغِمَةً وَشَذَّ مُعْطًا غَيْرَ مَا قَدْ رُسِمَةً إذا جتمعت الواوا والياء في الكلمة وسبقت إحداهما بالسكون وكان سكونها أصليا أبدلت الواوا ياءا وأدغنت الياء في الياء وذلك نحو سيد وميت والأصل سيود وميوت فاجتمعت الواوا والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوا ياءا وأدغنت الياء في الياء فصار سيد وميت فإن كانت الياء والواوا في كلمتين لم يؤثر ذلك نحو يعطي واقد وكذا إن عرضت الياء أو الواوا للسكون كقولك في رؤية روية وفي قوية قوية وشد التفصيح في قولهم يوم أيوام وشد أيضا إبدال الياء واوا في قولهم عوى الكلب عوة انتهى من ياء نواوا بتحريك أصل أليف نبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف إذا وقعت الواوا والياء متحركة بعد فتحة قلبت ألفا نحو قال وباع أصله ما قول وبيع فقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها هذا إن كانت حركتهما أصلية فإن كانت عارضة لم يعتد بها كجيل وتوم أصلهما جيأل وتوأم نقلت حركة الهمزة إلى الياء والواو فصار جيلا وتوما فلو سكن ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لاما وجب التفصيح نحو بيان وطويل فإن كانتا لاما وجب الإعلال ما لم يكن الساكن بعدهما ألفا أو ياءا مشددة كرمية وعلوي وذلك نحو يخشون أصله يخشيون فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو الساكنة وفح عين فعل وفعلا ذا أفعل كأغيب وأحولا كل فعل كان اسم الفائل منه على وزن أفعل فإنه يلزم عينه التفصيح نحو عوير فهو أعور وهيف فهو أهيف وغيد فهو أغيب وحول فهو أحول وحول المصدر على فعله نحو هيف وغيد وعور وحول انتهى وإن يب تفاؤل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل إذا كان افتعل معتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفا نحو اعتاد وارتاد لتحركها وانفتاح ما قبلها فإن أبان افتعل معنى تفاعل وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التفصيح إن كان واويا نحو اشتوه فإن كانت العين يا أن وجب إعلالها نحو ابتاعوا واستافوا أي تضاربوا بالسيوف وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق إذا كان في كلمة حرفاعلة كل واحد متحرك مفتوح ما قبله لم يجد إعلالهما معا لأن لا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر والأحق منهما بالإعلال الثاني نحو الحيا والهوى والأصل حيا وهوى فوجد في كل من العين واللام سبب الإعلال فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير وشد إعلال العين وتصحيح اللام نحو غاية وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم إذا كان عين الكلمة واوا متحركة مفتوحا ما قبلها أو ياء متحركة مفتوحا ما قبلها وكان في آخرها زيادة تخص الاسم لم يجد قلبها ألفا بل يجب تصحيحها وذلك نحو والان وهيمان وشد ماهان وداران انتهى وقبل بقلب ميمن النون إذا كان مسكنا كمن بتم بذا لما كان النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسرا وجب قلب النون ميما ولا فرق في ذلك بين المتصلة والمتصلة ويجمعه ما قوله من بتم بذا أي من قطعك فألقه عن ذلك وطرحه وألف بذا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة أصل لساكن صحا كل التحريك من ذيلين آت عين فعل كأب إذا كانت عين الفعلياء أواوا متحركة وكان ما قبلها ساكنا صحيحا وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلها نحو يبين ويقوم والأصل يبين ويقوم بكسر الياء وضم الواو فنقلت حركتهما إلى الساكن قبلهما وهو الباء والقاف وكذلك تفعل في أبن فإن كان الساكن غير صحيحا لم تنقل الحركة نحو بايع وبين وعوق انتهى ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهواب لا من عل لا أي إنما تنقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها إذا لم يكن الفعل للتعجب أو مضاعفا أو معتلا لا فإن كان كذلك فلا نقل نحو ما أبين الشيء وأبين به وما أقومه وأقوم به ونحو إريض وسود ونحو أهوا ومثل فعل في ذا الإعلال اسمه ضاها مضارعاً وفيه واسمه يعني أنه يثبت للإسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط من الإعلال بالنقل ما يثبت للفعل فالذي أشبه المضارع في زيادته فقط تبيع وهو مثال تحلئ بالهمز من البيع والأصل تبيع بكثل التاء وسكون الباء فنقلت حركة الياء إلى الباء فصار تبيع والذي أشبه المضارع في وزنه فقط مقام والأصل مقوم فنقلت حركة الواو إلى القاب ثم قلبت الواو ألفاً لمجانسة الفتحة إن أشبهه في الزيادة والزنه فإما أن يكون منقولاً من فعل أو لا فإن كان منقولاً منه أعل كيزيد وإلا صحة كأبيض وأسود ومفعل صحح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال أزل ذا الإعلال والتلزمع وض وحذفها بالنقل ربما عرب لما كان مفعال غير مشره للفعل استحق التصحيح كمسواك وحمل أيضاً مفعال لمشابهته له في المعنى فصحح كما صحح مفعال كمقول ومقوال وأشار بقوله وألف الإفعال واستفعال إلى أن المصدر إذا كان على وزن إفعال أو استفعال وكان معتل العين فإن ألفه تحذف لالتقائها ساكنة مع الألف المبدلة من عين المصدر وذلك نحو إقامة واستقامة وأصله إقوام واستقوام فنقلت حركة العين إلى الفاء وقربت الواو ألفاً لمجانسة الفتحة قبلها فالتقى ألفان فحدثت الثانية منهما ثم عوض منها تاء التأنيث فصار إقامة واستقامة وقد تحدث هذه التاء كقولهم أجاب إجاباً ومنه قوله تعالى وإقام الصلاة وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفؤول به أيضاً قمن نحو مبيع ومصون وندر تصريح ذي الواوي وفي ذي يشتهر إذا بني مفؤول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال من النقل والحذف فتقول في مفؤول من باع وقال مبيع ومقول والأصل مبيوع ومقول فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان العين وواو مفؤول فحدثت واو مفؤول فصار مبيع ومقول وكان حق مبيع أي قال فيه مبوع لكن قلبوا الضمة كثرة لتصح لياء ونظر التصحيح فيه معينه واو قالوا توب مصون والقياس مصون ولغة تمين تصحيح معينه ياء فيقولون مبيوع ومخيوط ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى ونظر تصحيح ذي الواوي وفي ذي يشتهر انتهى وفحح المفعول من نحو عذا وأعلل لم تتحر الأجوذا إذا بني من فعل معتل لام فلا يخلو إما أن يكون معتلا بالياء أو بالواو فإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله بقلب واوي مفعول ياء وإضغامها في يام الكلمة نحو مرمي والأص مرموي فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقربت الواوياء وأضغمت الياء في الياء وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لأنه قد تقدم ذكره وإن كان معتلا بالواو فالأجوذ التصحيح إن لم يكن فعل على فعل نحو معدو من عذا ولهذا قال المصنف من نحو عذا ومنهم من يعل فيقول معدي فإن كان الواوي على فعل فالفصيح الإعلال نحو مرضي من رضية قال الله تعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية والتصحيح قليل نحو مرضو كَذَا كَذَا وَجْهَيْنِ جَلْ فُعُولُ مِنْ ذِلْوَا وِلَامَ جَمْعٍ وَفَرْدٍ يَعِنْ إِذَا بُنْ يَسْمٌ عَلَى فُعُولٍ فإن كان جمعاً وكانت لا أهواواً جاز فيه وجهان التصحيح والإعلال نحو عصي وذلي في جمع عصى وذلو وأبو ونجو من أب ونجو والإعلال أجود من التصحيح في الجمع وإن كان مفرداً جاز فيه وجهان الإعلال والتصحيح والتصحيح أجود نحو على علواً وعتا عثواً ويقل الإعلال نحو قساقسياً أي قسوةً وَشَاعَ نَحْو نُيَّ مِنْ فِي نُوَّمِي وَنَحْو نُيَّا مِنْ شُذُوذُهُ نُمِي إذا كان فُعَل جمعاً لما عين هواء جاز تصحيحه وإعلاله إن لم يكن قبل لامه ألف كقولك في جمع صائم صوم وصيم وفي جمع نائم نوم ونيم فإن كان قبل اللام ألف وجب التصحيح والإعلال شاذ نحو صوام ونوام ومن الإعلال قوله فَمَا أَرَقَّ النُيَّامَ إِلَّا كَلَامُهَا فَصْلٌ ذُلِّينِ فَاتَا فِي اصْتِعَالٍ أُبْدِلَا وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ اُتَكَلَ إذا بني افتِعال وفرؤه من كلمة فاؤها حرف لين وجب إبدال حرف اللين تاء نحو اتصال واتصل ومتصل والأفط فيه اوتصال واتصل ومتصل فإن كان حرف اللين بدلا من همزة لم يجوز إبداله تاء فتقول فيه افتعل من الأكل ائتكل ثم تبدل الهمزة ياء فتقول ايتكل ولا يجوز إبدال الياء تاء وشد قولهم اتذر بإبدال الياء تاء طا تفتعال رد إثر مطبطي في الدان وازدد والذكر دالا مبقي إذا وقع التاء الافتعال بعد حرف من حروف الإطباط وهي الصاد والضاد والطاء والضاء وجب إبداله تاء كقولك استبر واضطجع واضطعن واضطلن واضطجع واضطعن واضطلم فأبدل من تاء الافتعال طا وإن وقع التاء الافتعال بعد الدال والزاي والدال قلب الدالا نحو إددان والدد والذكر والأصل إدتان والتد والذكر فاستثقلت التاء بعد هذه الأحرف فأبدل الدالا وأضغمت الدال في الدال فصل فأمرنوا مضارع من كوعد احذفوا في كعدة ذاك الطرد وحذف همزي أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف إذا كان الفعل الماضي معتل الفاء كوعدة وجب حذف الفاء في الأمر والمضارع والمصدر إذا كان بالتاء وذلك نحو عد ويعد عدة فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يدد حذف الفاء كوعد وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع واسم الفاعل واسم المفعول نحو قولك في أكرم يكرم والأصل يؤكرم ونحو مكرم ومكرم والأصل مؤكرم ومؤكرم فحذفت الهمزة في اسم الفاعل واسم المفعول ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن فقررن وقرن نقلا إذا أسند الفعل الماضي المضاعف المكسور العين إلى فاء الضمير أو نونه جاز فيه ثلاثة أوجه أحدها إتمام نحو ظللت أفعل كذا إذا عملته بالنهار والثاني حذف فلانه ونقل حركة العين إلى الفاء نحو ظلت والثالث حذف فلانه وإذقاء فائه على حركتها نحو ظلت وأشار بقوله وقرن فقررن إلى أن الفعل المضارع المضاعف الذي على وزن يفعلن إذا اتصل بنون الإناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الفاء وكذا الأمر منه وذلك نحو قولك فيه يقررن يقرن وثقررن وأشار بقوله وقرن نقل إلى قراءة نافع وعاصم وقرن في بيوتكن بفتح القاف وأصله قررن من قولهم قرر بالمكان يقر بمعنى يقر حكاه ابن القطاع ثم خفث بالحذف بعد نقل الحركة وهو ناذر لأن هذا فإنما هو للمكسور العين انتهى الإضغام أول مثلين محركين فيه كلمة نبغم لا كمثل صفتي وذلل وكلل ولبري ولا كجسس ولا كخصصري ولا كهيلل وشد في ألل ونحوه فك بنقل فقبل إذا تحرك المثلان في كلمة أدغم أولهما في ثانيهما إن لم يتصدره ولم يكن ماهما فيه اسما على وزن فعل أو على وزن فعل أو فعل ولم يتصل أول المثلين بمدغم ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة ولا ماهما فيه ملحقا بغيره فإن تصدر فلا إضغام كددن وكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره فالأول كصفف ودرر والثاني كذلل وجدد والثالث ككلل ولمن والرابع كطلل ولبب والخامس كجسس جمع جاس والثالث كخصصري وأصله أخصص أري فنقلت حركة الهمزة إلى الصاد وحذفت الهمزة والثابع كهيلل أي أكثر من قول لا إله إلا الله ونحوه قردد ومهدد فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإضغام نحو رد وظن أي بخل ولبب والأصل ردد وضانن ولبب وأشار بقوله وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل إلى أنه قد جاء الفك في ألفاظ قياسها وجوب الإضغام فجعل شاذا يحفظ ولا يقاس عليه نحو ألل السقاء إذا تغيرت رائحته ولححت عينه إذا التفقت بالرمص انتهى وحي يفقك ودغ دون حذر كذاك نحو تتجلى واستطر أشار في هذا البيت إلى ما يجوز فيه الإضغام والفك وفهم منه أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإضغام والمراد بحية ما كان المثلان فيه يا أيني لازما تحركهما نحو حية وعية فيجوز الإضغام نحو حية وعية فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل لم يجوز الإضغام اتفاقا نحو لن يحية وأشار بقوله كذلك نحو كذاك نحو تتجلى واستطر إلى أن الفعل المبتدأ بتائين مثل تتجلى يجوز فيه الفك والإضغام فمن فك وهو القياس نظر إلى أن المثلين مصدران ومن أضغم أراد التخفيف فيقول التجلى فيضغم أحد المثلين في الآخر فتسكن إحدى التاءين فيؤتى بهمزة الوصل توصلا للنطط بالساكن وكذلك قياس تاء استترى الفك لسكون ما قبل المثلين ويجوز الإضغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن نحو ستر يستر ستارا وما بتاءين بتدي قد يقتفر فيه على تتبين العبر يقال في تتعلم وتتنزل وتتبين ونحوها تعلم وتنزل وتبين بحث إحدى التاءين وإدقاء الأخرى وهو كثير جدا ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها وفك حيث مضغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترا نحو حللت ما حللت هو في جزم وشبه الجزم تخيير قفي إذا اتصل بالفعل المضغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره فيجب حينئذ الفك نحو حللت وحللنا والهندات حللنا فقال عليه جازم جاز الفك نحو لم يحلل ومنه قوله تعالى ومن يحلل عليه غضب وقوله ومن يرتدد منكم عن دينه والفك لغة أهل الحجاز وجاز الإضغام نحو لم يحلل ومنه قوله تعالى ومن يشاق الله ورسوله في سورة الحشر وهي لغة تمين والمراد بشبه الجزم سكون الآخر في الأمر نحو أحلل وإن شئت قلت حلل لأن حكم الأمر كحكم المضارع المجزون وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإضغام أيضا في هلم ولما ذكر أن فعل الأمر يجوز فيه وجهان نحو أحلل وحل استثنى من ذلك الشيئين أحدهما أفعل في التعجب فإنه يجب فكه نحو أحبب بزيد وأشدد ببياض وجهه الثاني هلم فإنه ملتزم إضغامه والله سبحانه وتعالى أعلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اجتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنا بلا خصافة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخير انتهى تسجيل شرح بن عقيل قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري المولود في سنة ثمان وتسعين وستمائة والمتوفى في سنة تسعين وستين وسبعمائة من الهجرة على ألفية الإمام الحجة الثبتي أبي عبد الله محمد جمال الدين ابن مالك المولود في سنة ستمائة والمتوفى في سنة اثنتين وسبعين وستمائة من الهجرة سجله فائز عبد القادر شيخ الزور وكان الانتهاء من تسجيله مساء الأربعاء الثاني عشر من شهر رجب سنة عشر واربعمائة والف للهجرة الموافق للسابع من شباب سنة تسعين وتسعمائة والف للميلاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تكملة في تصريف الأفعال حررها محمد محيددين عبد الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على ختام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد فهذه خلاصة موجزة فيما أغفله صاحب الخلاصة الألفية أو أجمل القول فيه إجمالا من تصريف الأفعال عملتها لقارئي شرح بهاء الدين بن عقيل حين حققت مباحثه وشرحت شواهده وتركت تفصيل القول والإسهاب فيه لكتابي دروس التصريف الذي صنته لطلاب كلية اللغة العربية في الجامع الأزهر فقد أودعته أكثر ما تفرق في كتب الفن بأسلوب بديع ونظام أنيق ومن الله أستمد المعونة وهو حسبي وبه أعتصم محمد محيددين عبد الحميد الباب الأول في المجرد والمزيد فيه من الأفعال وفيه ثلاثة فصول الفص الأول في أوزانهما ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد فيه فالمجرد إما ثلاثي وإما رباعي وكل منهما ينتهي بالزيادة إلى ستة أحرف فتكون أنواع المزيد فيه خمسة أولا فلماضي المجرد الثلاثي ثلاثة أبنية الأول فعل بفتح العين ويكون لازما نحو جلس وقعد ومتعديا نحو ضرب ونفر وفتح والثاني فاعل بكسر العين ويكون لازما نحو فرحة وجذلة ومتعديا نحو علمة وفهمة والثالث فاعل بضم العين ولا يكون إلا لازما نحو ظرفة وكرمة ثانيا ثانيا ولماضي المجرد الرباعي بناء واحد وهو فعلنا بفتح ما عد العين منه ويكون لازما نحو حشرجة ودربخة ومتعديا نحو بعثرة ودحرجة ثالثا بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني عشر من شرح بن عقيل الرابع عشر ويجيء بناء تفعللة لمطاوعة بناء فعللة نحو ذحرجت الكرة فتدحرجت وبعثرت الحب فتبعثر الخامس عشر ويجيء بناء افعللة لمطاوعة بناء فعللة أيضا نحو حرجمت الإبل فحرنجمت السادس عشر ويجيء بناء افعللة للدلالة على المبالغة نحو اشمعلة مشيه وشمأزة وطمأن وقشعرة القفل الثالث في وجوه مضارع الفعل الثلاثي قد عرفت أن الماضي الثلاثي يجيء على ثلاثة أوجه لأن عينه إما مفتوحة وإما مكسورة وإما مضمومة واعلم أن الماضي المفتوح العين يأتي مضارعه مكسور العين أو مضمومها أو مكسوحها وأن الماضي المكسور العين يأتي مضارعه مكسوح العين أو مكسورها ولا يأتي مضمومها وأن المضارع المضموم العين لا يأتي مضارعه إلا مضموم العين أيضا فهذه ستة أوجه وردت مستعملة بكثرة في مضارع الفعل الثلاثة مستعمالا من بعض أولا الوجه الأول فعلى يفعله بفتح عين الماضي وكثر عين المضارع نحو ضربه يضربه ورماه يرميه وباعه يبيعه ولازم النحو جلس يجبس وهو مقيص مضطرد تتب ورث الحبل يرث وصح الأمر يصح وهو مسموع في غير هذه الأنواع ثانيا الوجه الثاني فعلى يفعله بفتح عين الماضي وضم عين المضارع ينحو نصره ينصره وكتبه يكتبه وأمره يأمره ويجيء لازم النحو قعد يقعد وخرج يخرج وهو مقيص مضطرد في واوي العين نحو باء يبوء وجاب يجوب وناء ينوء وآب يؤوه وفي واوي اللام نحو أسى يأس وتلا يتلو وجفى يجف وصفى يصف وفي المضاعف المتعد نحو صب الماء يصبه وعبه يعبه وحته يحثه ومج الشراب يمجه وفي كل فعل قصد به الدلالة على أن اثنين تفاخرات أمر فغلب أحدهما الآخر فيه سواء أكان قد سمع على غير هذا الوجه أم لم يسمع إلا أن يكون ذلك الفعل من أحد الأنواع الأربعة التي يجب فيها كثر عين المضارع وقد ذكرناها في الوجه السابق فتقول تضاربنا فضربته فأنا أضربه وتناصرنا فنصرته فأنا أنصره ثالثا الوجه الثالث فعل يفعل بفتح عين الماضي والمضارع جائعا ولم يجئ هذا الوجه إلا حيث تكون عين الفعل أولامه حرفا من أحرف الحلق الستة التي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء نحو فتح يفتح وبدأ يبدأ وبهته يبهته وليس معنى ذلك أنه كلما كانت العين أو اللام حرفا من هذه الأحرف كان الفعل على هذا الوجه فكلما كان على هذا الوجه فإن عينه أو لامه حرف حلق وليس كلما كانت عينه أو لامه حرف حلق قد أتى على هذا الوجه نحو ناء ينوء وجاء يجيء وساء يسوء ويجيء الفعل على هذا الوجه لازما نحو ناء ينأى ومتعديا نحو فتح يفتح ونها ينهى رابعا الوجه الرابع سائل يفعل بكسر عين الماضي وكسر عين المضارع وهذا هو الأفص من الوجهين الذين يجيء عليهم مضارع الفعل الماضي المكسور العين لأنه أخف وأزل على التصرف وأكثر مادة وكل فعل ماضي سمعته مكسور العين فعلم أن مضارعه مكتوح العين إلا خمسة عشر فعل من الواوي الفاء فإنها وردت مكسورة العين في الماضي والمضارع وسنذكرها في الوجه الخامس ويجيء الفعل على هذا الوجه لازما نحو ظفر بحقه يغفر ومتعديا نحو علم الأمر يعلمه وفهم المسألة يفهمها خامسا الوجه الخامس فعل يفعل بكسر عين الماضي والمضارع وهو شاذ أو نادر ولم ينفرد إلا في خمسة عشر فعلا من المعتل وهي ورثة وولية وورمة وورعة وومقة ووثقة ووثقة ووري المخ ووجد به ووعق عليه ووركة ووكمة ووقها ووهمة ووعمة سادسا الوجه السادس فعلا يفعل بضمن عين الماضي والمضارع وقد عرضت أنه لا يأتي إلا لازما الباب الثاني في الصحيح والمعتل وأقسامهما وأحكام كل قسم ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل فالصحيح ما خلت حروفه الأصول من أحرف العلة الثلاثة وهي الألف والوا واليا والمعتل ما كان في أصوله حرف منها أو أكثر والصحيح ثلاثة أقسام سالم ومهموز ومضعف فالسالم ما ليس في أصوله همز ولا حرفان من جنس واحد بعد خلوه من أحرف العلة نحو ضرب ونصر وفتح وفهم وحسب وكرم والمهموز ما كان أحد أصوله همزا نحو أخذ وأكل وسأل ودأب وقرأ وبدأ والمضعف نوعان مضعف الثلاثي ومضعف الرباعي فأما مضعف الثلاثي فهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد نحو عرض وشذ ومد وأما مضعف الرباعي فهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر نحو زلزل ووسوس وشأشأ والمعتل خمسة أقسام مثال وأجوف وناقص ولفيف مفروق ولفيف مقرون فالمثال ما كانت فاؤه حرف علة نحو وعد وورث وينع ويسر والأجوف ما كانت عينه حرف علة نحو قال وذاع وهذا وخاف والناقص ما كانت لامه حرف علة نحو رضي وساروى ونهى واللفيف المفروق ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة نحو وثى ووعى ووقى واللفيف المقرون ما كانت عينه ولامه حرفي علة نحو طوى وهوى وحية والكلام على أنواع الصحيح والمعتل تفصيلا يقع في ثمانية فصول الفصل الأول في الشالم وأحكامه وهو كما سبقت الإشارة إليه ما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف وحروف العلة وقولنا حروفه الأصلية للإشارة إلى أنه لا يضر اجتماله على حرف زائد من همزة أو حرف علة أو غير ذلك وعلى هذا فنحو أكرم وأسلم وأنعم يسمى سارما وإن كانت فيه الهمزة لأنها لا تقابل فاءه أو عينه أو لامه وإنما هي حرف زائد وكذا نحو قاتل وناصر وشارك ونحو بيطر وشريف ورودن وهوجل يسمى سارما وإن استمل على الألف أو الواوي أو الياء لأنهن لست في مقابلة واحد من أصول الكلمة وإنما هن أحرف زائدة وكذا نحو إعلوط وهبيخ يسمى سارما وإن كان فيه حرفان من جنس واحد لأن أحدهما ليس في مقابل أصل وإنما هما زائدان وحكم السارم لجميع فروعه أنه لا يحذف منه شيء عند اتصال الضمائر أو نحوها به ولا عند اشتقاق غير الماضي لكن يجب أن تلحق به ثاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا ويجب تسكين آخره إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أما إذا اتصل به ضمير رفع ساكن فإن كان ألفا فتح آخر الفعل إن لم يقم مفتوحا نحو يضربان وينصران واضربا وانصرا وإن كان آخر الفعل مفتوحا بقي ذلك الفتح نحو ضربا ونصرا وإن كان الضمير واوا ضم له آخر الفعل نحو ضربوا ونصروا ويضربون وينصرون واضربوا وانصروا وإن كان الضمير ياء كسر له آخر الفعل نحو تضربين وتنصرين واضربي وانصري وإنما يفتح آخره أو يضم أو يكسر لمناسبة أحرف الضمائر ويجب أن تقارن صيغ جميع أنواع الأفعال عند إثنادها إلى الضمائر بصيغ هذا النوع فكل تغيير يكون في أحد الأنواع فلابد أن يكون له سبب نقتضاه وسنذكر مع كل نوع ما يحدث فيه من التغييرات وأسبابها إن شاء الله الفصل الثاني في المضعف وأحكامه هو كما علمت نوعا مضعف الرباعي ومضعف الثلاثي فأما مضعف الرباعي فهو الذي تكون فاءه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر نحو زلزل ودمدم وعسعة ويسمى مطابقا أيضا ولعدم تجاور الحرفين المتجانسين فيه كان مثل السالم في جميع أحكامه فلا حاجة بنا إلى ذكر شيء عنه بعد أن فصلنا لك أحكام السالم في الفصل السابق وأما مضعف الثلاثي ويقال له الأصم أيضا فهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد وقولنا عينه ولامه يخرج به ما كان فيه حرفان من جنس واحد ولكن ليس أحدهما في مقابل العين والآخر في مقابل اللام نحو إجلوز وعلوط فإن هذه الواوى المشددة لا تقابل العين ولا اللام بل هي زائدة وكذلك يخرج بهذه العبارة ما كان فيه حرفان من جنس واحد وأحدهما في مقابل العين والثاني ليس في مقابل اللام نحو قطع وذهب فإن الحرف الثانية من الحرفين المتجانسين في هذين المثالين وأشباههما ليس مقابلا للام الكلمة وإنما هو تكرير لعينها وكذلك ما كان أحد الحرفين المتجانسين في مقابل اللام والآخر ليس في مقابل العين نحو احمر وحمر ونحو اقشعر وطمأن فإن أحد الحرفين المتجانسين في هذه المثل ونحوها ليس في مقابلة العين بل هو تكرير للام الكلمة والمثال الذي ينطبح عليه التعريف قولك مد وشد وامتد واشتد واستمد واستمر ولم يجئ المضاعف من بابي فتح يفتح وحسب يحسب بفتح العين في الماضي والمضارع أو كثرها فيهما أصالة كما لم يجئ من باب كرم يكرم بضم العين فيهما إلا في ألفاظ قليلة منها لببت وفككت أي صرت ذالب وفكت وإنما يجئ من ثلاثة الأبواب الباقية نحو شد يشد وشد يشد وظل يظل حكم ماضي إذا أسند إلى ظاهر أو ضمير مستثر أو ضمير رفع متصل ساكن وذلك أرك الإثنين وواو الجماعة أو اتصلت به تاء التأنيس وجب فيه الإضغام تقول مد علي وخف محمد ومل خالد وتقول المحمدان مد وخف ومل وتقول البكرون مد وخف ومل وتقول ملت فاطمة وخفت ومدت فإن اتصل به ضمير رفع متحرك وذلك تاء الفاعل متكلما أو مخاطبا أو مخاطبة ونا ونون النسوة وجب فيه فك الإضغام نحو مددت وخفت ومللت ومددنا وخفتنا ومللنا ومددنا وخفتنا ومللنا ثم إن كان ذلك الماضي المسند للضمير المتحرك مكسور العين نحو ظل ومل جاز لك فيه ثلاثة أوجه الأول بقاؤه على حاله الذي ذكرناه وهذه لغة أكثر العرب الثاني حذف عينه مع بقاء حركة الفاء على حالها وهي الفتحة فتقول ظلت وملت وهذه لغة بني عامر وعليها جاء قوله تعالى فظلتم تفكهون وقوله جلت كلمته الذي ظلت عليه عاتفة الثالث حذف العين بعد نقل كثرتها إلى الفاء تقول ظلت وملت وهذه لغة بعض أهل الحجاز حكم مضارعه إذا أسند إلى ضمير بارز ساكن وذلك أرف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة مجزوما كان أو غير مجزوم أو أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستثر ولم يقم مجزوما وجب فيه الإضغام تقول المحمدان يمدان ويخفان ويملان ولن يمد ولم يخف ولن يمل وتقول المحمدون يمدون ويخفون ويملون ولن يملوا ولن يمدوا وتقول أنت تملين يا زينب ولن تملي ولم تملي وكذلك تقول يمل زيد ولن يمل ومحمد يمل ولن يمل قال الله تعالى سنشد عبودك بأخيه وقال ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وفي الحديث لن يمل الله حتى تمل فإن أسند إلى ضمير بارز متحرك وذلك نون النسوة واجب فق الإضغام تقول النساء يمللنا ويشددنا ويخففنا وإن كان مسندا إلى الاسم الظاهر أو الضمير المستتر وكان مجزوما جاز فيه الإضغام والفك تقول لم يشد ولم يمل ولم يخف وتقول لم يشدد ولم يملل ولم يخفف والفك أكثر استعمالا قال الله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وقال ولا تمن تستكسر وقال وليملل الذي عليه الحق فليملل وليه بالعبي حكم أمره إذا أسند إلى ضمير ساكن وجب فيه الإضغام نحو مدى ومد ومدي وإذا أسند إلى ضمير متحرك وهو نون النسوة وجب فيه الفك نحو أمددنه وإذا أسند إلى الضمير المستتر جاز فيه الأمران الإضغام والفك تقول مدى وظل وخفة وتقول أمدد وظلل وخفف والفك أكثر استعمالا وهو لغة أهل الحجاز قال الله تعالى واغضب من صوتك وسائر العرب على الإضغام ولكنه مختلف في تحريك الآخر فلغة أهل نجد فتحه قصة إلى التخفيف ولأن الفتح أخ السكون المنقول عنه وتشبيها له بنحو أين وكيف مما بني على الفتح وقبله حرف ساكن فهم يقولون غضة وظل وخفة ولغة بني أسد كلغة أهل نجد إلا أن يقع بعد الفعل حرف ساكن فإن وقع بعده ساكن كثروا آخر الفعل فيقولون غض طرفك وغض الطرفة ولغة بني كعب الكسر مطلقا فيقولون غض طرفك وغض الطرفة ومن العرب من يحرك الآخرة بحركة الأول فيقولون غض وخف وظلة والضابط في وجوب الإضغام أو الفك أو جوازهما في الأنواع الثلاثة أن تقول أولا كل موضع يكون فيه مكان المثلين من السالم حرفان متحركان يجب فيه الإضغام ألا ترى أن مد في قولك مد علي والمحمدان مد تقابل الدال الأولى صاد نصر ونصرا وتقابل الدال الثانية الراء وهما متحركان ثانيا وكل موضع يكون فيه مكانتان المثلين من السالم حرف ساكن لعلة الاتصال بالضمير المتحرك يجب فيه الفك ألا ترى أن مد في قولك مددت ومددنا وكذلك يمد ومد في قولك يمددنا ومددنا تقابل الدال الأولى فيه النصار في نصرت ونصرنا وينصرنا وانصرنا وهي متحركة وتقابل الدال الثانية فيهن الراء وهي ساكنة ثالثا وكل موضع يكون فيه مكانتان المثلين من السالم حرف ساكن لغير العلة المذكورة يجوز فيه الفك والإضغام ألا ترى أن الدال الأولى في نحو لم يمدد ومدد تقابل الصاد في نحو لم ينصر وانصر وهي متحركة وأن الدال الثانية تقابل الراء وهي ساكنة لغير الاتصال بالضمير المتحرك وهذا الضابط مضطرد في جميع ما ذكرنا الفصل الثالث في المهموز وأحكامه وهو كما يعلم مما سبق ما كان في مقابلة فائه أو عينه أو لامه همز فأما مهموز الفائي فيجيء على مثال نصر ينصر نحو أخذ يأخذ وأمر يأمر وأجر يأجر وأكل يأكل وعلى مثال ضرب يضرب نحو أدب يأذب وأبر النخل يأبره وأثر يأثر وأثر يأثر وعلى مثال فتح يفتح نحو أهب يأهب وأله يأله وعلى مثال علم يعلم نحو أرج يأرج وأشر يأشر وأذبت الإبل تأذب وأشح يأشح وعلى مثال حسن يحصل نحو أسل يأسل وأما الصحيح اللام من مهموز العين فيجيء على مثال فتح يفتح نحو رأس يرأس وسأل يسأل ودأب يذأب ورأب الصدع يرأبه وعلى مثال علم يعلم نحو يأس يأس وسائم يسأم ورأم يرأم وبئس يبأس وعلى مثال حسن يحصل نحو لأم يلأم وأما مهموز اللام فيجيء على مثال ضرب يضرب نحو هنأه الطعام يهنئه وعلى مثال فتح يفتح نحو سبأ يسبأ وختأه يختأه وخجأه يخجأه وخسأه يخسأه وحكأ العقدة يحكأه وردأه يردأه وعلى مثال علم يعلم نحو صدئ يفدأ وخطئ يخطأه وردئ يردأه وجبئ يجبأه وعلى مثال حسن يحصل نحو بطئ يبطئ وجرئ يجرؤ ودنئ يدنؤ وعلى مثال نصر ينصر نحو ضرأ يبرؤ حكمه حكم المهموز بجميع أنواعه كحكم السالم لا يحتف منه شيء عند الاتصال بالضمائر ونحوها ولا عند اشتقاق صيغة غير الماضي منه إلا كلمات محصورة قد كثر دورانها في كلامهم فحذفوا همزتها قصدا إلى التخفير وهي أولا أخذ وأكل حذفوا همزتهما من صيغة الأمر ثم حذفوا همزة الوصل فقالوا خذ وكل وهم يلتزمون حذف هذه الهمزة عند وقوع الكلمة بكداء ويكثر حذفها إذا كانت مسبوقة بشيء ولكنه غير ملتزم من التزامه في الابتداء قال الله تعالى خذوا ما آتيناكم وقال خذوا زينتكم وقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فأما في المضارع فلم يحذفوا الهمزة منهما بل أبقوها على قياس نظائرهما قال الله تعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وقال جل شأنه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ثانيا أمر وسأل حذفوا همزتهما من صيغة الأمر أيضا ثم حذفوا همزة الوصل استغناءا عنها فقالوا مر وسل إلا أنهم لا يلتزمون هذا الحذف إلا عند البتداء بالكلمة فإن كانت مسبوقة بشيء لم يلتزم حذفها بل أكثر استعمالا عندهم في هاتين الكلمتين حينئذ إعادة الهمزة التي هي الفاء أو العين إليهما قال الله تعالى سالبني إسرائيل وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال وأمر أهلك بالصلاة فأما في صيغة المضارع فإنها لا تحذف قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وقال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها فوزن مر وخذ وكل عل ووزن سل سل ثالثا رأى حذفوا همزة هذه الكلمة في صيغة المضارع والأمر بعد نقل حركة الهمزة إلى الفاء فقالوا يرى وره قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فوزن يرى يفل ووزن ره فه رابعا أرى حذفوا همزة الكلمة وهي عينها في جميع الصيغة الماضي والمضارع والأمر وسائر المشتقات قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وقال رب أرني أنظر إليك وقال أرن الله جهر وقال أرن الذين أضلانا فوزن أرى أفل ووزن يري يفل ووزن أري أفي تنبيه إذا كان الفعل المهموز اللام على فعل نحو قرأ ونشأ وبدأ وأسد للضمير المتحرك فعامة العرب على تحقيق الهمزة فتقول قرأت ونشأت وبدأت وحكى سيبويه عن أبي زيد أن من العرب من يخفف الهمزة فيقول قريت ونشيت وبدأت ومليت الإناء وخبيت المتاع وذكر أنهم يقولون في مضارعه أقرأ وأخضى وأنشأ بالتخفيف أيضا فعلى هذا لو دخل على المضارع جازم فإن كان التخفيف بعد دخول الجازم كان التخفيف قياسيا ولم تحدث الألف لاستيفاء الجازم حظه قبل التخفيف تقول لم أقرأ ولم أبدأ ولم أنشأ وإن كان التخفيف قبل دخول الجازم كان التخفيف غير قياسي ومع هذا لم يلزمك أن تحذف هذه الألف عند دخول الجازم كما تصنع في الناقص بل يجوز لك أن تحذفها كما يجوز لك أن تبقيها فتقول لم أقرأ ولم أبدأ ولم أنشأ وتقول لم أقرأ ولم أبدأ ولم أنشأ وهو الأكثر وقد يخفف مهموز العين نحو سألة فيقال فيه سالة وفي مضارعه يسال وفي أمره سل وقد جاء على هذا قول الشاعر سالته ذيل رسول الله فاحشة ظلته ذيل بما قالوا وما صدقوا وقول الآخر ومرهق سال إمتاعا بأصدته لم يستعن وحوام الموت فرشاه الفصل الرابع في المثال وأحكامه وهو كما علمت مما تقدم ما كانت فاؤه حرف علة وتكون فاؤه واوا أو ياء ولا يمكن أن تكون ألفا كما لا يمكن إعلال واوه أو يائه فأما المثال الواوي فيجيء على خمسة أوجه الأول مثال على ما يعلم نحو وبئة ووجعة ووجلة ووحلة ووحمت ووذرة ووشخة ووشعة ووشنة ووصبة ووضرة ووطفة ووطئة ووغرة ووقرة أذنه ووكعة وولعة وولعة وواليها ووهلة الثالث مثال كرم يكرم نحو وثرة ووثقة ووجزة ووجها ووخمة ووضع ووكحة الثالث مثال نفع ينفع نحو وجأ وودع ووزع ووقع ووهب ووضع وولغة الرابع مثال حسب يحسب نحو ورث وورعة وورمة ووثقة وولغة الخامس مثال ضرب يضرب نحو وعد ووثب ووجب ولم يجئ من الواوي على مثال نصر ينصر إلا كلمة واحدة في لغة بن عامر وهي قولهم وجد يدود وعليها قول جرير لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الحوائم لا يجدن غليلا وأما المثال اليائي فإن أمثلته في العربية قليلة جدا وقد جاءت على أربعة أوجه الأول مثال علم يعلم نحو يبس ويتم ويقض ويقن ويئس الثاني مثال نفع ينفع نحو يفع وينع الثالث مثال نصر ينصر نحو يمن الرابع مثال ضرب يضرب نحو ينع ويسر حكم ماضي ماضي المثال سواء أكان واويا أم كان يائيا كماضي السالم في جميع حالاته تقول وعدت وعدنا وعدت وعدت وعدتما وعدتم وعدتنا وعدت وعدا وعدتا وعدوا وعدنا وتقول يسرت يسرنا يسرت يسرت يسرتما يسرتم يسرتن يسر يسرا يسرتا يسر يسرنا حكم مضارعه وأمره أما اليائي فمثل السالم لا يحذف منه شيء ولا يعل بأي نوع من أنواع الإعلان وأما الواوي فتحذف واؤه من المضارع والأمر وجوبا بشرطين الأول أن يكون الماضي ثلاثيا مجردا نحو وصل وورثة الثاني أن تكون عين المضارع مكسورة سواء أكانت عين الماضي مكسورة أيضا نحو ورث يرث ووثق يفق ووثق يفق ووعم يعم أم كانت عين الماضي مفتوحة نحو وصل يفصل ووعد يعد ووجب يجب ووصف يصف فإن اختل الشرط الأول بأن كان الفعل مزيدا فيه نحو أوجب وأورق وأوعد وأوجف ونحو واعد وواصل ووازر وواءل لم تحذف الواو لعدم الياء المفتوحة تقول يوجب ويورق ويوعد ويوجف ويواعد ويواصل ويوازر ويوائل وإن اختل الشرط الثاني بأن كانت عين المضارع مضمومة أو مفتوحة لم تحذف الواو لعدم الكثرة تقول يوجه ويوجز ويوضؤ ويوخم ويوقح وكذلك يوجل ويوهل ولم يشذ من المضارع المضموم العيني إلا كلمة واحدة وهي يجد في لغة بني عامر وقد تقدمت وقد شد من المضارع المفتوح العيني عدة أفعال فسقطت الواو فيها وقياسها البقاء وهي يذر ويسع ويطأ ويلع ويهب ويدع ويزع ويقع ويضع ويلغ وشدت أفعال مفتوحة العين في المضارع وقد سلمت من الحذف في لغة عقيل وهي يوغر ويوله ويولغ ويوحل ويوهل وهي عند غير عقيل مفتوحة العين أو محذوفة الفاء والأمر في هذا كله كالمضارع إلا فيما سلمت واوه من الحذف وهو مفتوح العين أو مكسورها فإن الواو في هذين تقلب ياء لوقوعها ساكنة إثر همزة الوصل المكسورة تقول إيجل إيهل إيغر بكسر العين عند عقيل وفتحها عند غيرهم وتقول في أمر المحذوف فاء رث وثق وثق وعن وصل وعبد وصف وتقول أيضا ذر وسع وطأ ولع وهب ودع وزع ولغ وإنما حدفت الواو في الأمر مع عدم وجود الياء المفتوحة حملا على حذفها في المضارع إذ الأمر إنما يقلتطع منه تنبيهان الأول إذا كان مصدر الفعل المثال الواوي على مثال فعل بكسر الفاء جاز لك أن تحذف فاءه وتعوض عنها التاء بعد لامه نحو عدة وزينة وصفة وتعويض هذه التاء واجب لا يجوز عدمه عند الفراء ومذهب سيبويه رحمه الله أن التعويض ليس لازما بل يجوز التعويض كما يجوز عدمه تمسكا بقول للفضل ابن العباس إن الخليطة أجد البين فانجردوا وأخلفوك عدى الأمر الذي وعدوا الثاني إذا أردت أن تبنيه على مثال فتعل من المثال الواوي أو اليائي لازمك أن تقلب فاءه تاء ثم تضغمها في تاء فتعل ولا يختص ذلك بالماضي ولا بسائر أنواع الفعل بل جميع المشتقات وأصلها في ذلك سواء تقول اتصل واتعد واتقى يتصل ويتعد ويتقي اتصل واتعد واتقي اتصالا واتعادا واتقاءا فهو متصل ومتعد ومتق إلى آخره وتقول اتسر يتسر اتسارا إلى آخره والأصل اتصل فقلغت الواو تاء فصار اتصل فلم يكن بد من الإدغام لوقوع أول المتجانسين ساكنا وثانيهما متحركا وكذا الباقي الفصل الخامس في الأجوف وأحكامه وهو على ما سبقت الإشارة إليه ما كانت عينه حرفا من أحرف العلة وهو على أربعة أنواع لأن عينه إما أن تكون واوا وإما أن تكون ياء وكل منهما إما أن تكون باقية على أصلها وإما أن تقلب ألفا فمثال ما عينه واو باقية على أصلها حول وعور وصاول وقاول وحاول وتقاولا وتحاورا واشتورا وجتورا ومثال ما أصل عينه الواو وقد انقلبت ألفا قام وصام ونام وخاف وأقام وأجاع وانقاد وانآد واستقام واستضاء ومثال ما عينه ياء باقية على أصلها غيد وحيد وفيد وبايع وشايع وتبايع وتسايفا ومثال ما أصل عينه اليا وقد قلبت ألفا باع وجاء وجاع وأذاع وأفاء وامتار واستراب واستخار ويجيء مجرده بالاستقراء على ثلاثة أوده الأول مثال علم يعلم واويا كان أويائيا نحو خاف يخاف ومات يمات وهاب يهاب وعور يعور وغيد يغيد الثالث مثال نفر ينصر ولا يكون إلا واويا نحو ماج يموج وذاب يذوب الثالث مثال ضرب يضرب ولا يكون إلا يائيا نحو طاب يطيب وعاش يعيش ولم يجئ على غير هذه الأوجو حكم ماضيه قبل اتصال الضمائر به يجب تصصيح عينه أي بقاؤها على حالها واوا كانت أوياء في المواضع الآتية وهي أولا أن يكون على مثال فاعل بكسر العين بشرط أن يكون الوصف منه على ذنة أفعلة وذلك فيما دل على حسن أو قبح نحو حول فهو أحول وعور فهو أعور وحيد فهو أحيد وغيد فهو أغيد فإن كان على مثال فعل بفتح العين اعتلت عينه أي قلبت أرفا لتحركها وانفتاح ما قبلها نحو باع وعات وقال وصام وإن كان على مثال فاعل بالكسر لكن الوصف منه ليس على مثال أفعل وجب إعلاله أيضا نحو خاف فهو خائف ومات فهو ميت وشد الإعلال في نحو قول الشاعر وسائلة بظهر الغيب عني أعارت عينه أم لم تعار ثانيا أن يكون على صيغة فاعلة سواء أكانت العين واوا نحو حاول وجاول وقاول وصاول أم كانت العين يا أن نحو بايع وضايق وباين وداين وعلت وجوب تصحيح هذه الصيغة أنما قبل العين ساكن ولا يقبل إلقاء حركة العين عليه ثالثا أن يكون على مثال تفاعلة سواء أكانت العين واوا نحو تجاولا وتصاولا وتقاولا وتفاوتا وتناوشا وتهاونا أم كانت العين يا أن نحو تداينا وتبايعا وتباينا وتزايدا وتمايدا والعلة في وجوب تصحيح هذه الصيغة هي السابقة في فاعلة قال تعالى رابعا أن يكون على مثال فعلة بتشتيد العين سواء أكان واويا نحو شول وعول وسوف وكور وهوم وهون أم كان يا أن نحو بيّن وبيّة وسيّر وخيّر وزيّن وصيّر ولم تعتل العين فرارا من الإلباس إذ لو قلبتها ألفا لقلت في بيّن مثلا باينة قال تعالى فطوّعت له نفسه خامسا أن يكون على مثال التفاعلة سواء أكان واويا نحو تسول وتسور وتهوّع وتقوّل وتلون وتأوّل أم كان يا إيّن نحو تطيّب وتغيّب وتميّز وتصيّد وتشيّع وتريّث والعلة هي علة السابقة قال تعالى إذ تسوروا المحراب وقال سبحانه وتبّيّن لكم كيف فعلنا بهم سادسا أن يكون على مثال فعلّة سواء أكان واويا نحو تحولّ وعورّ وسودّة أم كان يائيا نحو إبيضّ وغيّدّ وحيّدّة ولم تعلّ العين لسكون ما قبلها ولم تنقل حركتها إلى الساكن قبلها مع أنه حرف جلد يقبل الحركة ثم تعلّ فرارا من التقاء الساكنين ومن الإلباس قال الله تعالى فأما الذين سودّت وجوههم وقال وأما الذين بيضّت وجوههم سابعا أن يكون على مثال فعالّ سواء أكان واويا نحو إحوالّ وعورّة أم كان يائيا نحو إبيضّ وغيّادّ والعلّة في وجوب تصحيحه هي علّة السابقة ثامنا أن يكون على مثال فتعلّ وذلك بشرطين أحدهما أن تكون عين هواوا والثاني أن تدل الصيرة على المفاعلة نحو إجتوّروا واشتوّروا وازدوجّوا فإن كانت العين يا أن سواء أكانت الصيرة دالّة على المفاعلة أم لم تكن نحو إبتاع واستاف واكتال وامتار وجب إعلاله وكذلك إن كانت العين واوا ولم تدل الصيرة على المفاعلة نحو إستاكا واستاقا واستاءا واقتادا ويجب الإعلال فيما عدا ذلك وهو عدا ما سبق صيغ أفعل وانفعل واستفعل نحو أجابة وأقامة وأهاب وأخافة ونحو إنقادة وانداحة وانماحة وانماعة ونحو استقامة واستقالة واستراحة واستقادة وقد وردت كلمات على صيغة أفعل وكلمات أخرى على صيغة استفعل مما عينه حرف علة من غير إعلال من ذلك قولهم أغيمت السماء وأعول الصبي واستحوذ عليهم الشيطان واستنوق الجمل واستتيست الشات واستغيل الصبي وقال عمر بن أبي ربيع صبت فأطولت الصدود وقلم وصال على طول الصدود يدوم وقد اختلف العلماء في هذا ونحوه فذهب أبو زيد والجوهري إلى أنه لغة فصيحة لجماعة من العرب بأعيانهم وذهب كثير من العلماء إلى أن ما ورد من ذلك شاذ لا يقاس عليه وفرق ابن مالك بين ما سمع من ذلك وله ثلاثي مجرد نحو أغيمة السماء فإنه يقال غامة السماء فمنع أن يكون التصحيح في هذا النوع مضطردا وما ليس له ثلاثي مجرد نحو استنوق الجمل فأجاز التصحيح فيه حكم الماضي عند اتصال الضمائر به النصيح التي يجب فيها التصحيح فإن حكمها كحكم السالم لا يحذف منها شيء سواء أكان الضمير ساكنا أم كان متحركا تقول غيت وحولت وغيدا وحولا وغيدوا وحولوا وتقول حاولت وداينت وحاولا وداينا وحاولوا وداينوا وكذا تقاولت وتمايدت وتقاولا وتمايدا وكذا عولت وبينت وعولا وبينا إلى آخره النصيح التي يجب فيها الإعلان فإن أسندت إلى ضمير ساكن أو اتصلت بها تاء التأنيذ بقيت على حالها تقول باعا وقالا وخافا وبتاعا واستاكا وبتاعوا واستاكوا وأجابا وأهابا وأجابوا وأهابوا وانقادا والماعا وانقادوا والماعوا واستقاما واستفادا واستقاموا واستفادوا حتى إلى ضمير متحرك وجب حذف العين تخلصا من التقاء الساكنين وحينئذ فجميع الصيغ التي تشتمل على حرف زائد أو أكثر يجب أن تبقى بعد حذف العين على حالها تقول ابتعت واستكت وأجابت وأهبت وانقادت واستقمت واستفدت إلى آخره وأما الثلاثي المجرد فإن كان على فعل بكسر العين وذلك باب علم وجب كسر الفاء إيذانا بحركة العين محلوفة ولا فرق في هذا النوع بين الواوي واليائي تقول خفت ومت وهبت وإن كان على مثال فعل بفتح العين وذلك باب ضرب وباب نصر فرق بين الواوي واليائي فتضم فاء الواوي وهو باب نصر إيذانا بنفس الحرف المحذوف وتكسر فاء اليائي وهو باب ضرب لذلك السبب تقول صمت وكت وقلت وتقول بعت وطبت وعشت وإن كان مضموم العين على فعل حدثت العين وضمت الفاء للدلالة على الواوي نحو طلث قال الله تعالى وإني خفت المواري من ورائي وقال سبحانه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وقال جل شأنه يا ليتني ميت قبل هذا وقال قالت لهم رسولهم وقال قالتا أتينا طائعين وقال قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم حكم مضارعه أما المضارع من الصيغ التي يجب التفحيق في ماضيها فهو على غرار المضارع من الثالث لا يتغير فيه شيء بأي نوع من أنواع التغيير تقول غيد يغيد وحور يحور وناول يناول وبايع يبايع وسول يسول وبين يبين وتقول يتقول وتبين يتبين وتبايع يتبايع وتهاول يتهاول وحول يحول وغيد يغيد وجتور يجتور وحول يحول وغياد يغياد وأما المضارع مما يجب فيه الإعلال فإنه يعتل أيضا وهو في اعتلاله على ثلاثة أنواع الأول نوع يعتل بالقلب وحده وذلك المضارع من صغتي انفعل وافتعل فإن حرف العلة فيهما ينقلب ألفا لتحركه وانفتاح ما قبله نحو إنقاذ ينقاذ وانداح ينداح واختار يختار واشتار العسل يشتاره والأصف المضارع ينقود ويختير على مثال ينطلق ويجتمع فوقع كل من الواوي والياء متحركا بعد فتحة فانقلب ألفا فصارا يختار وينقاذ الثاني نوع يعتل بالنقل وحده وذلك المضارع من الثلاثي الذي يجب فيه الإعلال ما لم يكن من باب عالم يعلم فإنك تنقل حركة الحرف المعتل إلى الساكن الصحيح الذي قبل نحو قال يقول وباع يبيع والأصف المضارع يقول ويبيع على مثال ينصر ويضرب نقلت الضمة من الواوي والكثرة من الياء إلى الساكن الصحيح قبلهما فصار يقول ويبيع الثالث نوع يعتل بالنقل والقلق جميعا وذلك مضارع الثلاثي الذي يجب فيه الإعلال إذا كان من باب علم يعلم والمضارع الواوي منصيغتي أفعل واستفعل نحو خاف يخاف وهاب يهاب وكاد يكاد ونحو أقام يقيم وأجاب يجيب وأفاد يفيد ونحو استقام يستقيم واستجاب يستجيب واستفاد يستفيد والأصف في مضارع الأمثلة الأولى يخوف على مثال يعلم مثلا للساكن قبلها فصارت يخوف ثم قلبت الواو ألفا لتحرقها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فصار يخاف والأصل في مضارع الأمثلة الثانية يقوم على مثال يكرم مثلا فنقلت كثرة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصار يقوم ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة إثر كثرة فصار يقيم والأصل في مضارع الأمثلة الثانية يستقوم على مثال يستغفر مثلا فنقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فصار يستقيم ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة إثر كثرة فصار يستقيم وقص على ذلك أصواتهم واعلم أنه يجب بقاء المضارع على ما استقر له من التصحيح أو الإعلال ما دام مرفوعا أو منصوبا فإذا جزم فإن كان مما يجب تصحيحه بقي على حاله وإن كان مما يجب إعلاله بأي نوع من أنواع الإعلال وجب حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين قولوا يخاف التقي من عذاب الله وليستقيم الظل والعود أعوجه ولو لم يخف الله لم يعصه وإن تستقم تنجح ويعود إليه ذلك الحرف المحذوف إذا أسند إلى الضمير الساكن نحو لا تخافوا أو أكد بإحتانوني التوكيد نحو وإما تخافن وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى حكم أمره قد عرفت غير مرة أن الأمر مقتطع من المضارع بحذف حرف المضارعة واجتلاب همزة الوسط مكسورة أو مضمومة إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكن وعلى هذا فالأمر من الأجوف الذي تصح عينه في الماضي والمضارع مثل الأمر من السارن نحو إغياد وبين وجتويرا وما أشبه ذلك والأمر من الأجوف الذي تعتل عين ماضيه ومضارعه مثل مضارعه المجزوم يجب حرف عينه ما لم يتصل بضمير ساكن أو يؤكد بإحدى النونين تقول خف واستقم وأجب وتقول خافي ربك وهذه عقابه وتقول خافن خالقك ونحو ذلك حكم إسناد المضارع للضمير إذا أسند المضارع من الأجوف إلى الضمير الساكن بقي على ما استحقه من الإعلال أو التفصيح ولم تحذف عينه ولو كان مجزوما تقول يخافان ويخافون وتخافين ولن يخاف ولن يخاف ولن تخاف ولم تخاف ولم تخاف ولم تخاف وكذا باقي المثل وإذا أسند إلى الضمير المتحرق خذفت عينه إن كان مما يجب فيه الإعلال سواء أكان مرفوعا أم منصوبا أم مجزوما تقول النساء يقلنا ولم يثبنا ولم يرعنا حكم إسناد الأمر إلى الضمائر الأمر كالمضارع المجزوم فلو أنه أسند إلى الضمير الساكن رجعت إليه العين التي خذفت منه حال إسناده للضمير المستفر تقول قولا وخافا وبيعا وقولوا وخافوا وبيعوا وقولي وخافي وبيعي وإذا أسند إلى الضمير المتحرك بقيت العين محذوفة تقول قلنا وخفنا وبعنا قال الله تعالى فقولا له قولا لينا وقال وقولوا للناس حسنا وقال فاستقيما ولا تتبعاني وأقيموا الصلاة وقال أقيموا الصلاة لدلوك الشمس وقال وقلنا قولا معروفا وقال أجيبوا داعي الله الفص السادس في الناقص وأحكامه وهو كما سبقت الإشارة إليه ما كانت لامه حرف علة وتكون اللام واوا أو ياء ولا تكون أليفا إلا منقلبة عن واو أو ياء وأنواعه على التفصيل الشتة لأن كل من الواوي والياء إما أن يبقى على حاله وإما أن ينقلب أليفا وإما أن تنقلب الواوياء أو الياء واوا وما آخره أليف إما أن تكون هذه الأليف منقلبة عن واو وإما أن تكون منقلبة عن ياء فمثال الواوي الأصلية الباقية بدوى ورخوى وسروى ومثال ما أصل لامه الواو وقد انقلبت ياء حظيا وحفيا وحليا ورجيا ورضيا وشقيا وكذا حويا وقويا ولويا وستأتي في اللفيف ومثال ما أصل لامه الواو وقد انقلبت أليفا شما ودعا وغزا ومثال الياء الأصلية الباقية رقيا وزكيا وشصيا وطغيا وصغيا ومثله ضويا وعسيا وهويا وستأتي في اللفيف ومثال ما أصل لامه الواو وقد انقلبت واو نهو و وليس في العربية من هذا النوع سوى هذه الكلمة ومثال ما أصل لامه الواو وقد انقلبت أليفا رمى وكفى وهمى ومأى ويجيء الناقص على خمسة أوجه الأول مثال ضرب يضرب نحو مرى يمري وفلا يفلي الثاني مثال نصر ينصر نحو دعا يدعو وسمى يسمو وعلى يعلو الثالث مثال فتح يفتح نحو نحى ينحى وطغى يطغى ورعى يرعى وسعى يشعى الرابع مثال كرم يكرم نحو رخ ويرخو وسر ويسر الخامس مثال علم يعلم نحو حفيا يحفى ورضيا يرضى ورقيا يرقى حكم ماضيه قبل الاتصال بالضمائر أما مع عدد ثلاثي المجرد فيجب في جميعه قلب اللام ألفا وذلك لأن اللام في جميعها متحركة الأصل مفتوح ما قبلها فحيثما وقعت الياء أو الواو في إحدى هذه الصيغ فلن تقع إلا مستوجبة لقلبها ألفا نحو سلقى وقلسى وأعطى وأبقى ودارى ونادى واهتدى واقتدى وانجلى وانهوى وتلقى وتذكى وتراضى وتعامى واستدعى واستغشى والأصل في جميع ذلك أبقى مثلا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار أبقى وقس الباقي أما الثلاثي المجرد فإما أن تكون عينه مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة فإن كانت عينه مضمومة فإن كانت اللام واوى شلمت نحو سروة وإن كانت ياء انقلبت واوى لتطرفها إثرى ضمة نحو نهوة وإن كانت عينه مكسورة فإن كانت اللام ياء سلمت نحو بقية وإن كانت واوى انقلبت ياء لتطرفها إثرى كسرة نحو رضية وإن كانت عينه مفتوحة وجب قلب لامه ألفا واوى كان أصلها أو ياء لتحرك كل منهما وانفتاح ما قبلها نحو سمى ورمة حكم مضارعه قبل الاتصال بالضمائر النظر في المضارع يتبع حركة ما قبل الآخر فإن كانت ضمة وهذا لا يكون إلا في مضارع الثلاثي الواوي صارت اللام واوى نحو يسرو ويدعو وإن كانت كسرة ويكون ذلك في مضارع الثلاثي اليائي وفي مضارع الرباعي كله وفي مضارع المبدوء بهنزة الوصل من الخماسي والثلاثي صارت اللام ياء نحو يرني ويعطي وينهوي ويستولي وإن كانت فتحة ويكون هذا في مضارع الثلاثي من باب علم وفتحة وفي مضارع المبدوء بالتاء الزائدة من الخماسي صارت ألفا نحو يرضى ويطغى ويتولى ويتذكر حكم الماضي عند الإسناد إلى الضمائر ونحوها إذا أسند الماضي إلى الضمير المتحرك فإن كانت لام هواوا أو ياء سلمتا تقول سروت ورضيت وإن كانت اللام ألفا قلبت ياء فيما زاد على الثلاثة وردت إلى أصلها في الثلاثي تقول أعطيت واشتدعيت وتقول غزوت ودعوت وسموت وتقول رميت وكنيت وبغيت وإذا اختصرت به تاء التأنيف فإن كانت اللام واوا أو ياء بقيتا وامفتحتا تقول سروت ورضيت وإن كانت اللام ألفا قدفت في الثلاثي وغيره تقول دعت وسمت وغزت ورمت وبنت وكنت وتقول أعطت ووالت واستدعت وإذا أسند الماضي إلى الضمير الشاكن فإن كان ذلك الضمير ألفا اثنين بقي الفعل على حاله إذا كان واويا أو يائيا تقول سروى ورضيا وإن كانت لامه ألفا قلبت ياء فيما عدت ثلاثي وردت إلى أفطها في الثلاثي تقول أعطيا وناديا وناجيا واستدعيا وتقول غزوا ودعوا ورميا وبغيا وإن كان الضمير واو والجماعة قدفت لام الفعل واوا كانت أو ياء أو ألفا وبقي الحرف الذي قبل الألف مفتوحا للإيذان بالحرف المحذوف وضم الحرف الذي قبل الواوي والياء لمناسبة واوي الجماعة تقول أعطوا واستدعوا ونادوا وغزوا ودعوا ورموا وبغوا وتقول سروا وبدوا ورضوا وبقوا قال الله تعالى ونادوا يا مالك وقال واستغشوا ثيابهم وقال دعوا الله مخلصين له الدين وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال فنسوا حظا مما ذكروا به حكم مضارعه عند الاتصال بالضمائر إذا أسد المضارع إلى نون النسوة فإن كانت لامه واوا أو ياء سلمتا تقول النسوة يسرون ويدعون ويغزون وتقول النسوة يرمين ويسرين ويعطين ويستدعين وينادينا قال الله تعالى إلا أن يعفون وإن كانت لامه أليفا قلبت ياء مطلقا نحو يرضينا ويغشينا ويتزكينا ويتداعين ويتناجينا وإسناده لألف الاثنين مثل إسناده إلى نون النسوة تسلم فيه الواو والياء وتنقلب الألف ياء مطلقا إلا أن ما قبل نون النسوة ساكن وما قبل ألف الاثنين مثل تقول المحمدان يسروان ويدعوان ويغزوان ويرميان ويسريان ويعطيان ويستدعيان ويناديان ويرضيان ويخشيان ويتزكيان ويتداعيان ويتناجيان وإذا أسند المضارع إلى واو الجماعة حذفت لامه مطلقا واو كانت أو ياء أو ألفا وبقي ما قبل الألف مفتوحا للإيذان بنفس الحرف المحذوف وضم ما قبل الواو من ذي الواوي أو الياء لمناسبة واو الجماعة تقول يرضون ويخشون ويتزكون ويتداعون ويتناجون وتقول يسرون ويدعون ويغزون ويرمون ويسرون ويعطون ويستدعون وينادون قال الله تعالى يخشون ربهم وقال سبحانه فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وإذا أسند المضارع إلى ياء المؤنثة المخاطبة حذفت اللام مطلقا واو كانت أو ياء أو ألفا وبقي ما قبل الألف مفتوحا للإيذان بنفس الحرف المحذوف وخسر ما قبل الواوي أو الياء لمناسبة ياء المخاطبة تقول تخشين يا زينب وترضينا وتدعينا وتعلينا وترمينا وتبنينا وتعطينا وتسترضينا حكم إسناد الأمر إلى الضمائر الأمر كالمضارع المجزون والأصل أن لاما ناقص تحذف في الأمر لبناء الأمر على حذف حرف العلة ولكنه عند الإسناد إلى الضمائر تعود إليه اللام ثم إذا أسند لنون النسوة أو ألف الإثنين سلمت لامه إن كانت ياء أواوا وقلبت ياء إن كانت ألفا تقول يا نسوة أسرون وادعون وغزون وارمينا وسرينا وأعطينا واستدعينا ونادينا وارضينا وخشينا وتزكينا وتداعينا وتناجينا وتقول يا محمداني أسروا وادعوا وغزوا وارمياء وسرياء وأعطياء واستدعينا وناديا وارضينا واخشينا وتزكينا وتداعينا وتناجينا وإذا أسند إلى واوي الجماعة أو ياء المخاطبة خذفت لامه مطلقا واوا كانت أو ياء أو ألفا وبقي ما قبل الألف في الموضعين مستوحا وكسر ما عداه قبل ياء المخاطبة وضم قبل واوي الجماعة تقول ارضوا واخشوا وتزكوا واثروا وادعوا واغزوا وارموا وأعطوا واستدعوا وتقول ارضي واخشي وتزكي واثري وأعطي واستدعي الفصل السابع في اللفيث المفروق وأحكامه وهو كما عرفت ما كانت فاؤه ولامه حرفين من أحرف العلة وتقع فاؤه واوا في كلمات كثيرة ولم نجد منهما فاؤه ياء إلا قولهم يديا وتكون لامه ياء إما بقية على أصلها وإما أن تنقلب ألفا ولا تكون لامه واوا فمثال ما أصل لامه الياء وقد انقلبت ألفا وحا وودا ووشا ومثال ما لامه ياء باقية على حالها وجي ووريا ووليا ويجيء اللفيث المفروق على ثلاثة أوجه أحدها مثال ضرب يضرب نحو وعا يعي ونا يني وها يهي الثاني مثال على ما يعلم نحو وجي يوجا الثالث مثال حسب يحسب نحو ولي يلي ووريا يري حكمه يعامل اللفيف المفروق من جهة فائه معاملة المثال ومن جهة لامه معاملة الناقص وعلى هذا تثبت فاؤه في المضارع والأمر إن كانت ياء مطلقا وكذا إن كانت واوا والعين مستوحة تقول يدا ييدي وأيدي وتقول وجي يوجا ووجا وتحذف فاؤه في المضارع من الثلاثي المجرد والأمر إذا كانت واوا والعين مكسورة وذلك باب ضرب وباب حسب تقول وعا يعي وونا يني ووها يهي وتقول ولي يلي ووريا يري وتحذف لامه في المضارع المجزومي وفي الأمر أيضا إلا إذا أسند إلى نون النسوة أو ألف الاثنين تقول النسوة لم يعين وينين ويهين ويلينا ويوجينا وتقول أيضا لا نسوة عين ونينا وهين ولينا ووجينا وتقول في الإثناد إلى ألف الاثنين المحمدان يعيان وينيان ويهيان ويليان ويوجيان وتحذف نون الرفع في الجزم والنصب وتقول أيضا يا محمدان عيا ونيا وهيا وليا ووجيا فإذا أسند أحدهما إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو إلى الضمير المستكير قد فتلامه فإذا كان مع هذا مما تحذف فاؤه صار الباقي من الفعل حرفا واحدا وهو العين فيجب حينئذ اجتلابها السكت في الأمر المسندي للضمير المستكري عند الوقف تقول قه له عه فه نه ده ويجوز لك الإتيان بها السكت في المضارع المجزوم المسند للضمير المستكري عند الوقف تقول لم يقه ولم يلي إلى آخره ويجوز أن تقول لم يلي ولم يقي وصلا ووقفا الفصل الثاني في اللفيث المقرون وأحكامه وهو كما سبق ما كانت عينه ولامه حرفين من أحرف العلة وليس فيهما عينه ياء ولامه واو أصلا وليس فيهما عينه ياء ولامه ياء إلا كلمتين هما حية وعية وليس فيهما عينه واو ولامه واو باقية على حالها أصلا والموجود منه بالاستقراء النوع الأول النوع الأول معينه واو ولامه واو قد انقلبت ياء نحو غوية وقوية وجوية وضوية ولوية النوع الثالث معينه واو ولا مهياء باقية على حالها نحو دوية وذوية وروية وضوية وهوية وتوية وصوية النوع الرابع معينه واو ولا مهياء قد انقلبت ألفا نحو أوى ثوى حوى ذوى روى شوى صوى ضوى طوى كوى لوى نوى هوى النوع الخامس معينه واو ولا مهياء باقية على حالها وهو حية وعية ويجيء اللفيف المقرون الثلاثي على وجهي الأول مثال ضرب يضرب نحو عوى وحوى ونحو ذوى ونوى الثاني مثال علي ما يعلم نحو غوية وقوية ونحو عية وذوية حكمه أما عينه فلا يجوز فيها الإعلان بأي نوع من أنواعه ولو وجد السبب الموجب للإعلان بل تعامل معاملة عين الصحيح فتبقى على حالها وأما لامه فتأخذ حكم لا من ناقص بلا فرق فإن وجد ما يقتضي قلبها ألفا إن قلبت ألفا نحو طوى ولوى وغوى وعوى ونحو يهوى ويضوى ويقوى ويجوى وإن وجد ما يقتضي سلب حركتها حدفت الحركة نحو يطوي ويهوي ويلوي وينوي وإن وجد ما يقتضي حدف اللام حدفت كما في المضارع المجزون مسندا إلى الظاهر أو الضمير المستتر وكما في الأمر المسندي إلى الضمير المستتر وكما في سائر الأنواع عند الإسناد إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة تقول لم يطوي محمد ولم يلوي وطويا يا محمداني ولويا وتقول المحمدون طووا وهم يطوون ويلوون وطووا ولووا وأنت يا زينب تطوين وتلوين وطوي ولوي وإن لم توجد علة تقطضي شيئا من هذا بقيت اللام بحالها كما في حية وعية الباب الثالث في اشتقاق الصغتي المضارع والأمر وفيه فصلان الفصل الأول في أحكام عامة الفصل الثاني في أحكام تخص بعض الأنواع الفصل الأول في الأحكام العامة تشتق صيرة المضارع من الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة في أوله للدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة وهذه الأحرف أربعة يجمعها قولك نأتي أو أنيت أو نأيت ثم إن كان الماضي على أربعة أحرف سواء أكان كلهن أصولا نحو ذحرج أم كان بعضهن زائدا نحو قدم وأكرم وقاتل وجب أن يكون حرف المضارعة مضموما تقول تدحرج ويقدم ويكرم ويقاتل وإن كان الماضي على ثلاثة أحرف نحو ضرب ونصر وعلم أو على خمسة نحو تدحرج وانطلق أو على ستة نحو استغفر وقعندد وجب أن يكون حرف المضارعة مفتوحا تقول يضرب وينصر ويعلم ويتعلم ويتدحرج وينطلق ويستغفر ويقعندد وحركة الحرف الذي قبل الآخر هي الكسر في مضارع الرباعي نحو يكرم ويقدم ويقاتل ويدحرج وكذا في مضارع الخماسي والسداسي إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل نحو انطلق وجتمع واستخرج تقول في المضارع منهن ينطلق ويجتمع ويستخرج فإن كان ماضي الخماسي مبدوءا بتاء زائد نحو تقدم وتقاتل وتدحرج فما قبل الآخر في مضارعه مفتوح تقول يتقدم ويتقاتل ويتدحرج فأما ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي فمفتوح أو مضموم أو مكسور وطريقة معرفة ذلك فيه السماع من أفواه العارفين أو النقل عن المعاجم الموثوق بصحتها ويأخذ الأمر من المضارع بعد حذف حرف المضارعة من أوله ثم إن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا نحو يتعلم ويتشاور ويصوم ويبيع تركت الباقي على حاله إلا أنك تحذف عين الأجوف للتخلص من التقاء الساكنين فتقول تعلم وتشارك وصم وبع وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا نحو يكتب ويعلم ويضرب ويجتمع وينصر ويستغفر اجتلبت همزة وصل للتوصل إلى النطق للساكن وهذه الهمزة يجب كسرها إلا في أمر الثلاثي الذي تكون عين مضارعه مضمومة أصالة فتقول اكتب اعلم اضرب اجتمع انصرت استغفر الفصل الثاني في أحكام تخص بعض الأنواق أولا المضارع والأمر من رأى تحذف همزتهما وهي عين الفعل تقول يرى البصير ما لا يرى الأعشى وره وتحذف الهمزة من أخذ وأكل وسأل في صيغة الأمر إذا بدأ بها تقول خذ وكل ومر قال الله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة كلوا من الطيبات وفي الحديث مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن سبق واحد منها بحرف عاطفين جاز الأمران حذف الهمزة وبقاؤها تقول التفت لما يعنيك وخذ في شأن نفسك وإن شئت قلت وأخذ في شأن نفسك قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وقال سبحانه خذ العفوى وأمر بالصلاة ثانيا ماضي المضاعف الثلاثي ومضارعه غير المجزوم بالسكون يجب فيهما الإضغام إلا أن يتصل بهما ضمير رفع متحرك تقول شد يشد ومد يمد وفر يفر فإن اتصل بهما ضمير رفع متحرك كنون النسوة وجب الفك تقول الفاطمات شددنا ويشددنا ومددنا ويمددنا وفررنا ويسررنا وأما الأمر والمضارع المجزوم بالسكون فيجوز فيهما الفك والإضغام تقول أشدد ولا تشدد وإن شئت قلت شد ولا تشد ثالثا يجب حذف فاء المثال الثلاثي من مضارعه وأمره بشرطين الأول أن تكون الفاء واول والثاني أن يكون المضارع مكسور العين تخلصا من وقوع الواوي بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسر تقول في مضارع وعدا ووريث وأمرهما يعد ويرث وعد ورث رابعا تحذف عين الأجوف من مضارعه المجزوم بالسكون ومن أمره المبني على السكون تقول في قال وباع وخاف لم يقل ولم يبع ولم يخف وقل وبيع وخف فإن كان المضارع مجزوما بحذف النون أو كان الأمر مبنيا على حذف النون لم تحذف عين الأجوف تقول لم يقول ولم يبيع ولم يخاف وتقول قولوا وقولا وقولي وبيعوا وبيعا وبيعي وخافوا وخافا وخافي وكذلك تحذف عين الأجوف من الماضي والمضارع والأمر إذا اتصل بأحدهم الضمير المتحرك نحو الفاطمات قلنا وبيعنا وخفنا ويقلنا ويبيعنا ويخفنا وتقول يا فاطمات قلنا خيرا وبيعنا الدنيا وخفنا الله خامسا تحذف لام الناقس واللفيف المقرون من مضارعه المجزوم وأمره تقول في خشية ورضية وسروة ورمى وطولة اشتركوا في القناة